بسم الله الرحمن الرحيم عنوان الكتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني المتوفى سنة 728 هجريا المجلد الثالث الشريط السابع عشر فصل قالوا ثم مدح قرابيننا وتوعدنا إن أهملنا ما معنا وكفرنا بما أنزل إلينا أن يعذبنا عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين بقوله ذلك في سورة المائدة إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم فمن يكفر فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين فالمائدة هي القربان المقدس الذي يتقرب به في كل قداس والجواب أن يقال هذا كذب ظاهر على القرآن في هذا الموضع كما كذبتم عليه في غير هذا الموضع فإنه ليس في الآيات ذكر قرابينكم البتة وإنما فيه ذكر المائدة التي أنزلها الله تعالى في عهد المسيح عليه السلام وقولهم المائدة هي القربان الذي يتقرب به في كل قداس هو أولا قول لا دليل عليه وثانيا هو قول معلوم الفساد بالاقترار من دين المسلمين الذين نقلوا هذا القرآن عن محمد صلى الله عليه وسلم لفظه ومعناه فإنهم متفقون على أن المائدة مائدة أنزلها الله من السماء على عهد عيسى عليه السلام وقصتها مشهورة في عامة الكتب التي تعرفها العامة والخاصة ولم يقل أحد إنها قرابين النصارى وليس في لفظ الآية ما يدل على ذلك بل يدل على خلاف ذلك فإن الآية تبين أن المائدة منزلة من السماء وقرابينهم هي عندهم في الأرض لم تنزل من السماء وفي الآية أن عيسى قال اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وفي أول الكلام إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين فأين هذا من قرابينهم الموجودة اليوم بسم الله الرحمن الرحيم عنوان الكتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني المتوفى سنة 728 هجريا المجلد الثالث الشريط الثامن عشر فصل قالوا ولما تقدم به القول لأنه غير لائق عند ذوي الألباب أن نهمل روح القدس وكلمة الله التي شهد لهما في هذا الكتاب بالعظائم فقال فقال عن كلمة الله وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا والجواب إن الله تعالى لم يبعث محمدا صلى الله عليه وسلم بإهمال ما يجب من حق المسيح عليه السلام بل أمره بالإيمان بالمسيح وبما جاء به كما أمره بالإيمان بموسى وبما جاء به وكما أمر المسيح بالإيمان بموسى وبما جاء به ولكنه أمر بإهمال ما اتدع من الدين الذي لم يشرعه الله على لسان المسيح عليه السلام وما نسخه الله من شرعه على لسان محمد صلى الله عليه وسلم فيهمل المبدل والمنسوخ كما أمر الله المسيح أن يهمل ما ابتدعته اليهود من الدين الذي لم يشرعه وما نسخه من شرع موسى فكما أمر المسيح أن يهمل المبدل والمنسوخ من التوراة التي جاء بها موسى عليه السلام ولم يكن في ذلك إهمال لما يجب من حق التوراة وموسى عليه السلام فكذلك إذا أهمل المبدل والمنسوخ من دين أهل الإنجيل لم يكن في ذلك إهمال لما يجب من حق الإنجيل والمسيح بل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم يتضمن الإيمان بجميع الكتب والرسل وأن لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون كما قال تعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون والنصارى كاليهود آمنوا ببعض وكفروا ببعض فأيما هو اللائق عند أولي الألباب أن نؤمن بجميع كتب الله ورسله أو نؤمن ببعض أو نؤمن ببعض ونكفر ببعض وأيما هو اللائق عند أولي الألباب أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا ونعبده بما شرعه على لسان رسوله أو نبتدع من الشرك والعبادات المبتدعة ما لم ينزل به الله كتابا ولا بعث به رسولا ونظاهي المشركين عباد الأوثام قال تعالى وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أما يؤفكون وقال تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا لا نشهدوا بأننا مسلمون فالمسلمون لم يهملوا روح القدس وكلمة الله وقد قال تعالى عن كلمة الله وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته بل هم الذين اتبعوا دينه ودين الرسل قبله فإن دين الأنبياء عليهم السلام جميعهم واحد كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنا معاشر الأنبياء ديننا واحد وقد قال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه فدين المرسلين كلهم دين واحد ويتنوع شرعهم ومناهجهم كتنوع شريعة الرسول الواحد فإن دين المسيح هو دين موسى وهو دين الخليل قبلهما ودين محمد بعدهما مع أن المسيح كان على شريعة التوراة ثم نسخ الله على لسانه ما نسخ منها وهو قبل النسخ وبعده دينه دين موسى ولم يهمل دين موسى ولم يهمل دين موسى كذلك المسلمون هم على دين المسيح وموسى وإبراهيم وسائر الرسل وهم الذين اتبعوا المسيح ولهذا جعلهم الله فوق النصارى إلى يوم القيامة والنصارى الذين بدلوا دين المسيح وكذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم بريؤون من دين المسيح والمسيح بريء منهم كبراءة موسى ممن بدل وغير دينه وكذب المسيح والمسلمون أشد تعظيما للمسيح عليه السلام واتباعا له بالحق ممن بدل دينه وخالفه من النصارى فإن المسلمين يصدقونه في كل ما أخبر به عن نفسه ولا يحرفون ما قاله عن موابعه ولا يفسرون كلامه بغير مراده وكلام غيره من الأنبياء كما فعلت النصارى فإنهم نقلوا عن المسيح أنه قال عمدوا الناس باسم الآب والابن وروح القدس وهذا إذا قاله المسيح فإنه يفسر بلغته وعادته في خطابه وعادة سائر الأنبياء فإنه يفسر بلغته وعادته في خطابه وعادة سائر الأنبياء وليس في كلام المسيح ولا في كلام سائر الأنبياء ولا كلام غيرهم أن كلمة الله القائمة بذاته سبحانه وتعالى تسمى ابنا ولا روح قدس ولا تسمى صفته القديمة ابنا ولا روح قدس ولا يوجد قد في كلام الأنبياء اسم لابن واقعا إلا على مخلوق والمراد في تلك اللغة أنه مصطفى محبوب لله كما ينقلونه أنه قال لإسرائيل أن تبني بكري ولداود أن تبني وحبيبي وأن المسيح قال للحواريين أبي وأبيكم فجعله أبا للجميع وهم كلهم مخلوقون فيكون اسم الابن واقعا على المسيح الذي هو ناسوت مخلوق فعمد هؤلاء الضلال فجعل اسم الابن واقعا على اللاهوت قديم أزلي مولود غير مخلوق وزعموا أن الابن يراد به الابن بالوضع وهو المخلوق وهو الابن بالطبع وهو القديم الأزلي المولود غير المخلوق وهذا التفريق هم أحدثوه وابتدعوه ولا يوجد قط في كلام المسيح ولا غيره أنه سم القديم الأزلي ابنا ولا جعل له ابنا قديما مولودا غير مخلوق ولا سمى شيئا من صفات الله قط ابنا وكذلك لفظ روح القدس موجود في غير موضع من كلام الأنبياء عليه السلام لا يراد بهذا قط حياة الله ولا صفة قائمة به وإنما يراد به ما أيد الله به الأنبياء والأولين وجعله في قلوبهم من هداه ونوره ووحيه وتأييده ومما ينزل بذلك من الملائكة وهذا الذي تسميه الأنبياء روح القدس لم يختص به المسيح لم يختص به المسيح باتفاق المسلمين وأهل الكتاب بل قد أنزله على غيره من الأنبياء والصالحين كما هو موجود في كتبهم إن روح القدس كانت في داود وغيره وكانت أيضا عندهم في الحواريين وهكذا خاتم الرسل كان يقول لحسان بن ثابت إن روح القدس معك ما دمت تدافع عن نبيه ويقول اللهم أيده بروح القدس وقد قال الله تعالى عن عباده المؤمنين لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه فروح القدس لا اختصاص للمسيح عليه السلام بها بل ما يفسر به اسم الابن واسم روح القدس وغير ذلك مما وصف به المسيح فهو مشترك بينه وبين غيره من الرسل وإذا فسروا الحلول بظهور نور الله وعلمه وهداه في الأنبياء فهذا حق وهو مشترك بين المسيح وغيره فأما نفس ذات الله فلم تحل في أحد من البشر والمسلمون مع شهادتهم للمسيح بأنه عبد الله ورسوله يقولون إنه مؤيد منصور عصمه الله من أعدائه وطهره منهم ولم يسلطهم عليه والنصارى يدعون أن اسم المسيح اسم اللهوت والناسوت وأنه إله تام وإنسان تام وهذا يمتنع شرعا وعقلا ثم يصفونه بالصفات المتناقضة يصفونه بأن طائفة من أشرار اليهود وضعوا الشوك على رأسه وبثقوا في وجهه وأهانوه وصلبوه وفعلوا به ما لا يفعل بأخص الناس ويقولون مع هذا إنه رب السماوات والأرض وما بينهما بسم الله الرحمن الرحيم عنوان الكتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني المتوفى سنة 728 هجريا المجلد الثالث الشريط التاسع عشر فصل قالوا ثم شهد لقرابيننا وذبائحنا أنها مقدسة مقبولة لدى الله من كتب اليهود التي في أيديهم يومنا هذا المنزل من الله على أفواه الأنبياء المرسلين قال أشعي قال الله إني أعرف بني إسرائيل وقلوبهم القاسية الخبيثة فإذا أنا ظهرت إلى الأمم فنظروا إلى كرمتي أقيم منهم أنبياء وأبعث منهم مخلصين يخلصون الأمم من البلدان القاسية الذين لم يسمعوا بسماعي ولم يعرفوا من قبل كرمتي ويكون اسمي فيهم ويجلبون إخوتهم من الأمم كلها ويجيبون قرابين الله على الدواب والمراكب إلى جبل قدسي بيت المقدس فيقربون للقرابين بالسميد كما كان بني إسرائيل من قبل وكذلك باقي أمم وتقرب القرابين بين يدي فهم وزرعهم إلى الأبد ويحجون في كل سنة وفي كل شهر ومن سنة إلى سنة إلى بيت المقدس بيت الله ويقربون لله ربهم فيه قرابين زكية نقية ينظرون إلى الأمة الخبيثة الماردة بني إسرائيل لا يبلى حزنها لا يبلى حزنها ولا ينقطع بلاؤها لا يبلى حزنها ولا ينقطع بلاؤها إلى الأبد وقال دانيال النبي عليه السلام وسيأتي على شعبك وقرية قدسك سبعون سابوعا وتنقض الظنوب وتفنى الخطايا وغفران الإثم ويؤتى بالحق الذي لم ينزل من قبل وتتم نبوات الأنبياء وكتب الرسل وتبيد قرية القدس وتخرب مع مجيء المسيح ويفنى الميثاق العتيق من الناس ومن بعد أسبوع ونصف تبطل ذبائح اليهود وقرابينهم وتصير على كف النجاسة والفساد إلى انقضاء الظهر إلى انقضاء الظهر وقال ميخ النبي عليه السلام قال الله في آخر الزمان إذا أتى المسيح يدعو الأمم المبددة المبددة ويضعهم شعبا واحدا ويبطل قتال بني إسرائيل وسلاحهم وقرابينهم إلى الأبد وقال عاموس النبي لا تذبح العجول بعد فإن الرب سيأتي صهيون ويحدث وصية جديدة طاهرة من الخبز النقي والخمر الزكي ويصير بني إسرائيل مطرودين والجواب من وجوه أحدهما أن ما يحتجون به من النقي عن الأنبياء صلوات الله عليهم يحتجون فيه إلى أربع مقدمات يحتاجون فيه إلى أربع مقدمات إلى أن تعلم نبوة المنقول عنه وإلى أن يعلم لفظه الذي تكلم به وإلى أن يعلم ما ذكروه ترجمة صحيحة عنده فإن أولئك الأنبياء لم يتكلموا بالعربية بل ولا بالرومية والسريانية واليونانية وإنما تكلموا بالعبرية كالمسيح عليه السلام والرابع أن يعلم أن ما ذكروه من كلام الأنبياء دليل على ما ادعوه من قبل دليل على ما ادعوه من قبول قرابينهم في هذا الزمان ونحن في هذا المقام نقتصر على منازعتهم في هذه المقدمة فليس فيما ذكروه دليل على مدح قرابينهم وزبائحهم بعد التبديل والنسخ ولكن غايتها أن يدل على مدحها قبل النسخ والتبديل وهذا مما لا ينازع فيه المسلمون الوجه الثاني أن هذه النعوذ المذكورة عن أشعية وغيره من الأنبياء لا توافق ما عليه النصارى فإن النصارى لا يقربون القرابين بالسميد كما كان بني إسرائيل من قبل ولا يحجون في كل شهر ومن سنة إلى سنة إلى بيت المقدس بيت الله ويقربون لله ربهم فيه قرابين نقية زكية وإنما يحجون إلى قمامة الخارجة عن بيت الله الذي كانت الأنبياء تقصده وتصلي فيه فإن الأنبياء إنما كانوا يصلون في بيت المقدس ويزورون بيت المقدس نفسه وأما قمامة فليس لها ذكر في كتب الأنبياء عليه السلام بل إنما ظهرت قمامة في زمن قسطنطين الملك لما أظهرتها أمه هيلانة الحرانية لما جاءت بيت المقدس واختارت من اليهود ثلاثة وسألتهم أن يدلوها على موضع الصليب فامتنعوا فعاقبتهم بالحبس والجوع فدلوها على موضعه في مزبلة فاستخرجوه وجعلته في غلاف من ذهب وحملته وبانت كنيسة القمامة في موضعه كما ذكر ذلك ابن البطريق في تاريخه وغيره كما سيأتي وذلك بعد المسيح بأكثر من ثلاث مئة سنة ومن ذلك الوقت أظهروا الصليب وجعلوا عيد الصليب ولم يشرع ذلك لا المسيح ولا الحواريون وهذا مذكور في كتبهم متفق عليه بين علمائهم كما قد ذكر في موضع آخر ولا هم يأتون بقرابين لله على الدواب والمراكب إلى جبل قدس بيت الله المقدس الوجه الثالث أن ما ذكروه عن دانيال لا يتضمن مدح دينهم بعد النسخ والتبديل وإنما يتضمن أن الله يبعث المسيح عليه السلام بالحق الذي لم يزل من قبل وهو الدين الذي بعث به الرسل قبله وهو عبادة الله وحده وأن بيت المقدس يخرب مع مجيء المسيح ويفنى الملثاق العتيق يعني ما نسخ من شرع التوراة وأنه يبطل زبائح اليهود وقرابينهم وهذا كله إنما يدل على نسخ شرع التوراة وبطلان دولة اليهود ويدل على أن المسيح جاء بالحق ومن اتبع المسيح كان على الحق وهذا مما لا ينازع فيه المسلمون فأنهم متفقون على أن من كان متمسكا بما أمر به المسيح فإنه من عباد الله الصالحين ولكن من جاء بشرع إن لم يأتي به المسيح أو أراد اتباع شرعه بعد النسخ فهو بمنزلة اليهود الذين نسخ الله ما نسخه من شرعهم وأزال دولتهم وكذلك فعل بالنصارى لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وكذلك فعل بالنصارى لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم أزال دولتهم عن وسط الأرض وخيارها وحيث بعثت الأنبياء كأرض الشام ومصر والجزيرة والعراق وأرمينية وأذربيجان وأجلاهم إلى طرفي الأرض من جهة الشمال والجنوب وصار الذين في وسط الأرض منهم أحسن أحوالهم إذا لم يسلموا أن يؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون وكذلك ما ذكروه عن نيخة وعاموس إنما يدل على مجيء المسيح عليه السلام وبطلان ما نسخه الله وأبطله من شرع اليهود وملكهم ولا يدل على صحة دين المصارى الذي لم يشرعه المسيح عليه السلام ولا على صحته بعد أن نسخ بشرع محمد صلى الله عليه وسلم نسخا هو أبلغ من نسخ بعض شرع موسى بشرع المسيح عليه السلام هذا إذا سمي الشرع المؤقت بغاية مجهولة نسخا فإن الأول لم يبشر بالثاني وأما إذا كان الأول بشر بالثاني وكانت شريعة الأول مؤقتة إلى مجيء الثاني لم يسمى ذلك نسخا فالمسيح ومحمد صلى الله عليهما وسلم لم ينسخ شيئا بل كان شرع موسى إلى مجيء المسيح وشرع المسيح إلى مجيء محمد صلى الله عليهما وسلم وأما ما حكي عن أشعي عن الله أنه قال فإذا ظهرت إلى الأمم فإذا ظهرت إلى الأمم فهذا قد يحتج به النصارى وبأمثاله من كلام الأنبياء عليهم السلام على الحلول الذي اتدعوه وهو باطل فإن مثل هذا اللفظ مذكور في كتب أهل الكتاب في غير موضع ولا يراد بشيء منها حلول ذات الله في أحد من البشر كما ذكر في التوراة أن الله عز وجل استعلن لإبراهيم وغيره وأن الله يأتي من طور سيناء ويشرف من ساعير ويستعلن من جبال فاران ومعلوم عند جميع أهل الملل أن الله سبحانه وتعالى لم يحل في موسى ولا غيره لما كلمه ولا يحل في شيء من جبال فاران مع إخباره أنه استعلم منها وقد قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فأظهره بالعلم والحجة والبيان وأظهره باليد والسمان كما قال تعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء قال أبي بن كعب وغيره مثل نوره في قلب المؤمن وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وفي الترمذية عن أبي سعيد بن خدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله ثم قرأ إن في ذلك لآيات للمتوسمين قال الترمذي حديث حسن وقد جاء عن بعض السلف أن قلوب المؤمنين تضيء لأهل السماوات كما تضيء الكواكب لأهل الأرض والمخلوق الذي تظهر محبته وذكره وطاعته في بعض البلاد يقال فلان قد ظهر في هذه الأرض فإذا ظهر ذكر الله وذكر أسماءه وصفاته وتوحيده وآياته وعبادته حتى امتلأت القلوب بذلك بعد أن كانت ممتلئة بظلمة الكفر والشرك كان ذلك مما أخبر به من ظهوره وهذا أعظم ما يكون في بيوته التي يعبد فيها ويذكر فيها اسمه ولهذا لما ذكر تعالى آية النور وقال الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم قال عقب ذلك في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب وكذلك ما في الكتب من ظهوره ببيت المقدس فهو كظهوره بطور سيماء وبجبل فاران ومع هذا فلم يره موسى ولا غيره لا مجردا ولا حالا في غيره وقد أخبر المسيح أنه لم يره أحد كما أخبر غيره وذلك نفي عام يجب أن لا يرى لا مجردا ولا حالا في دار الدنيا كما قد بسط في كما قد بسط هذا في موضع آخر ومعلوم أن ملابسة الشيء أبلغ من رؤيته فإذا كان الرب تعالى لا يراه ناسوت فأن لا يلابسه ناسوت بطريق الأولى والأحرى والنصار يزعمون أنه اتحد هو والناسوت وهذا أعظم من الرؤية بسم الله الرحمن الرحيم عنوان الكتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني المتوفى سنة 728 هجريا المجلد الثالث الشريط العشرون فصل قالوا فماذا يكون أعظم من هذا برهانا وأقوى شهادة إذ هذه كتب أعدائنا المخالفين لديننا وهم يقرون بذلك ويقرؤونه في كنائسهم ولم ينكروا منه كلمة واحدة ولا حرفا واحدا والجواب أن الأمر إذا كان على ما قالوه من ثبوت هذه الكلمات عن بعض الأنبياء فليس فيها مدح لدينهم بعد التبديل فكيف بعد النسخ والتبديل وإنما فيها إخبار بزوال مركبن إسرائيل وبنسخ ما نسخ من شرعهم بمجيء المسيح عليه السلام وهذا دليل على نبوة المسيح وصدقه وهذا مما اتفق عليه المسلمون والمسيح عليه السلام عندهم كما أخبر الله عنه بقوله تعالى إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين وأما قولهم إن هذا وغيره موجود في كتب أعدائنا اليهود فيقال لهم لا ريب أن اليهود يخالفونكم في تفسير الكتب فأنتم تفسرونها بشيء وهم يفسرونها بشيء آخر وقد يكون كلا التفسيرين باطلا وحينئذ فيقال لكم كما أن كتب الأنبياء شاهدة للمسيح ولدينه وإن خالفتكم اليهود في تفسيرها فكذلك هي شاهدة لمحمد صلى الله عليه وسلم وأمته وإن خالف أهل الكتاب في تفسيرها كما قد بيّن الله في كتب الأنبياء صفة محمد وأمته في غير موضع والواجب في الكتب إذا تنازعت الأمم في تفسيرها أن يبين الحق الذي يقوم عليه الدليل الشرعي والعقلي وحينئذ تبين أنكم فسرتم كتب الله بأشياء تخالف مراد الله في أمر التثليث والاتحاد وغيره كما فعلت اليهود بتفسير الكتب كما قد بسط في غير هذا الموضع شكرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بسم الله الرحمن الرحيم عنوان الكتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني المتوفى سنة سبعمائة ثمانية وعشرون هجريا المجلد الثالث الشريط الحادي والعشرون فصل قالوا وأيضا في قول هذا الإنسان مما أتى في كتابه حيث أتبع القول أنه لم يرسل إلينا مع تشككه فيما أتى به في هذا الكتاب في سورة سبع حيث يقول وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين وأيضا في سورة الأحقاف يقول وما أدري ما يفعل بي ولا بكم والجواب أن نقلهم عنه أنه قال إنه لم يرسل إليهم كذب ظاهر عليهم فإن كتابه مملوء بدعوتهم وأمره لهم بالإيمان به واتباعه بل وبعموم رسالته إلى جميع الناس بل وإلى الجن والإنس وليس فيه قط أنه لم يرسل إلى أهل الكتاب بل فيه التصريح بدعوة أهل الكتاب في غير موضع كقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن نا مسلمون وقد كتب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الآية إلى قيصر ملك النصارى الذي اسمه هرقل بالشام وقد تقدم ذكر ذلك وتقدم أيضا أن قوله تعالى لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون يقتضي أنه ينذر الأميين وليس فيه أنه لا ينذر غيرهم كما أن قوله وأنذر عشيرتك الأقربين يقتضي انذار قومه ولا ينافي أن ينذر غيرهم من العرب كما أن قوله في قريش فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف لا يمنع أن يكون غير قريش مأمورين بعبادة رب هذا البيت بل أمر الله جميع الثقلين الجن والإنس أن يعبدوا رب هذا البيت فإن قيل فقد سكت عن ما سوى الأميين في هذا فيشعر بالنفي بدليل الخطاب الذي يسمى مفهوم المخالفة قيل ذاك إنما يدل إذا لم يكن في التخصيص فائدة سوى الاختصاص بالحكم ولم يكن هنا تصريح بأن حكم المسكوت كحكم المنطوق وهنا لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم أمره أن ينذر عشيرته الأقربين أولا ثم ينذر العرب الأميين ثم أهل الكتاب والمجوس وغيرهم وقد تقدم بص هذا بسم الله الرحمن الرحيم عنوان عنوان الكتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني المتوفى سنة 728 هجريا المجلد الثالث الشريط الثاني والعشرون فصل وأما قولهم مع تشككه فيما أتى به فمن الكذب البين فإنه تعالى قال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له من من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير قل من يرزق كم من السماوات والأرض قل الله وإنا وإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم فإنه لما دعاهم إلى التوحيد وبين أن ما يدعونه من دون الله لا يملك مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا هو شريك ولا هو الظهير ولا ينفع شفيع إلا بإذنه نفى بذلك جميع وجوه الشرك فإن ما يشرق به إما أن يكون له ملك أو شريك في الملك أو يكون معينا فإذا انتفت السلاسة لم يبقى إلا الشفاعة التي هي دعاء لك ومسأله وتلك لا تنفع عنده إلا لمن أذن له ثم ذكر بعد هذا أنه لا رازق يرزق من السماء والأرض إلا الله دل بهذا وهذا على التوحيد كما في قوله وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتاهم فتمتعوا فسوف تعلمون فلما ذكر ما دل على وجوب توحيده وبيان أن أهل التوحيد هم على الهدى وأن أهل الشرك على الضلال قال وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين يقول إن أحد الفريقين أهل التوحيد الذين لا يعبدون إلا الله وأهل الشرك لعلى هدى أو في ضلال مبين وهذا من الإنصاف في الخطاب الذي كل من سمعه من ولي وعدو قال لمن خوطب به قد أنصفك صاحبك كما كما يقول العادل الذي ظهر عدله للظالم الذي ظهر ظلمه الظالم إما أنا وإما أنت لا للشك في الأمر الظاهر ولكن لبيان أن أحدنا ظالم ظاهر الظلم وهو أنت لا أنا فإنه إذا قيل أهل التوحيد الذين يعبدون الله على هدى أو في ضلال مبين وأهل الشرك الذين يعبدون ما لا يضر ولا ينفع على هدى أو في ضلال مبين تبين أن أهل التوحيد على الهدى وأهل الشرك على الضلال وهذا مما يعلمه جميع الملل من المسلمين واليهود والنصارى يعلمون أن أهل التوحيد على الهدى وأهل الشرك على الضلال وفي القرآن في بيان مثل هذا ما لا يحصى إلا بكلفة بل قطب القرآن وسائر الكتب ومدارها على عبادة الله وحده فكيف يقال إن الرسول كان يشك هل المهتدي هم أهل التوحيد أم أهل الشرك وهل يقول هذا إلا من هو في غاية الجهل والعناد ثم الآية خطاب للمشركين ليست خطابا للنصارى خصوصا بسم الله الرحمن الرحيم عنوان الكتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلامي أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني المتوفى سنة سبعمائة ثمانية وعشرون هجريا المجلد الثالث الشريط الثالث والعشرون فصل وأما قوله تعالى قل ما أدري ما يفعل بي ولا بكم فلفظ الآية قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين وهذا بعد قوله أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم ونظير هذا قوله قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون وهذا قاله نوح عليه السلام أول الرسل وأمر محمد صلى الله عليه وسلم آخر الرسل أن يقوله ومثل قوله قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا وهذا ونحوه يتضمن اعترافه بأنه عبد الله ورسوله ورسول من الله لا يتعدى حد الرسالة ولا يدعي المشاركة في الألوهية كما ادعته النصارى في المسيح ولهذا قال تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام فتبين أنه لا يتعدى حد الرسالة وهو كقوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا قلبتم على أعقابكم ولهذا ولهذا قال صلى الله عليه وسلم وفي الحديث المتفق على صحته لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله فقال تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل ولا أدري ما يفعل بي ولا بكم يقول لست أول من أرسل أو أدعي الرسالة بل قد تقدم قبلي رسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين يقول لا أدعي علم الغيب إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين أنذركم بما أمرني الله أن أنذركم به لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك وهذا من كمال صدقه وعدله وعبوديته لله وقاعته وتمييز ما يستحقه الخالق وحده مما يستحقه العبد فإن العالم بعواقب الأمور على وجه التفصيل مما استأثر الله بعلمه فلا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل وليس من شرط الرسول أن يعلم كل ما يكون وقوله تعالى وما أدري ما يفعل بي ولا بكم نفي لعلمه بجميع ما يفعل به وبهم وهذا لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى وهذا لا ينفي أن يكون عالما بأنه سعيد من أهل الجنة وإن لم يدري تفاصيل ما يجري له في الدنيا من المحن والأعمال وما يتجدد له من الشرائع وما يكرم به في الآخرة من أصناف النعيم فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وأيضا هذا مأثور عن غيره من الأنبياء عليهم السلام ولا من شرط النبي أن يعلم حال المخاطبين من يؤمن به ومن يكفر وتفصيل ما يصيرون إليه هذا إن قيل إنه لم يعلم بعد هذه الآية ما نفي فيها وإن قيل إنه أعلم بذلك فمعلوم أن الله لم يعلمه بكل شيء لم يعلمه بكل شيء جملة بل أعلمه بالأمور شيئا بعد شيء وقد قال له بعد ذلك إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله وينصرك الله نصرا عزيزا وقال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وفي القرآن والأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم من الإخبار بما سيكون في الدنيا وفي الآخرة أضعاف أضعاف ما يوجد عن الأنبياء قبله حتى أنه ينبئ عن الشيء الذي يكون بعد ما يبين بعد ما يبين من السنين خبرا أكمل من خبر أكمل من خبر من عاين ذلك كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تقوم الساعة حتى تقاتل الترك صغار الأعين ذلف الأنوف حمر الخدود يمتعلون الشعر كأن وجوههم المجان المطرقة هؤلاء الترك الذين قاتلهم المسلمون من حين خرج جنكيز خان ملكهم الأكبر وأولاده وأولاده أولاد وأولاده وأولاد أولاده مثل هولاكو وغيره من ملوك الترك الكفار الذين قاتلهم المسلمون لم يحسن أن يصفهم بأحسن من هذه الصفة وقد أقبر بهذا قبل ظهوره بأكثر من ستمائة سنة وقوله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرة وهذه النار ظهرت سنة خمس وخمسين وستمائة بأرض الحجاز فكانت تحرق الحجر ولا تنضج اللحمة ورأى أهل بصرة أعناق الجمال من ضوء تلك النار وكانت منزرة بما يكون بعدها ففي سنة ست وخمسين وستمائة دخله لاكو ملك الكفار بغداد وقتل فيها مقتلة عظيمة مشهورة وسيأتي إن شاء الله بعض أخبار أنه شاهد الناس وقوعها بعض أخبار أنه شاهد الناس وقوعها كما أخبرنا عند ذكرنا كما أخبرنا عند ذكرنا معجزاته بسم الله الرحمن الرحيم عنوان الكتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلام أبي العباس دقي دين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني المتوفى سنة سبعمائة ثمانية وعشرون هجريا المجلد الثالث الشريط الرابع والعشرين فصل ثم قالوا مع الأمر له في فاتحة الكتاب أن يسأل الهداية إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فإنه عنا بقوله المنعم عليهم والمغضوب عليهم والضالين الثلاث أمم الذين كانوا في عصره وهم اليهود وهم النصارى واليهود وعباد الأصنام ولم يكن في زمانه غير هؤلاء الثلاث أمم فالمنعم عليهم نحن النصارى والمغضوب عليهم فلا يشك أنهم اليهود الذين غضب الله عليهم في كتب التوراة والأنبياء وهذا الكتاب والضالين فهم عباد الأصنام الذين ضلوا عن الله فهذا أمر واضح بين ظاهر عند كل أحد ولا سيما عند ذاو العقول والمعرفة والصراط ولا سيما عند ذاو العقول والمعرفة والصراط هو المذهب أي الطريق وهذه اللفظة الرومية لأن الطريقة بالرومية استراطا والجواب أما قولهم المنعم عليهم نحن النصارى فمن العجائب التي تدل على فرط جهل صاحبها وأعجب من ذلك قولهم إن هذا شيء بين واضح عند كل أحد لا سيما عند ذاو العقل والمعرفة فيا سبحان الله ألم يعرف العام والخاص ألم يعرف العام والخاص علما ضروريا لا تمكن المنازعة فيه من دين محمد صلى الله عليه وسلم ودين أمته الذي تلقوه عنه من تكفير النصارى وتجهيلهم وتضليلهم واستحلال جهادهم وسبي حريمهم وأخذ أموالهم ما يناقض كل المناقضة أن يكون محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته في كل صلاة يقولون اللهم اهدنا صراط النصارى وهل ينسب محمدا صلى الله عليه وسلم ينسب محمدا صلى الله عليه وسلم وأمته إلى أنهم في كل صلاة يطلبون من الله أن يهديهم الصراط النصارى إلا من هو من أكذب الكذابين وأعظم الخلق افتراء ووقاحة وجهلا وضلال ولو كانوا يسألون الله هداية طريق النصارى لدخلوا في دين النصارى ولم يكفروهم ويقاتلوهم ويضعوا عليهم الجزية التي يؤدونها عن يد وهم صاغرون ولم يشهدوا عليهم بأنهم من أهل النار وأمته أخذوا ذلك جميعه جميعه عنه منقولا عنه بالنقل المتواثر بإجماعهم لم يبتدعوا ذلك كما ابتدعت النصارى من العقائد والشرائع ما لم يأذن به الله فلا يلام المسلمون في اتباعهم لرسول الله الذي جاء بالبينات والهدى ومحمد صلى الله عليه وسلم إن كان رسولا صادقا فقد كفر النصارى وأمر بجهادهم وتبرأ منهم ومن دينهم وإن كان كاذبا لم يقبل شيء مما نقله عن الله عز وجل وقد تقدم غير مرة قوله تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون فمن يقول عن النصارى مثل هذه الأقوال هل يأمر أمته في كل صلاة أن يقول اهدنا طريقهم ثم يقال أي شيء في الآية مما يدل على أن قوله صراط الذين أنعمت عليهم هم النصارى وإنما المنعم عليهم هم الذين ذكرهم الله في قوله تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا فهؤلاء هم الذين أمر الله عباده أن يسألوا هداية صراطهم وأما النصارى الذين كانوا على دين المسيح قبل النسخ والتبديل فهم من المنعم عليهم كما أن اليهود الذين كانوا على دين موسى قبل النسخ والتبديل كانوا من المنعم عليهم وأما النصارى بعد النسخ والتبديل فهم من الضالين لا من المنعم عليهم عند الله ورسوله كما قال تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل وقال تعالى أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في غلال مبين وعباد الأصنام من الضالين المغضوب عليهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اليهود مغضوب عليهم والنصارى ظالون رواه الإمام أحمد والترمذي عن عدي بن حاتن عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال الترمذي هذا حديث صحيح وسبب ذلك أن اليهود يعرفون الحق ولا يعملون به والنصارى يعبدون بلا علم وقد وصف الله اليهود بأعمال والنصارى بأعمال فوصف اليهود بالكبر والبخل والجبن والقسوة وكتمان العلم وسلوك سبيل الغي وهو سبيل الشهوات والعدوان وذكر عن النصارى الغلو والبدع في العبادات والشرك والضلال واستهلال محارم الله فقال تعالى يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة إنتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا وقال تعالى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا بتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها أي لكن كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله لم نكتب عليهم الرهبانية بل هم ابتدعوها ومع ابتدعهم إياها فما رعوها حق رعايتها وكل بدعة ضلالة فهم مذمومون على ابتدع الرهبانية وعلى أنهم لم يرعوها حق رعايتها وأما ما كتب عليهم من ابتغاء رضوان الله فيحصل بفعل ما شرعه الله لهم من واجب ومستحب فإن ذلك هو الذي يرضاه ومن فعل ما يرضاه الله فقد فعل ما كتب عليه ويحصل رضوان الله أيضا بمجرد فعل الواجبات وهذا هو الذي كتب على العباد فإذا لم يكتب عليهم إلا ابتغاء رضوان الله كان ابتغاء رضوانه واجبا فما ليس بواجب لا يشترط في حصول ما كتب عليهم ولهذا ضعف أحمد بن حنبل وغيره الحديث المروي أول الوقت رضوان الله وآخره عفو الله فإن من صلى في آخر الوقت كما أمر فقد فعل الواجب وبذلك يرضى الله عنه وإن كان فعل المستحبات والمسابقة إلى الطاعات أبلغ في إرضاء الله ويحصل له بذلك من رضوان الله ومحبته ما لا يحصل بمجرد الواجبات كما قال موسى عليه السلام وعجلت إليك ربي لترضى وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله تعالى من عاد لي وليا فقد بارزني بالمحاربة وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي فلئن سألني لأعطينه ولئن استعاذ بي لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض روح عبدي عن قبض روح عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته وأكره مساءته ولا بد له منه فقوله حتى أحبه يريد المحبة المطلقة الكاملة وأما أصل المحبة فهي حاصلة بفعل الواجبات فإن الله يحب المتقين والمقصطين ومن أدى الواجبات فهو من المتقين المقصطين وقال تعالى فيهم وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون وقال تعالى قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وظلوا عن سواء السبيل وهو سبحانه خاطب النصارى بهذا لأن النصارى يعتمدون في دينهم على ما يقوله كبراؤهم الذين وضعوا لهم القوانين والنواميس ويسوغون لأكابرهم الذين صاروا عندهم عظماء في الدين أن يضعوا لهم شريعة وينسخوا بعض ما كانوا عليه قبل ذلك ولا يردون ما يتنازعون فيه من دينهم إلى الله ورسوله بحيث لا يمكنون أحدا من الخروج عن كتب الله المنزلة كالتوراة والإنجيل وعن اتباع ما جاء به المسيح ومن قبله من الأنبياء عليهم السلام ولهذا قال تعالى قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيم التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم بل ما وضعه لهم أكابرهم من القوانين الدينية والنواميس الشرعية بعضها ينقلونه عن الأنبياء وبعضها عن الحواريين وكثير من ذلك ليس منقولا لا عن الأنبياء ولا عن الحواريين بل من وضع أكابرهم وابتداعهم كما ابتدعوا لهم الأمانة التي هي أصل عقيدتهم وابتدعوا لهم الصلاة إلى الشرق وابتدعوا لهم تحليل لحم الخنزير وسائر المحرمات وابتدعوا لهم الصوم وقت الربيع وجعلوه خمسين يوما وابتدعوا لهم أعيادهم كعيد الصليب وغيره من الأعياد وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم لما سمعه يقرأ هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فقال لم يعبدوهم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنهم أحلوا لهم الحرام فأطاعوهم وحرموا عليهم الحلال فأطاعوهم فكانت تلك عبادتهم ولهذا قال تعالى لا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل فإنهم يتبعون أهواء أكابرهم الذين مضوا من قبلهم وأولئك ضلوا من قبل هؤلاء وأضلوا أتباعهم وهم كثيرون وضلوا عن سواء السبيل وهو وسط السبيل وهو الصراط المستقيم فإن كانوا هم وأتباعهم ضالين عن الصراط المستقيم فكيف يجوز أن يأمر الله عباده بأن يسألوه أن يهديهم الصراط المستقيم ويعني به صراط هؤلاء الضالين المضلين ويعني به صراط هؤلاء الضالين المضلين عن سواء السبيل وهو الصراط المستقيم وقد قال سبحانه ولا تتبعوا أهواء هؤلاء لأن الأصل ابتداعهم هذه البدعة من أنفسهم مع ظن كاذب فكانوا ممن قيل فيهم إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى ومن من قيل فيه ومن أضل من من اتبع هواه بغير هدى من الله وسبب ذلك أن المسيح صلى الله عليه وسلم لما رفع إلى السماء وعاداه اليهود وعادوا أتباعه عداوة شديدة وبالغوا في أذاهم وإذلالهم وطلبا قتلهم ونفيهم صار في قلوبهم من بغض اليهود وطلب الانتقام منهم ما لا يوصف فلما صار لهم دولة وملك مثل ما صار لهم في دولة قسطنطين صاروا يريدون مقابلة اليهود كما جرت العادة في مثل ذلك بين الطوائف المتقابلة بين الطوائف المتقابلة المتنازعين في الملك والمتنازعين في البدع كالخوارج والروافض والجبرية مع القدرية والمعطلة مع الممثلة وكالدولتين المتنازعتين على الملك والأهواء بمنزلة قيس ويمن وأمثال ذلك إذا ظهرت طائفة على الأخرى بعدما آذتها الأخرى وانتقمت منها تريد أن تأخذ بسأرها ولا تقف عند حد العدل بل تعتدي على تلك كما اعتدت تلك عليها فصار النصارى يريدون مناقضة اليهود فأحلوا ما يحرمه اليهود كالخنزير وغيره وصاروا يمتحنون من دخل في دينهم بأكل الخنزير فإن أكله وإلا لم يجعلوه نصرانيا وتركوا الختان وقالوا إن المعمودية عوضا عنه وصلوا إلى قبلة غير قبلة اليهود وكان اليهود قد أسرفوا في زم المسيح عليه السلام وزعموا أنه ولد زنا وأنه كذاب ساحر فغلوا هؤلاء في تعظيم المسيح وقالوا إنه الله وابن الله وأمثال ذلك وصار من يطلب أن يقول فيه القول العدل مثل كثير من علمائهم وعبادهم يجعلون له مجمعا ويلعنونه فيه على وجه التعصب واتباع الهواء والغلو في من يعظمونه كما يجري مثل ذلك لأهل الأهواء كالفلات في بعض المشايخ كالغلات في بعض المشايخ وبعض أهل البيت وبعض العلماء وبعض الملوك وبعض القبائل وبعض المذاهب وبعض الطرائق فإنما كان مصدر ضلالهم أهواء نفوسهم قال تعالى للنصارى الذين كانوا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل وأما قولهم إن الصراط هو المذهب أي الطريق وهذه لفظة رومية لأن الطريق بالرومية أستر أستراط فيقال لهم الصراط في لغة العرب هو الطريق يقال هو الطريق الواضح ويقال هو الطريق المحدود بجانبين الذي لا يخرج عنه ومنه الصراط المنصوب على جهنم وهو الجسر الذي يعبر عليه المؤمنون إلى الجنة وإذا عبر عليه الكفار سقطوا في جهنم ويقال فيه معنى الاستواء والاعتدال الذي يوجب سرعة العبور عليه وفيه ثلاث لغات هي ثلاث قراءات الصراط والصراط والزراط وهي لغة عربية عرباء ليست من المعربي ولا مأخوذة من كلام الروم كما زعم وهي لغة عرباء ليست من المعربي ولا مأخوذة من لغة الروم كما زعم ويقال أصله من قولهم سرط الشيء أسرطه سرطا إذا ابتلعته واستطرطه ابتلعته فإن المبتلع يجري بسرعة في مجرى محدود ومن أمثال العرب لا تكن حلوا فتسترط ولا مرا فتعفى لا تكن حلوا فتسترط ولا مرا فتعفى من قولهم أعفيت الشيء إذا أزلته من فيك لمرارته ويقال فلان يسترط ما يأخذ من الدين وحكى يعقوب بن السكيث الأخذ صريط والقضاء صريط والسرطات الفالوذج لأنه يستطرط استراطا يستطرط استراطا وسيف سراطي أي قاطع فإنه ماض سريع المذهب في مضربه فالسراط هو الطريق المحدود المعتدل الذي يصل سالكه إلى مطلبه بسرعة وقد ذكر الله لفظ الصراط في كتابه في غير موضع ولم يسمي الله سبيل الشيطان صراطا بل سماه سبلا وخص طريقه باسم الصراط كقوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله وفي السنن عن عبد الله بن مسعود قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا وخط خطوطا عن يمينه وشماله ثم قاله هذا سبيل الله وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه من أجابه قذفه في النار ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله فسمى سبحانه طريقه صراطا وسمى تلك سبلا ولم يسميها صراطا كما سماها سبيلا وطريقه يسميه سبيلا كما يسميه صراطا وقال تعالى عن موسى وهارون وآتيناهما الكتاب المستبيل وهديناهما الصراط المستقيم وقال تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا وهذه الهدايا الخاصة التي أعطاه إياها بعد فتح الحديبية أخص مما تقدم فإن الثالك إلى الله لا يزال يتقرب إليه بشيء بعد شيء ويزيده الله هدى بعد هدى وأقوام الطريق وأكملها الطريق التي وأقوام الطريق وأكملها الطريق التي بعث الله بها نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى اشتركوا في القناة 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 بل معلوم عندهم وعند سائر اهل الملل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ان الكتب الالهية اشتركوا في القناة ان الكتب الالهية اشتركوا في القناة 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 وغيرهم ومن يدعي الوحدة أو الحلول أو الاتحاد الخاص المعين كدعوى النصارى ودعوى الغالية من الشيعة في علي وطائفة من أهل البيت كالنصيرية ونحوهم ممن يدعي ألوهية علي وكدعوى بعض الإسماعيلية الإلهية في الحاكم وغيره من بني عبد الله بن ميمون القداح المنتسبين إلى محمد بن إسماعيل بن جعفر ودعوى كثير من الناس نحو ذلك في بعض الشيوخ إما المعروفين بالصلاح وإما من يظن به الصلاح وليس من أهله فإن لهم أقوالا من جنس أقوال النصارى وبعضها شر من أقوال النصارى وعامة هؤلاء إذا خطبوا ببيان فساد قولهم قالوا من جنس قول النصارى هذا أمر فوق العقل ويقول بعضهم ما كان يقوله التلمساني لشيخ أهل الوحدة يقول ثبت عندنا في الكشف ما يناقض صريح النقل ويقولون لمن أراد أن يسلك سبيلهم دع العقل والنقل واخرج من العقل والنقل وينشدون فيهم مجانين إلا أن سر جنونهم عزيز على أقدامه يسجد العقل هم معشر حلوا النظام وحرقوا السياج فلا فرض لديهم ولا نقل وهؤلاء مقلدون لمشايخهم متبعون لهم فيما يخرجون به عن شريعة الرسول وما افتدعوه مما لم يأذن به الله باتخاذ البدع عبادات واستحلال المحرمات كتقليد بعض النصارى لشيوخهم وإذا اعترض على أحد منهم يقولون الشيخ يسلم له حاله يسلم له حاله ولا يعترض عليه كما يقول النصارى لشيوخهم ومن هؤلاء من يقولوا من يقولوا نحن أولاد الله ويقول المسيح هو ولد الله وينطق أيضا بلفظ الشهوة فيقول إنهم أولاد شهوة ويقول إنه زوج مريم كما يقول ذلك من يقوله من النصارى وغاية ما عندهم أنهم يحكون عن شيوخهم نوعا من خرق العادات قد يكون كذبا وقد يكون صدقا وإذا كانت صدقا فقد يكون من أحوال أولياء الشيطان كالسحرة والكهان وقد يكون من أحوال أولياء الرحمن وإذا كانت من أحوال أولياء الرحمن لم يكن في ذلك ما يوجب تقليد الولي ما يوجب تقليد الولي في كل ما يقوله إذ الولي لا يجب أن يكون معصوما ولا يجب اتباعه في كل ما يقوله ولا الإيمان بكل ما يقوله وإنما هذا من خصائص الأنبياء الذين يجب الإيمان بكل ما يقولونه فيجب تصديقهم في كل ما يخبرون به من الغيب وطاعتهم فيما أوجبوه على الأمم ومن كفر بشيء مما جاء به فهو كافر ومن سب نبيا واحدا وجب قتله وليس هذا لغير الأنبياء من الصالحين فهؤلاء المبتدعة المبتدعة الغلاة المشركون القائلون بنوع من الحلول هم مضاهئون للنصارى بقدر ما شابهوهم فيه وخالفوا فيه دين المسلمين ومنهم من تكون موافقته لدين المسلمين أكثر وأما الغلاة فمنهم وأما الغلاة منهم فموافقتهم للنصارى أكثر ومنهم من هو أكثر من النصارى ولما كان مستند النصارى هو ما ينقلونه إما عن الأنبياء وإما عن غيرهم من من يجبون اتباعه كانوا إذا أوردوا على علمائهم ما يقتضي امتناع ذلك قالوا هكذا في الكتاب وبهذا نطق الكتاب وهذه الكتب جاءت به جاءت بها الرسل يعنون المؤيدين بالمعجزات ويعنون بالرسل الحواريين فاعتصامهم بهم إنما هو لما ظنوه مذكورا في الكتب الإلهية وإن رأوهم مخالفا لصريح المعقول ولهذا ينهون جمهورهم عن البحث والمناظرة في ذلك لعلمهم بأن العقل الصريح متى تصور دينهم علم أنه باطل فدعوى المدعين أنا إنما قل فدعوى المدعين أنا إنما قلنا أب وابن وروح قدس لتصحيح القول بأن الله حي ناطق كذب ظاهر وهم يعلمون أنه كذب وتصحيح القول بأن الله حي متكلم لا يقف على هذه العبارة بل يمكنه تصحيح ذلك بالأدلة الشرعية والسمعية والعقلية والتعبير عنه بالعبارات البينة كما يقوله المسلمون وغيرهم بدون قولنا آب وابن وروح قدس وما يبين ذلك الوجه الثاني الوجه الثاني وهو أن النصارى المقرون بأن هذه العبارة في الإنجيل المأخوذ عن المسيح مختلفون في تفسير هذا الكلام فكثير منهم يقول الآب هو الوجود والابن هو الكلمة وروح القدس هو الحياة ومنهم من يقول بل الآب هو الوجود والابن هو الكلمة وروح القدس هو القدرة وبعضهم يقول إن الأقانيم الثلاثة جواد حكيم قادر فيجعل الآب هو الجواد والابن هو الحكيم وروح القدس هو القادر ويزعمون أن جميع الصفات تدخل تحت هذه الثلاثة ويقولون إن استدللنا على وجوده بإخراجه الأشياء من العدم إلى الوجود وذلك من وجوه وقد رأيت في كتب النصارى هذا وهذا وهذا ومنهم من يعبر عن الكلمة بالعلم فيقولون موجود حي عالم أو موجود عالم قادر كما يقول بعضهم ماطق ومنهم من يقول موجود حي كريم ومنهم من يقول قائم بنفسه حي حكيم وهم متفقون على أن المتحد بالمسيح والحال فيه هو أقنوم الكلمة وهو الذي يسمونه الابن دون الأب ومن أنكر الحلول والاتحاد منهم كالأريوسية يقول إن المسيح عليه السلام عبد مرسل كسائر الرسل صلوات الله عليه وسلامه فوافقهم على لفظ الآب والابن والروح القدس ولا يفسر ذلك بما يقوله منازعه من الحلول والاتحاد فوافقهم على لفظ الآب والابن والروح القدس ولا يفسر ذلك بما يقوله منازعه من الحلول والاتحاد كما أن النصطورية يوافقونهم أيضا على هذا اللفظ وينازعونهم في الاتحاد الذي يقوله اليعقوبية والملكية فإذا كانوا متفقين على اللفظ متنازعين في معناه علم أنهم صدقوا أولا باللفظ لأجل اعتقادهم مجيء الشرع به ثم تنازعوا بعد ذلك في تفسير الكتاب كما يختلفونهم وسائر أهل الملل في تفسير بعض الكلام الذي يعتقدون أنه منقول عن الأنبياء عليهم السلام وعلم بذلك أن أصل قولهم الآب والابن وروح القدس لم يكن لأجل تصحيح القول بأن الله موجود حي ناطق الذي علموه أولا بالعقل يوضح ذلك يوضح هذا الوجه الثالث وهو قولهم إنا لما رأينا حدوث الأشياء علمنا أن شيئا غيرها أحدثها إن كان المتكلم بهذا طائفة معينة من النصارى فيقال لهؤلاء القول بالآب والابن وروح القدس موجود عند النصارى قبل وجودكم وقبل نظركم هذا واستدلالكم فلا يجوز أن يكون نظركم هو الموجب لقول النصارى هذا وإن كان المراد به أن نجميع النصارى من حين قالوا هذا الكلام نظروا واستدلوا حتى قالوا ذلك فهذا كذب بيّن فإن هذا الكلام يقول النصارى إنهم تلقوه من الإنجيل وأن المسيح عليه السلام قال عمدوا الناس باسم الآب والابن وروح القدس والمسيح والحواريون لم يأمروهم بهذا النظر الموجب لهذا القول ولا جعل المسيح هذا القول موقوفا عندهم على هذا البحث فعلم أن جعلهم هذا القول ناشئا عن هذا البحث قول باطل يعلمونهم بطلانه الوجه الرابع إن هذا القول إن كان المسيح لم يقله فلا يجوز أن يقال ولو عنا به الإنسان معنا صحيحا فإن هذه العبارة إنما يفهم منها عند الإطلاق المعاني الباطلة ولهذا يوجد كثير من عوام النصارى يعتقدون أن المسيح ابن الله البنوة المعروفة في المخلوقات ويقولون إن مريم زوجة الله وهذا لازم لعامة النصارى وإن لم يقولوه فإن الذي يلد لابد له من زوجه ولهذا قال تعالى أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء علي وجعل الرب والد المولود أنكر في العقول من إثبات صاحبة له وجعل الرب والد المولود أنكر في العقول من إثبات صاحبة له سواء فسرت الولادة بالولادة المعروفة أو بالولادة العقلية التي يقولها علماء النصارى فإن من أثبت صاحبة له يمكنه تأويل ذلك كما تأولوهم الولد ويقولون إن الآب ولدت منه الكلمة ومريم ولد منها الناسوت واتحد الناسوت باللهوت فكما أن الآب أب باللهوت لا بالناسوت ومريم أم للناسوت لا لللهوت فكذلك هي صاحبة للأب بالناسوت واللهوت الزوج مريم بلهوته كما أنه أب للمسيح بلهوته وإذا اتحد اللاهوت بناسوت المسيح مدة طويلة فلماذا يمتنع أن يجتمع اللاهوت بناسوت مريم مدة قصيرة وإذا جعل الناسوت الذي ولدته ابنا للهوت فلأي شيء لا تجعل هي صاحبة وزوجة للهوت فإن المسيح عندهم اسم لمجموع اللاهوت والناسوت وهو عندهم إله تام وإنسان تام فلهوته من الله وناسوته من مريم فهو من أصلين لهوت وناسوت فإذا كان أحد الأصلين أباه والآخر أمه فلماذا لا تكون أمه زوجة أبيه بهذا الاعتبار مع أن المصاحبة قبل البنوة فكيف يثبت الفرع الملزوم بدون ثبوت الأصل اللازم وليس في ذلك من المحال على أصلهم إلا ما هو من جنس إثبات بنوة المسيح وأقل امتناعا وإن كان المسيح عليه السلام قال هذا الكلام فقد علمنا أن المسيح عليه السلام وغيره من الأنبياء معصومون لا يقولون إلا الحق وإذا قالوا قولا فلابد له من معنى صحيح ويمتنع أن يريد بقولهم ما يمتنع بطلانه بسمع أو عقل فإذا كانت العقول ونصوص الكتب المتقدمة مع نصوص القرآن تناقض ما اكتدعته النصارى في المسيح علم أن المسيح لم يرد معنا باطلا يخالف صريح المعقول وصحيح المنقول بل نقول في الوجه الخامس إن صحت هذه العبارة عن المسيح المعصوم عليه الصلاة والسلام فإنه أراد بذلك ما يناسب سائر كلامه وفي الوجود في كتبهم تسمية الرب أبا وتسمية عباده أبناء كما يذكرون أنه قال في التوراة لياقوب إسرائيل أن تبني بكري وقال لداود في الزبور أن تبني وحبيبي وفي الإنجيل في غير موضع يقول المسيح أبي وأبيكم كقوله إني أذهب إلى أبي وأبيكم وإله وإلهكم فيسميه أبا لهم كما يسميه كما يسميهم أبناء له فإن كان هذا صحيحا فالمراد بذلك أن الرب المربي الرحيم أنه الرب المربي الرحيم فإن الله أرحم بعباده من الوالدة بولدها والابن هو المرب المرحوم فإن تربية الله لعبده أكمل من تربية الوالدة لولدها فيكون المراد بالأبي الرب والمراد بالابن عند المسيح الذي رباه والمراد بالابن عنده المسيح الذي رباه وأما روح القدس فهي لفظة موجودة في غير موضع من الكتب التي عندهم وليس المراد بها حياة الله باتفاقهم بل روح القدس عندهم تحل في إبراهيم وموسى وداود وغيرهم من الأنبياء الصالحين والقرآن قد شهد أن الله أيد المسيح بروح القدس كما قال تعالى وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس في موضعين من البقرة وقال تعالى يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت إن روح القدس معك ما دمت تنافح عن نبيه وقال اللهم أيده بروح القدس كما تقدم ذكر هذا كله مبسوطا وروح القدس قد يراد بها الملك المقدس كجبريل ويراد بها الوحي والهدى والتأييد الذي ينزله الله بواسطة الملك أو بغير واسطته فقد يكونان متلازمين فإن الملك ينزل بالوحي والوحي ينزل به الملك فإن الملك ينزل بالوحي والوحي ينزل به الملك والله تعالى يؤيد رسله بالملائكة وبالهدى كما قال تعالى عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها في موضعين من سورة براءة وقال الله تعالى فأرسلنا عليهم ريحا وجنود لم تروها وقال تعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبت الذين آمنوا وقال وقال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه وقال الله تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده وقال تعالى يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق وقال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإذا كان روح القدس معروفا في كلام الأنبياء المتقدمين والمتأخرين أنها أمر ينزله الله على أنبيائه وصالح عباده سواء كان ملائكة تنزل بالوحي والنصر أو وحيا وتأييدا مع الملك وبدون الملك ليس المراد بروح القدس أنها حياة الله القائمة به كان المعصوم إن كان قال عمد الناس باسم الآب والإبن وروح القدس مراده مروا الناس أن يؤمنوا بالله ونبيه الذي أرسله وبالملك الذي أنزل عليه الوحي الذي جاء به فيكون ذلك أمرا لهم بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وهذا هو الحق الذي يدل عليه صريف المعقول وصحيح المنقول فتفسير كلام المعصوم بهذا التفسير الذي يوافق سائر ألفاظ الكتب التي عندهم ويوافق القرآن ويوافق العقل أولى من تفسيره بما يخالف صريح المعقول وصحيح المنقول وهذا تفسير ظاهر ليس فيه تكلف ولا هو من التأويل الذي هو صرف الكلام عن ظاهره إلى ما يخالف ظاهره بل هو تفسير له بما يدل ظاهره عليه باللغة المعروفة والعبارة المألوفة في خطاب المسيح وخطاب سائر الأنبياء أما تفسير النصارى بأن الإبن مولود قديم أزلي هو العلم أو كلمة الله فتفسير للفظ بما لا يستعمل هذا اللفظ فيه لا في كلام أحد من الأنبياء ولا لغة أحد من الأنبياء وكذلك تفسير روح القدس بحياة الله فالذي فسر النصارى به ظاهر كلام المسيح هو تفسير لا تدل عليه لغة المسيح وعادته في كلامه ولا لغة غيره من الأنبياء والأمم بل المعروف في لغته وكلامه وكلام سائر الأنبياء تفسيره بما فسرناه وبذلك فسره أكابر علماء النصارى وأما ظلال النصارى المحرفون لمعاني كتب الله عز وجل فسروه بما يخالف معناه الظاهر وينكره العقل والشر وتمام هذا بالوجه السادس وهو أن النصارى لما كان عندهم في الكتب تسمية المسيح عليه السلام ابنا وتسمية غيره من الأنبياء ابنا كقوله ليعقوب أن تبني بكري وتسمية الحواريين أبناء قالوا هو ابنه بالطبع وغيره هو ابنه بالوضع فجعلوا لفظ الابني مشتركا بين معنيين وأثبتوا لله طبعا وجعلوا المسيح ابنه باعتبار ذلك الطبع وهذا يقرر قولا من يفهم منهم أنه ابنه البنوة المعروفة في المخلوقين وأن مريم زوجة الله وكذلك جعلوا روح القدس مشتركة بين حياة الله وبين روح القدس التي تنزل على الأنبياء والصالحين ومعلوم أن الاشتراك على خلاف الأصل وأن اللفظ إذا استعمل في عدة مواضع كان جعله حقيقة متواطئا في القدر المشترك أو لا من جعله مشتركا اشتراكا لفظيا بحيث يكون حقيقة في خصوص هذا أو يكون مجازا في أحدهما فإن المجاز والاشتراك على خلاف الأصل هذا إن قدر أن لفظ على ابن وروح القدس استعمل في نطق في نطق الله وحياته كما يزعم النصارى فكيف إذا لم يوجد في كلام الأنبياء أنهم قالوا لفظ لابني ولفظ روح القدس وأرادوا به شيئا من صفات الله لا كلامه ولا حياته ولا علمه ولا غير ذلك لا كلامه ولا حياته ولا علمه ولا غير ذلك بل لم يوجد استعمال لفظ لابني في كلام الأنبياء إلا في شيء مخلوق ولم يوجد استعمال روح القدس كما هو من صفات الله القائمة به ونحن إذا فسرنا الآب وروح القدس ببنوة التربية وروح القدس لم ينزل على الأنبياء كنا قد جعلنا اللفظة مفردا متواطئا وهم يحتاجون أن يجعلوا اللفظة مشتركا أو مجازا في أحد المعنيين فكان تفسيرهم مخالفا لظاهر اللغة التي خوطبوا بها ولظاهر الكتب التي بأيديهم وتفسيرنا موافقا لظاهر لغتهم وظاهر الكتب التي بأيديهم وحينئذ فقد تبين أنه ليس معهم بالتثليث لا حجة سمعية ولا عقلية بل هو باطل شرعا وعقلا ويؤيد هذا الوجه السابع وهو أنهم في أمانتهم أثبتوا من المعاني ولفظ الأقانيم وغير ذلك ما لا تدل عليه الكتب التي بأيديهم البتة بل فهموا منها معنا باطلا وضموا إليها معاني باطلة من عند أنفسهم فكانوا محرفين لكتب الله في ذلك مفترين على الله الكذب وهو مبسوط في موضع آخر الوجه الثامن أن قولهم بالأقانيم مع بطلانه في العقل والشر لم ينطق به عندهم كتاب ولم يوجد هذا اللفظ في شيء من كتب الأنبياء التي بأيديهم ولا في كلام الحواريين بل هي لفظة يمتدعوها ويقال إنها رومية وقد قيل الأقنوم في لغتهم معناه الأصل ولهذا يضطربون في تفسير الأقانيم تارة يقولون أشخاص وتارة خواص وتارة صفات وتارة جواهر وتارة يجعلون الأقنوم إسما للذات والصفة معا وهذا تفسير حزاقهم الوجه التاسع قولهم في المسيح عليه السلام أنه خالق قول مع بطلانه في الشرع والعقل قول لم ينطق به شيء من النبوات التي عندهم ولكن يستدلون على ذلك بما لا يدل عليه كما سنبينه إن شاء الله تعالى الوجه العاشر قولهم في تجسد اللاهوت أيضا هو قول مع بطلانه في العقل والشرع قول لا يدل عليه شيء من كلام المعصوم من النبيين والمرسلين الوجه الحادي عشر إنا نقول لا ريب أن الله حي عالم قادر متكلم وللمسلمين على ذلك من الدلائل العقلية التي دل الرسول عليها وأرشد إليها فصارت معروفة بالعقل مدلولا عليها بالشرع ما هو مبسوط في موضعه وأنتم مع دعواكم أنكم تثبتون ذلك بالعقل لم تذكروا على ذلك دليلا عقليا فقولكم لما رأينا حدوث الأشياء علمنا أن شيئا غيرها أحدثها إذ لا يمكن حدوثها من زواتها لما فيها من التضاض والتقلب كلام قاصر من وجوه أحدها أنكم لم تروا حدوث جميع المخلوقات وإنما رأيتم حدوث ما يشهد حدوثه كالسحاب والمطر والحيوان والنبات ونحو ذلك فأين دليلكم على حدوث سائر الأشياء الثاني أنه كان ينبغي أن تقولوا لما علم حدوث المحدثات أو حدوث لما علم حدوث المحدثات أو حدوث المخلوقات أو حدوث ما سوى الله ونحو ذلك مما يبين أن المحدث ما سوى الله فأما إطلاق حدوث جميع الأشياء فباطل فإن الله يسمى عندكم وعند جمهور المسلمين شيئا من الأشياء وهذا بخلاف قوله تعالى قل الله خالق كل شيء فإن هذا التركيب يبين أن الخالق غير المخلوق خلاف قول القائل حدوث الأشياء التالث أن العلم بأن المحدث لا بد له من محدث علم شطري ضروري ولهذا قال الله تعالى في القرآن أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون قال جبير بن مطعم لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في صلاة المغرب أحسست بفؤادي قد صدع يقول تعالى أخلقوا من غير خالق خلقهم أم هم الخالقون لأنفسهم ومعلوم بالفطرة التي فطر الله عليها عباده بصريح العقل أن الحادث لا يحدث إلا بمحدث أحدثه وإن حدوث الحادث بلا محدث أحدثه معلوم البطلان بضرورة العقل وهذا وهذا أمر مركوز في بني آدم حتى الصبيان لو ضرب الصبي ضربة فقال من ضربني فقيل ما ضربك أحد لم يصدق عقله أن الضربة حدثت من غير فاعل ولهذا لو جوز مجوز أن يحدث كتابة أو بناء أو غراسا ونحو ذلك من غير محدث لذلك لكان عند العقلاء إما مجنونا وإما مصفصطا فالمنكر للعلوم البديهية والمعارف الضرورية وكذلك معلوم أنه لم يحدث نفسه وإن كان معدوما قبل حدوثه لم يكن شيئا فيمتنع أن يحدث غيره فضلا عن أن يحدث نفسه فقولكم لم يكن حدوثها من ذواتها لما فيها من التضاد والتقلب تعليل باطل فإن علمنا بأن حدوثها لم يكن من ذواتها ليس لأجل ما فيها من التضاد والتقلب بل سواء كانت متماثلة أو مختلفة أو متضاد نحن نعلم بصريح العقل أن المحدث أن المحدث لا يحدث نفسه وهذا من أظهر المعارف وأبينها للعقل كما يعلم أن العدم لا يخلق موجودا وأن المحدث للحوادث الموجودة لا يكون معدوما الوجه الرابع أنكم ذكرتم حجة على أنها لم تحدث نفسها وهي حجة ضعيفة ولم تذكر حجة على أنها حدثت بلا محدث لا أنفسها ولا غيرها لا أنفسها ولا غيرها فإن كان امتناع كونها أحدثت نفسها محتاجا إلى دليل فكذلك امتناع حدوثها بلا محدث وإن كان معلوما ببديهة العقل وهو من العلوم الضرورية فكذلك الآخر فذكر الدليل على أحدهما دون الآخر خطأ لو كنتم ذكرتم دليلا صحيحا فكيف إذا كان الدليل باطلا ومن يكون مبلغهم من العلم بالأدلة العقلية ومن يكون مبلغهم من العلم بالأدلة العقلية التي يثبتون بها العلم بالصانع وصفاته هذا المبلغ ومن يكون مبلغهم من العلم بالأدلة العقلية التي يثبتون بها العلم بالصانع وصفاته هذا المبلغ ثم يريدون مع ذلك أن يثبتوا معاني عقلية ويزعمون أنها موافقة لفهمهم الباطل من الكتب الإلهية فهم ممن قله فيهم والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الضمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور الوجه الثاني عشر قولكم فقلنا إنه شيء لا كالأشياء المخلوقة إذ هو الخالق لكل شيء لمن في عنه العدم فيقال لهم لا ريب أن الله كما وصف نفسه بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقوله فاعبده واستبر لعبادته هل تعلم له سميا أي مثلا يستحق أن يسمى بأسمائه وقوله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقد دل على ذلك العقل فإن المثلين الذين يسد أحدهما مما تبدى الآخر يجب لأحدهما ما يجب للآخر ويمتنع عليه ما يمتنع عليه ويجوز عليه ما يجوز عليه فلو كان للخالق مثل فلو كان للخالق مثل للازم أن يشترك فيما يجب ويجوز ويمتنع والخالق يجب له الوجود والقدم ويمتنع عليه العدم فيلزم أن يكون المخلوق واجب الوجود قديما أزليا لم يعد قط فيلزم أن يكون المخلوق واجب الوجود قديما أزليا لم يعدم قط وكونه محدثا مخلوقا يستلزم أن يكون كان معدوما فيلزم أن يكون موجودا معدوما قديما محدثا وهو جمع بين النقيضين يمتنع في بداية العقول وأيضا فالمخلوق يمتنع عليه القدم ويجب له سابقة العدم فلو وجب للخالق القديم ما يجب له لوجب كون الواجب للقدم واجب واجب الحدوث بعد بعد العدم وهذا جمع بين النقيضين فالعقل الصريح يجزم بأن الله ليس كمثله شيء والكلام على هذا مبسوط في موضع آخر لكن أنتم لم تذكروا على ذلك حجة بل قلتم أنه شيء لا كالأشياء المخلوقة إذ هو الخالق لكل شيء فلم تذكروا حجة على أنه خالق كل شيء إذ كان عمدتكم على ما شهدتم حدوثه وليس ذلك كل شيء ولم تذكروا حجة مع كونه خالق كل شيء على أنه ليس كمثله شيء بل قلتم لأننا معشر النصارى لما رأينا حدوث الأشياء علمنا أن شيئا غيرها أحدثها لما فيها من التضاد والتقلب فقلنا إنه شيء لا كالأشياء المخلوقة إذ هو الخالق لكل شيء وذلك لننفي العدم عنه ودليلكم لو دل على العلم بالصانع لم يدل إلا على أنه خالق فكيف إذا لم يدل ولا ريب أن الخالق سبحانه يجب أن يكون موجوداً لا معدوماً وهذا معلوم بالضرورة لا يحتاج إلى دليل عند جمهور العقلاء والنظار وإن كان بعضهم أثبت وجوده بالدليل النظري لكن ليس في دليلكم ما يدل على أنه ليس كالأشياء المخلوقة وقولكم إذ هو الخالق لكل شيء يتضمن أنه خالق لكل ما سواه ليس فيه بيان نفي للمماثلة عنه ولكن بيانتم بهذا الكلام جهلكم بالدلائل العقلية كجهلكم بالكتب المنزلة وكذلك أخبر تعالى عن أهل النار بأنهم يقولون وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم عنوان الكتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلام أبي العباس بقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني المتوفى سنة 728 هجريا المجلد الثالث الشريط السابع والشريط السادس والعشرون الشريط السادس والعشرون فصل وأما قولكم ورأينا الأشياء المخلوقة تنقسم قسمين شيء حي وشيء غير حي فوصفناه بأجل للقسمين فقلنا إنه حي لننفي الموت عنه فيقال لا ريب أن الله حي كما نطقت بذلك كتبه المنزلة التي هي آياته القولية ودلت على ذلك آياته كمخلوقاته التي هي آياته الفعلية قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أي القرآن حق وقد تقدم ذكر القرآن في قوله قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد فالله تعالى يري عباده من آياته المشاهدة المعاينة الفعلية المشاهدة المعاينة الفعلية ما يبين صدق آياته المنزلة المسموعة القولية قال تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم وقال تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت والدلائل على حياته كثيرة منها أنه قد ثبت أنه عالم والعلم لا يقوم إلا بحي وثبت أنه قدار مختار يفعل بمشيئته والقادر المختار لا يكون إلا حيا ومنها أنه خالق الأحياء وغيرهم والخالق أكمل من المخلوق فكل كمال ثبت للمخلوق فهو من الخالق فامتنع أن يكون المخلوق أكمل من خالقه وكماله أكمل منه والمتفلسفة القائلون بالموجب بالذات يسلمون هذا بالموجب بالذات يسلمون هذا ويقولون كمال المعلول مستفاد من علته فإذا كان خالقا للأحياء كان حيا بطريق الأولى والأحرى ومنها أن الحي أكمل من غير الحي كما قال تعالى وما يستوي الأحياء ولا الأموات فلو كان الخالق غير حي لازم أن يكون الممكن المحدث المخلوق المحدث المخلوق أكمل من الواجب القديم الخالق فيكون أنقص الموجودين أكمل من أكملهما وهذا الوجه يتناول ما ذكروه من الدليل وإن كانوا لم يبنوه بيانا تاما لم يبينوه بيانا تاما لكن قولهم قلنا إنه حي لننفي الموت عنه كلام مستدرك فإن الله موصوف بصفات الكمال الثبوتية كالحياة والعلم والقدرة فيلزم من ثبوتها سلب صفات النقص وهو سبحانه لا يمدح بالصفات السلبية إلا لتضمنها المعاني الثبوتية فإن العدم المحد هو السلب الصرف لا مدح فيه ولا كمال إذ كان المعدوم يوصف بالعدم المحض والعدم نفي محض لا كمال فيه إنما الكمال في الوجود ولهذا جاء كتاب الله تعالى على هذا الوجه فيصف سبحانه نفسه بالصفات الثبوتية صفات الكمال وبصفات السلب المتضمنة للثبوت كقوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم فنفى أخذ السنة والنوم فنفي أخذ السنة والنوم يتضمن كمال حياته وقيوميته إذ النوم أخ الموت ولهذا كان أهل الجنة لا ينامون مع كمال الراحة كما لا يموتون والقيوم القائم المقيم لما سواه فلو جعلت له سنة أو نوم لما قصت حياته وقيوميته فلم يكن قائما ولا قيوما كما ضرب الله المثل لبني إسرائيل لما سألوا موسى هل ينام ربك فأرقه ثلاثا فأرقه ثلاثا ثم أعطاه قوارير فأخذه النوم فتكسرت بين بهذا المثل أن خالق العالم لو نام لنفد العالم ثم قال تعالى بيّن بهذا المثل أن خالق العالم لو نام لنفد العالم ثم قال تعالى له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه فإنكاره ونفيه أن يشفع أحد عنده إلا بإذنه يتضمن كمال ملكه لما في السماوات وما في الأرض وأنه ليس له شريك فإن من شفع عنده غيره بغير إذنه وقبل شفاعته كان مشاركا له إذ صارت شفاعته سببا لتحريك المشفوع إليه بخلاف من لا يشفع عنده أحد إلا بإذنه فإنه منفرد بالملك ليس له شريك بوجه من الوجوء ثم قال تعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء فنفى أن يعلم أحد شيئا من علمه إلا بما شئته ليس إلا أنه منفرد بالتعليم وهو العالم بالمعلومات ولا يعلم أحد شيئا إلا بتعليمه كما قالت الملائكة لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ثم قال تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما أي لا يكرثه ولا يثقل عليه فبين بذلك كمال قدرته وأنه لا يلحقه أدنى مشقة ولا أيسر كلفة من حفظ المخلوقات كما قال تعالى في الآية الأخرى ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب بين بذلك كمال قدرته وأنه لا يلحقه اللغوب في الأعمال العظيمة مثل خلقه السماوات والأرض كما يلحق المخلوق اللغوب إذا عمل عملا عظيما واللغوب الانقطاع والإعياء وهذا باب واسع مبسوط في موضع آخر والمقصود هنا أنه موصوف بصفات الكمال التي يستحقها بذاته ويمتنع اتصافه بنقائدها وإذا وصف بالسلوب فالمقصود هو إثبات الكمال وهؤلاء قالوا قد وصفناه بالحياة لننفي عنه الموت كما قالوا هو شيء لننفي العدم عنه والحياة صفة كمال يستحقها بذاته والموت مناقض لها فلم يوصف بالحياة لأجل نفي الموت بل وصفه بالحياة يستلزم نفي الموت فينفى عنه الموت لأنه حي لا يثبت له الحياة لنفي الموت وكذلك لتثبت له أنه شيء موجود وذلك يستلزم نفي العدم عنه لا أن إثبات وجوده لأجل نفي العدم بل نفي العدم عنه لأجل وجوده كما أن نفي الموت عنه لأجل حياته وكذلك قولهم قلنا إنه شيء لا كالأشياء المخلوقة وذلك لننفي العدم عنه لكن كان مرادهم والله أعلم وإن كانت عبارتهم قاصرة إثبات الوجود ونفي العدم وإثبات الحياة ونفي الموت اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم عنوان الكتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني المتوفى سنة 728 هجريا المجلد الثالث الشريط السفر السابع والعشرون فصل ثم قالوا ورأينا الحي ينقسم قسمين حيا ناطقا وحيا غير ناطق فوصفناه بأفضل الوصفين وقلنا إنه ناطق لننفي الجهل عنه فيقال لهم لا ريب أن الرب سبحانه موصوف بأنه حي عليم قدير متكلم مختار لكن قولهم نفسه وقلنا ناطقا لهم ليست من جنس العلوم ولا من جنس الإرادات وحينئذ فيقال لكم ليس في الأحياء إلا ما هو شاعر فكل حي فله شعور بحسبه وكلما قويت الحياة قوي شعورها وشعور الحيوان قد يعبر عنه بلفظ العلم كما يقول الناس علم الفهد والبازي والكلب ويقال كلب معلم وغير معلم وبازي معلم وقال تعالى وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فقتل فكل ولا ريب أن العلم صفة كمال فالعالم أكمل من الجاهل والدلائل الدال على علم الله كثيرة مثل أنه سبحانه خالق كل شيء بإرادته والإرادة تستلزم تصور المراد فلابد أن يعلم المخلوقات قبل فلابد أن يعلم المخلوقات قبل أن يخلقها وكلما وجد في الخارج فهو موجود وجودا معينا يمتاز به عن غيره فإذا خلقها كذلك فلابد أن يعلمها علما مفصلا يمتاز به كل معلوم عما سواه ولقد قدر أنه علمها على وجه كلي فقط لم يكن علم منها شيئا لأن الكلي إنما يكون كليا في الأذهان وأما ما هو موجود في الخارج فهو معين مختص بعينه ليس بكلي وكل واحد من الأفلاك معين فلو لم يعلم إلا الكليات لم يكن عالما بشيء من الموجودات وقد بسط في غير هذا الموضع تماما كلام على هذا وبين فساد شبه نفات ذلك بما ادعوه من لزوم التغيير أو التكثر وبين أنه لا يلزم من ثبوت علم الله بالأشياء كلها على وجه التفصيل محذور ينفيه دليل صحيح فإن التكثر فيما يقوم به من المعاني هو مدلول الأدلة العقلية والسمعية فإنه عالم قادر حي وليس العالم هو القدرة وليس العلم هو القدرة ولا القدرة هي الحياة ولا الصفة هي الموصوف ومن جعل كل صفة هي الأخرى وجعل الصفات هو الموصوف فهو قول في غاية السفسطة وأيضا فإنه خالق العالمين من الملائكة والجن والإنس وجعلهم علماء سيمتنع أن يجعل غيره عالما من ليس هو في نفسه بعالم فإن العلم صفة كمال ومن يعلم أكمل من من لا يعلم وكل كمال للمخلوق فهو من الخالق فيمتنع أن يكون المخلوق أكمل من الخالق وأيضا فإن في الممكنات المحدثة المخلوق ما هو عالم والواجب القديم الخالق أكمل من الممكن المحدث فيمتنع أن يتصف بالكمال الموجود الناقص الخفيس دون الموجود الكامل الشريف وهذا يتناول معنى حجتهم وأيضا فإنه حي والحياة مستلزمة لجنس العلم وإذا كانت حياته أكمل من كل حياة فعلمه أكمل من كل علم لكن يقال لكم كما أنه حي عالم فهو أيضا قادر فما ذكرتم بأن الموجودات أو الأحياء تنقسم إلى قادر وغير قادر فيجب أن يوصف بأجل القسمين وهو القدرة لا سيما ودلائل كونه قادرا أظهر من دلائل كونه عالما فإن نفس كونه خالقا فاعلا يستلزم كونه قادرا فإن الفعل بدون القدرة ممتنع حتى إذا قيل إن الجماد يفعل فإنما يفعل بقوة فيه كالقوة الطبيعية التي في الأجسام الطبيعية فيمتنع في خالق العالم العالم أن لا يكون له قوة ولا قدرة قال تعالى إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين وقال تعالى أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وفي صحيح البخاري حديث الاستخارة اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب وكثير من نظار المسلمين المصنفين في أصول الدين الذين يقيمون الدلائل على كونه قادرا قبل كونه عالما وحيا يقولون العلم بذلك أسبق في السلوك الاستبلالي النظري لذلالة الأحداث والفعل على قدرة المحدث الفاعل على قدرة المحدث الفاعل فيجب أن يثبت له صفة القدرة مع العلم وكذلك يقولون إن الحي لما كان ينقسم إلى سميع وغير سميع وبصير وغير بصير وصفناه بأشرف القسمين وهو السميع والبصير وكذلك في النطق إذا أريد به البيان والعبارة ولم يرد به مجرد العلم أو معنا من جنس العلم فإن الحيا ينقسم إلى متكلم ومبين معبر عما في نفسه وإلى ما ليس كذلك فيجب أن تصفوه بأشرف القسمين وهو الكلام المبين المعبر عما في النفس من المعاني ومما يستدل به على ثبوت جميع صفات الكمال أنه لو لم يوصف بكونه حيا عالما قادرا سميعا بصيرا متكلما لوصف بضد ذلك كالموت والجهل والعجز والصمم والبكن والخرص فمعلوم وجوب تقدسه عن هذه النقائص بل هذا معلوم بالضرورة العقلية فإنه أكمل الموجودات وأجلها وأعظمها ورب كل ما سواه وخالقه ومالكه وجاعل كل ما سواه حيا عالما قادرا سميعا بصيرا متكلما فيمتنع أن يكون هو شيئا عاجزا جاهلا أصم أبكا أخرص بل من المعلوم بضرورة العقل أن المتصف بهذه النقائص يمتنع أن يكون فاعلا فضلا عن أن يكون خالقا لكل شيء ولبعض الملاحدة من المتفلسفة ومن اتبعهم وهنا سؤال مشهور وهو أنه إنما يلزم إذا لم يتصف بصفات الكمال أن يوصف بأضبادها إذا كان قابلا لها فأما إذا لم يكن قابلا لها لم يلزم قالوا هذه الصفات متقابلة تقابل العدم والملكة وهو عدم الشيء عما من شأنه أن يكون قابلا له كعدم الحياة والسمع والبصر والكلام عن الحيوان الذي هو القابل له فإذا لم يكن قابلا له كالجماد فلا يسمى مع عدم الحياة والسمع والبصر والكلام ميتا ولا أصم ولا أعمى ولا أخرص وجواب ذلك من أوجه أحدها أنه إما أن يكون قابلا للاتصاف بصفات الكمال وإما أن لا يكون فإن لم يكن قابلا لازم أن يكون أنقص مما أنقص مما قبلها ولم يتصف بها فالجماد أنقص من الحيوان الذي لم يتصف بعد بصفات كماله وأن كان قابلا لها لازم إذا عدمها أن يتصف بأضدادها وهؤلاء قد يقولون في إثباتها تشبيه له بالحيوان فهو محذور فالمحذور في تشبيهه بالجماد أعظم وإن لم يكن مثل هذا التشبيه محذورا في ذلك فأن لا يكون محذورا في هذا بطريق الأولى الجواب الثاني أن نجعلهم سلب الموت والصمم والبكم عن الجماد لزعمهم أنه غير قابل لها اصطلاح محب فإنه موجود في كلام الله تسمية الجماد ميتا كما قال تعالى في الأصنام أموات غير أحياء الوجه الثالث أنه يكفي عدم هذه الصفات فإن مجرد عدم الحياة والعلم والقدرة صفة نقص سواء قدر الموصوف سواء قدر الموصوف قابلا لها أو غير قابل بل إذا قدر أنه غير قابل لها كان ذلك أبلغ في النقص أبلغ في النقص فعلم أن نفي هذه الصفات عنه ونفي قبولها يوجب أن يكون أنقص من الحيوان الأعمى الأصم الذي يقبلها وإن لم يتصف بها الوجه الرابع أن الكمال في الوجود والنقص في العدم فنفس ثبوت هذه الصفات كمال ونفس نفيها نقص وإن لم يتصف بها لازم نقصه وأن يكون المفعول أكمل من الفاعل وأن يكون المحدث الممكن المخلوق أكمل من القديم الأزلي الواجب الوجود الخالق وهذا ممتنع في وهذا ممتنع في بداية العقول وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع وهذا ممتنع في بداهة العقول وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع ولكن نبهنا عليها هنا لبيان بعض الطرق التي بها تعرف صفات الرب وبيان أن هؤلاء القوم من أجهل أهل الملل بالرب والطرق التي يعرف بها كماله فيها العقلية والسمعية وأن القوم عندهم من ألفاظ الأنبياء ما لم يفهموا كثيرا منه وما حرفوا كثيرا منه وعندهم من المعقول في ذلك ما يفضلهم اليهود فيه لكن اليهود وإن كانوا أعلم منهم فهم أعظم عنادا وكبرى وجحدا للحق والنصارى أجهل وأضل من اليهود لكنهم أعبدوا وأزهدوا وأحسنوا أخلاقا ولهذا كانوا أقرب مودة للذين آمنوا من اليهود والمشركين بسم الله الرحمن الرحيم عنوان الكتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني المتوفى سنة 728 هجريا المجلد الثالث الشريط الثامن والعشرون فصل قالوا والثلاثة أسماء فهي إله واحد ورب واحد وخالق واحد مسمى واحد لم يزل ولا يزال شيئا حيا ناطقا أي الذات والنطق والحياة فالذات عندنا الآب الذي هو ابتداء الاثنين والنطق الابن الذي هو مولود منه كولادة النطق من العقل والحياة هي الروح القدس والجواب عن هذا من وجوه الأول أن أسماء الله تبارك وتعالى متعددة كثيرة فإنه هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وقال تعالى ولله الأسماء الحسنى وذروا والذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وقال تعالى وقال تعالى وقال تعالى وقال تعالى وقال تعالى إن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة وهذا معناه في أشهر قولي العلماء وأصحهما أن من أسمائه تعالى تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة وإلا فأسمائه تبارك وتعالى أكثر من ذلك كما في الحديث الآخر الذي رواه أحمد في مسنده وأبو حاتم في صحيحه عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن وقال اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صبري ونور صبري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي إلا أذهب الله همه وغمه وأبدل مكانه فرحا قالوا يا رسول الله أفلا نتعلمهن قال بلى ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن وإذا كانت أسماء الله كثيرة كالعزيز والقدير وغيرها فالاقتصار على ثلاثة أسماء دون غيرها باطل وأي شيء زعم الزاعم في اختصاص هذه الأسماء به دون غيره فهو باطل كما قد بسط في موضع آخر الوجه الثاني قولهم الآب الذي هو ابتداء الاثنين والابن النطق الذي هو مولود منه كولادة النطق من العقل كلام باطل فإن صفات الكمال لازمة لذات الرب عز وجل أولا وآخرا ولم يزل ولا يزال حيا عالما قادرا لم يصر حيا بعد أن لم يكن حيا ولا عالما بعد أن لم يكن عالما فإذا قالوا إن الآب الذي هو الزات هو ابتداء الحياة والنطق اختضى ذلك أن يكون الآب قبل الحياة والنطق وأن يكون فاعلا للحياة والنطق فإنما كان ابتداء لغيره يكون متقدما عليه أو فاعلا له وهذا في حق الله باطل وكذلك قولهم إن النطق مولود عنه كولادة النطق من العقل فإن المولود من غير متولد منه فيحدث بعد أن لم يكن كما يحدث النطق شيئا فشيئا سواء أريد بالنطق العلم أو البيان فكلهما لم يكن لازما للنفس الناطقة بل حدث فيها واتصفت به بعد أن لم يكن وإن كانت قابلة له ناطقة بالقوة فإذا مثلوا تولد النطق من الرب كتولده عن العقل لازم أن يكون الرب كان ناطقا بالقوة ثم صار ناطقا بالفعل فيلزم أنه صار عالما بعد أن لم يكن عالما وهذا من أعظم الكفر وأشده استحالة فإنه لا شيء غيره يجعله متصفا من صفات الكمال بعد أن لم يكن متصفا بها إذ كل ما سواه فهو مخلوق له وكماله منه فيمتنع أن يكون هو جاعل الرب سبحانه وتعالى كاملا فيمتنع أن يكون هو جاعل الرب سبحانه وتعالى كاملا وهذا دور ممتنع في صريح العقل إذ كان الشيء لا يجعل غيره متصفا بصفات الكمال حتى يكون هو متصفا بها فإذا لم يتصف بها حتى جعله غيره متصفا بها لازم الدور الممتنع مثل كون كل من الشيئين فاعلا للآخر وعلة له أو لبعض صفاته المشروطة في الفعل فتبين بطلان كون نطقه متولدا منه فتولد النطق من العقل كما بطل أن يكون لصفاته اللازمة اللازمة له ما هو مبدأ لها متقدم عليها أو فاعل لها الوجه الثالث أن قولهم في الإبن أنه مولود من الله إن أرادوا به أنه صفة لازمة له فكذلك الحياة صفة لازمة لله فيكون روح القدس أيضا ابنا ثانيا وإن أرادوا به أنه حصل منه بعد أن لم يكن صار عالما بعد أن لم يكن عالما وهذا مع كونه باطلا وكفرا فيلزم مثله في الحياة وهو أنه صار حيا بعد أن لم يكن حيا الوجه الرابع أن تسمية حياة الله روح القدس أمر لم ينطق به شيء من كتب الله المنزلة فإطلاق روح القدس على حياة الله من تبديلهم وتحريفهم الوجه الخامس أنهم يدعون أن المتحد بالمسيح هو الكلمة الذي هو العلم وهذا إن أرادوا به النفس الذات العالمة الناطقة كان المسيح هو الآب وكان المسيح نفسه هو الآب وهو الإبن وهو روح القدس وهذا عندهم وعند جميع الناس باطل وكفر وإن قالوا المتحد به هو العلم فالعلم صفة لا تفارق العالم ولا تفارق الصفة الأخرى التي هي الحياة فيمتنع أن يتحد به العلم دون الذات ودون الحياة الوجه السابس أن العلم أيضا صفة والصفة لا تخلق ولا ترزق والمسيح نفسه ليس هو صفة قائمة بغيرها باتفاق العقلاء وأيضا فهو عندهم خالق السماوات والأرض فامتنع أن يكون المتحد به صفة أن يكون المتحد به صفة فإن الإله المعبود هو الإله الحي العالم القادر وليس هو نفس الحياة ولا نفس العلم والكلام فلو قال قائل يا حياة الله أو يا علم الله أو يا كلام الله اغفر لي وارحمني واهدني كان هذا باطلا في صريح العقل ولهذا لم يجوز لم يجوز أحد من أهل الملل أن يقال للتوراة أو الإنجيل وغير ذلك من كلام الله اغفر لي وارحمني وإنما يقال للإله المتكلم بهذا الكلام اغفر لي وارحمني والمسيح عليه السلام عندكم هو الإله الخالق الذي يقال له اغفر لنا وارحمنا فلو كان هو نفس علم هو نفس علم الله وكلامه لم يجوز أن يكون إلها معبودا فكيف إذا لم يكن هو نفس علم الله وكلامه بل هو مخلوق بكلامه حيث قال له كن فيكون فتبين من ذلك أن كلمات الله كثيرة لا نهاية لها وفي الكتب الإلهية كالتوراة أنه خلق الأشياء بكلامه وكان في أول التوراة أنه قال ليكن كذا ليكن كذا ومعلوم أن المسيح ليس هو كلمات كثيرة بل غايته أن يكون كلمة واحدة إذ هو مخلوق بكلمة من كلمات الله عز وجل الوجه السابع أن أمانتكم التي وضعها أكابركم بحضرة قسطنطين وهي عقيدة إيمانكم التي جعلتموها أصل دينكم تناقض ما تدعونه تناقض ما تدعونه من أن الإله واحد وتبين أنكم تقولون لمن يناظركم خلاف ما تعتقدونه وهذان أمران معروفان في دينكم تناقضكم وإظهاركم في المناظرة بخلاف ما تقولونه من أصل دينكم فإن الأمانة التي اتفق عليها جماهير النصارى يقولون فيها أؤمن بإله واحد آب ضابط الكل خالق السماوات والأرض كل ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق من جوهر أبيه مولود غير مخلوق مساو للآب في الجوهر الذي به كان كل شيء الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من روح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب وتألم وقبر وقام في اليوم الثالث على ما في الكتب المقدسة وصعد إلى السماء وجلس عن يمين أبيه وأيضا سيأتي بمجده بيدين الأحياء والأموات الذي لا فناء لملكه وبروح القدس الرب المحي المنبثق من الأب الذي هو مع الآب والابن المسجود له وممجد ناطق في الأنبياء كنيسة واحدة جامعة رسولية واعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا وابن جاء لقيامة الموتى وحياة الدهر العتيد كونه آمين ففي هذه الأمانة التي جعلتموها أصل دينكم ذكر الإيمان بثلاثة أشياء بإله واحد خالق السماوات والأرض خالق ما يرى وما لا يرى فهذا هو رب العالمين الذي لا إله غيره ولا رب سواه وهو إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب وسائر الأنبياء والمرسلين وهو الذي دعت جميع الرسل إلى عبادته وحده لا شريك له ونهو أن يعبد غيره كما قال الله تعالى وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ وقال تعالى وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُولِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ ثم قلتم وبرب واحد ياسوع المسيح بن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق من جوهر أبيه مولود غير مخلوق مساوي الأب في الجوهر تصرحتم بالإيمان مع خالق السماوات والأرض برب واحد مخلوق مساوي للآب ابن الله الوحيد وقلتم هو إله حق من إله حق من جوهر أبيه وهذا تصريح بالإيمان بإلهين أحدهما من الآخر وعلم الله القائم به أو كلامه أو حكمته القائم به الذي سميتموه ابنا ولم يسمي أحد من الرسل صفة الله ابنا ليس هو إله حق من إله حق بل إله واحد وهذا صفة الإله وصفة الإله ليست بإله كما أن قدرته وسمعه وبصره وسائر صفاته ليس بالإله ليس بآلهة ولأن الإله واحد وصفاته متعددة والإله ذات متصفة بالصفات متصفة بالصفات قائمة بنفسها والصفة قائمة بالموصوف ولأنكم سميتم الإله جوهرا وقلتم هو القائم بنفسه الصفة ليست جوهرا قائما بنفسه وهم في هذه الأمامة قد جعلوا الله والدا وهو الآب ومولودا وهو الإبن وجعلوه مساويا له في الجوهر وقد نزه الله نفسه عن الأنواع الثلاثة فقالوا مولود غير مخلوق مساوي الآب في الجوهر تصرحوا بأنه مساوي له في الجوهر والمساوي ليس هو المساوى ولا يساوي الآب في الجوهر إلا جوهر فوجب أن يكون الإبن جوهرا ثانيا وروح القدس جوهرا ثالثا كما سيأتي وهذا تصريح بإثبات ثلاثة جواهر وثلاثة آلهة ويقولون مع ذلك إنما نثبت جوهرا واحدا وإلها واحدا وهذا جمع بين النقضين فهو حقيقة قولهم يجمعون بين جعل الآلهة واحدا وإثبات ثلاثة آلهة وبين إثبات جوهر واحد وبين إثباته ثلاثة جواهر وقد نزه الله نفسه عن ذلك بقوله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فنزه نفسه أن يلد كما يقولون هو الآب وأن يولد كما يقولون هو الإبن وأن يكون له كفوا أحد كما يقولون إن له من يساويه في الجوهر وإذا قلتم نحن نقول إحدى الذات نحن نقول أحادي الذات ثلاثي الصفات قيل لكم قد صرحتم بإثبات إله حق من إله حق وبأنه مساوي للأب في الجوهر وهذا تصريح بإثبات جوهر ثان لا بصفة فجمعتم بين القولين بين إثبات ثلاثة جواهر وبين دعوى إثبات جوهر واحد ولا ينجيكم من هذا اعتذار من اعتذر منكم كيحيى بن عدي ونحوه حيث قالوا هذا بمنزلة قولك زيد الطبيب الحاسب الكاتب ثم تقول زيد الطبيب وزيد الحاسب وزيد الكاتب فهو مع كل صفة له فهو مع كل صفة له حكم خلاف حكمه مع الصفة الأخرى وقد يفسرون الأقنوم بهذا فيقولون الأقنوم هو الذات مع الصفة فالذات مع كل صفة الأقنوم صارت الأقنوم ثلاثة لأن هذا المثال لا يطابق قولكم فإن زيدا هنا هو جوهر واحد له ثلاث صفات الطبيب والحساب والكتابة الطب والحساب والكتابة وليس هنا ثلاثة جواهر ولكن لكل صفة حكم ليس للأخرى ولا يقول عاقل إن الصفة مساوية للمنصوف في الجوهر ولا أن الذات مع هذه الصفة تساوي الذات مع الصفة الأخرى في الجوهر لأن الذات واحدة والمساوي ليس هو المساوى ولأن الذات مع الصفة هي الآب فإن كان هذا هو الذي اتحد بالمسيح فالمتحد به هو الآب ولأنكم قلتم عن هذا الذي قلتم إنه إله حق من إله حق من جوهر أبيه الذي هو مساوي الآب في الجوهر وأنه نزل وتجسد من روح القدس ومن مريم العذراء وتأنس وصلب وتألم فاقتضى ذلك أن يكون الإله الحق المساوي للآب في الجوهر صلب وتألم فيكون اللاهوت مصلوبا متألما وهذا تقر به طوائف منكم وطوائف تنكره لكن مقتضى أمانتكم هو الأول وأيضا فإذا كان تجسد من روح القدس ومن مريم فإن كان روح القدس هو حياة الله كما زعمتم فيكون المسيح كلمة الله وحياته فيكون لاهوته أقنومين من الأقانيم الثلاثة وعندهم إنما هو أقنوم الكلمة فقط وإن كان روح القدس ليس هو حياة الله بطل تفسيركم في روح القدس بأنه حياة الله وقيل لكم لا يجب أن يكون روح القدس صفة لله ولا أقنوما ثم ذكرتم في عقيدة أمانتكم أنكم تؤمنون بروح القدس الرب المحي فأثبتتم ربا ثالثا قلتم المنبثق من الآب والانبثاق الانفجار كالاندفاق والانصباب ونحو ذلك يقال بثق السيل موضع كذا يبثقه بثقا أي خرقه وشقه فانبثق أي انفجر فاقتضى ذلك أن يكون هذا الرب المحي انفجر من الآب واندفق منه ثم قلتم هو مع الآب مسجود له وممجد ماطق في الأنبياء فجعلتموه مع الآب مسجودا له فأثبتتم إلها ثالثا يسجد له ومعلوم أن حياة الله التي هي صفته ليست منبثقة منه بل هي قائمة به لا تخرج عنه البتة وهي صفة لازمة له لا تتعلق بغيره فإن العلم يتعلق بالمعلومات والقدرة بالمقدورات والتكليم بالمخاطبين بخلاف التكلم فأنه صفة لازمة يقال علم الله كذا وقدر الله على كل شيء وكلم الله موسى وأما الحياة فاللفظ الدال عليها لازم لا يتعلق بغير الحي يقال حيا يحيا حياة ولا يقال حيا كذا ولا بكذا حيا كذا ولا بكذا وإنما يقال أحيا كذا والإحياء فعل غير كونه حيا كما أن التعليم غير العلم والأقدار غير القدرة والتكليم غير المتكلم ثم جعلتم روح القدس هذا ناطقا في الأنبياء عليه السلام وحياة الله صفة قائمة به لا تحل في غيره وروح القدس الذي تكون في الأنبياء والصالحين ليس هو حياة الله القائمة به ولو كان روح القدس الذي في الأنبياء هو أحد الأقانين الثلاثة لكان كل من الأنبياء إلها معبودا قد اتحد ناسوته باللهوت كالمسيح عندكم فإن المسيح لما اتحد به أحد الأقانين صار ناسوتا ولهوتا فإذا كان روح القدس الذي هو أحد الأقانين الثلاثة ناطقا في الأنبياء كان كل منهم فيه لهوت وناسوت كالمسيح وأنتم لا تقرون بالحلول والاتحاد إلا للمسيح وحده مع إثباتكم لغيره ما ثبت له وهم تارة يشبهون الأقنومين العلم والحياة التي يسمونها الكلمة وروح القدس بالضياء والحرارة التي للشمس مع الشمس ويشبهون ذلك بالحياة والمطق الذي للنفس مع النفس وهذا تشبيه فاسد فإنهم إن أرادوا بالضياء والحرارة ما يقوم بذات الشمس فذلك صفة للشمس قائمة بها لم تحل بغيرها ولم تتحد بغيرها كما أن صفة النفس كذلك هذا إن قيل إن الشمس تقوم بها حرارة وإلا فهذا ممنوع والمقصود هنا بيان فساد كلامهم وقياسهم وإن أرادوا ما هو بائن عن الشمس قائم بغيرها كالشعاع القائم بالهواء والأرض والحرارة القائمة بذلك كان هذا ذليلا على فساد قولهم من وجوه منها أن هذه أعراض منفصلة بائنة عن الشمس قائمة بغيرها لا بها ونظير هذا ما يقوم بقلوب الأنبياء من العلم والحكمة والوحي الذي أنذروا به وعلى هذا التقدير فليس في الناسوت شيئا من اللهوت وإنما فيه آثار حكمته وقدرته ومنها أن الحرارة والضوء القائم بالهواء والجدران أعراض قائمة بغير الشمس والكلمة وروح القدس عندهم هما جوهران ومنها أن هذا ليس هو الشمس ولا صفة من صفات الشمس وإنما هو أثر حاصل في غير الشمس بسبب الشمس ومثل هذا لا ينكر قيامه بالأنبياء والصالحين ولكن ليس للمسيح عليه السلام بذلك اختصاص فما حل بالمسيح حل بغيره من المرسلين وما لم يحل بغيره لم يحل به فالاختصاص له بأمر يجب أن يكون إلها دون غيره من الرسل ولا هنا اتحاد بين اللهوت والناسوت كما لم تتحد الشمس ولا صفاتها القائمة بها بالهواء والأرض التي حصل بها الشعاع والحرارة ترجمة نانسي قنقر 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 بسم الله الرحمن الرحيم عنوان الكتاب الجواب الصحيح لمن بد بلدين المصيح لشيخ الإسلامي أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني المتوفى سنة 728 هجريا المجلد الثالث الشريط التاسع والعشرون فصل قالوا وهذه الأسماء لم نسمه نحن معشر النصارى بها من ذات أنفسنا بل الله سمى لاهوته بها وذلك أنه قال على لسان موسى النبي في التوراة مخاطبا بني إسرائيل قائلا أليس هذا الآب الذي صنعك وبراك واقتناك وعلى لسانه أيضا قائلا وكان روح الله ترق على الماء وقوله على لسان داود النبي روحك القدس لا تنزع مني وأيضا على لسانه بكلمة الله تشددت السماوات والأرض وبروح فاه جميع قواتهم وبروح فاه جميع قواتهن وقوله على لسان أشعية ييبس القتاد ويجف العشب وكلمة الله باقية إلى الأبد وعلى لسان أيوب الصديق روح الله خلقني وهو يعلمني وقال السيد المسيح في الإنجيل المقدس للتلاميذ الأطهار اذهبوا إلى جميع العالم وعمدوهم باسم الآب والإبن وروح الخدس إله واحد وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به وقد قال في هذا الكتاب ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين وقال أيضا يا عيسى بن مريا مذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيتك بروح الخدس وقال أيضا وكلم الله موسى تكليما وقال في سورة التحريم وماريا مبنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين وسائر المسلمين يقولون إن الكتاب كلام الله ولا يكون كلام إلا لحي ناطق وهذه صفات جوهرية تجري مجرى الأسماء وكل صفة منها غير الأسماء وأخرى والإله واحد لا يتبعض ولا يتجزأ والجواب من وجوه أحدهما أن تقول إن كلام الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لا يكون إلا حقا وصدقا ولا يكون فيه شيء يعلم بطلانه بصريح العقل وإن كان فيه ما يعجز العقل عن معرفته بدون إخبار الأنبياء ولا يكون كلام النبي الذي يخبر به مناقضا لكلامه في موضع آخر ولا لكلام سائر الأنبياء بل كل ما أخبرت به الأنبياء فهو حق وصدق يصدق بعضه بعضا وقد أوجب الله علينا أن نؤمن بكل ما أخبروا به وحكم بكفر من آمن ببعض ذلك وكفر ببعضه فما علم بصريح العقل لا يناقض ما علم بالنقل الصحيح عن الأنبياء وما علم بالنقل الصحيح عن بعضهم لا يناقض ما علم بالنقل الصحيح عن غيره ولكن قد يختلف بعض الشرع والمناهج في الأمر والنهي فأما ما يخبرون به عن الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وغير ذلك فلا يجوز أن يناقض بعضه بعضا وإذا كان كذلك فما ينقلونه عن الأنبياء إنما تتم الحجة به إذا علم إسناده ومتنه فيعلم أنه منقول عنهم نقلا صحيحا ونعلم أن ترجمته أن ترجمته من العبرية إلى اللسان الآخر كالرومية والعربية والسريانية والسريانية ترجمة صحيحة ويعلم بعد ذلك أنهم أرادوا به ذلك المعنى وليس مع النصارى حجة عن الأنبياء تثبت فيها هذه المقدمات الثلاث ونحن في هذا المقام يكفينا المنع والمطالب لهم لتصحيح هذه المقدمات لتصحيح هذه المقدمات فإنهم ادعوا أن التثليث أخذوه عن الأنبياء فنحن مطالبهم لتصحيح هذه المقدمات والجواب الثاني أن نبين تفسير ما ذكروه من الكلمات أما قوله على لسان موسى عليه السلام مخاطبا بني إسرائيل قائلا أليس الآب الذي صنعك وبراك واقتناك فهذا فيه أنه سماه أبا لغير المسيح عليه السلام وهذا نظير قوله لإسرائيل أنت ابني بكري وداود ابني وحبيبي وقول المسيح أبي وأبيكم وهم يسلمون أن المراد بهذا في حق غير المسيح بمعنى الرب لا معنى التولد الذي يخصون به المسيح الثالث أن هذا حجة عليهم فإذا كان في الكتب المتقدمة تسميته أبا لغير المسيح وليس المراد بذلك إلا معنى الرب علم أن هذا اللفظ في لغة الكتب يراد به الرب فيجب حمله في حق المسيح على هذا المعنى لأن الأصل عدم الاشتراك في الكلام الرابع أن استعماله في المعنى الذي خص به المسيح إنما يثبت إذا علم أنه إنما يثبت إذا علم أنه أريد المعنى الذي ادعوه في المسيح فلو أثبت ذلك المعنى بمجرد فلو أثبت ذلك المعنى بمجرد إطلاق لفظ الأب لازم الدور فإنه لا يعلم أنه أريد به ذلك المعنى من حيث يثبت أنه كان يراد به في حق الله هذا المعنى ولا يثبت ذلك حتى يعلم أنه أريد به ذلك المعنى في حق المسيح فإذا توقف فالعلم بكل منهما على الآخر لم يعلم واحد منهما فتبين أنه لا علم عندهم بأنه أريد في حق المسيح برفض الآب ما خصوه به في محل النزاع الوجه الخامس أنه لا يوجد في كتب الأنبياء وكلامهم إطلاق اسم الآب والمراد به أب اللهوت ولا إطلاق اسم الابن والمراد به شيء من اللهوت لا كلمته ولا حياته بل لا يوجد لفظ الابن إلا والمراد به المخلوق فلا يكون لفظ الابن إلا لابن المخلوق وحينئذ فيلزم من ذلك أن يكون مسمى الابن في حق المسيح هو الناسوت وهذا يبطل قولهم إن الابن وروح القدس إنهما صفتان لله وأن المسيح اسم للهوت والناسوت فتبين أن نصوص كتب الأنبياء تبطل مذهب النصارى وتناقض أمانتهم فهم بين أمرين بين الإيمان بكلام الأنبياء وبطلان دينهم وبين تصحيح دينهم وتكذيب الأنبياء وهذا هو المطلوب بسم الله الرحمن الرحيم عنوان الكتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلامي أبي العباسي تقييد دين أحمد بن عبد الحليم ابن تامي الحراني المتوفى سنة 728 هجريا المجلد الثالث الشريط الثلاثون فصل قالوا وعلى لسانه أيضا قائلا وكان روح الله ترف على الماء فيقال هذا في السفر الأول السفر الخليقة في أوله لما ذكر أنه في البدء خلق السماوات والأرض وأنه كانت الأرض مغمورة بالماء وكانت روح الله ترف على الماء أخبر أنه كان الماء فوق التراب والهواء والهواء فوق الماء وروح الله هي الريح التي كانت فوق الماء هذا تفسير جميع الأمم من المسلمين واليهود وعقلاء المصارى ولفظ الكلمة بالعبرية روح ضمن الرأي وتشديد الواو هي الروح والريح تسمى روحا وجمعها أرواح ولم يرد بذلك أن حياة الله كانت ترف على الماء فإن هذا لا يقوله عاقل فإن حياة الله صفة قائمة به لا تفارقه ولا تقوم بغيره فينتنع أن تقوم بماء أو غيره فضلا عن أن ترف على الماء والذي يرف على الماء جسم قائم بنفسه وهذا إخبار عن الريح التي كانت تتحرك فوق الماء ومثل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الريح فإنها من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب فلا تسبوها ولكن تعوذوا بالله من شرها وصلوا الله خيرها وقوله إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن ترجمة نانسي قنقر بسم الله الرحمن الرحيم عنوان الكتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلام عبد العباسي تقييد دين أحمد بن عبد الحليم بن تيميع الحرامي المتوفى سنة 728 هجريا المجلد الثالث الشريط الحادي والثلاثون فصل قالوا وقوله على لسان داود النبي صلى الله عليه وسلم روحك القدس لا تنزع مني فيقال هذا دليل على أن روح القدس كانت في داود فعلم بذلك أن روح القدس التي كانت في المسيح من هذا الجنس فعلم بذلك أن روح القدس لا تختص بالمسيح وهم يسلمون ذلك فإن ما في الكتب التي بأيديهم في غير موضع أن روح القدس حلت في غير المسيح في داود وفي الحواريين وفي غيرهم وحينئذ فإن كان روح القدس هو حياة الله ومن حلت فيه يكون لاهوتا لازم أن يكون إلها ولازم أن يكون كل هؤلاء فيهم لاهوت وناسوت كالمسيح وهذا خلاف إجماع المسلمين والنصارى واليهود ويلزم من ذلك أيضا أن يكون المسيح فيه لاهوتان الكلمة وروح القدس فيكون المسيح مع الناسوت أقنومين أقنوم الكلمة وأقنوم روح القدس وأيضا فإن هذه ليست صفة لله قائمة به فإن صفة الله القائمة به القائمة به بل وصفة كل منصوف لا تفارقه ولا تقوم بغيره وليس في هذا أن الله اسمه روح القدس ولا أن حياته اسمها روح القدس ولا أن روح القدس الذي تجسد المسيح منه ومن مريم هو حياة الله سبحانه وتعالى وأنتم قلتم إنا معاشر النصارى لم نسمه بهذه الأسماء من ذات أنفسنا ولكن الله سمى لهوته بها وليس فيما ذكرتموه عن الأنبياء أن الله سمى نفسه ولا شيئا من صفاته بروح القدس ولا سمى نفسه ولا شيئا من صفاته ابنا فبطل تسميتكم لصفته التي هي الحياة بروح القدس ولصفته التي هي العلم بالإذن وأيضا فأنتم تزعمون أن المسيح مختص بالكلمة والروح فإذا كانت روح القدس في داود عليه السلام والحواريين وغيرهم بطل ما خصصتم به المسيح وقد علم بالاتفاق أن داود عبد لله عز وجل وإن كانت روح القدس فيه وكذلك المسيح عبد لله وإن كانت روح القدس فيه فما ذكرتموه عن الأنبياء حجة عليكم لأهل الإسلام لا حجة لكم فما ذكرتموه عن الأنبياء حجة عليكم لأهل الإسلام لا حجة لكم شكرا اشتركوا في القناة الشريط الثاني والثلاثون فصل قالوا وايضا على لسان داود النبي عليه السلام بكلمة الله تشددت السماوات والأرض وبروح فاه جميع قواتهن فيقال اما قوله بكلمة الله تشددت السماوات والأرض فهو ايضا حجة عليكم لوجوه احدها ان الله خلق الاشياء بكلمته التي هي يكن كما قال في التوراة ليكن كذا ليكن كذا ليكن كذا وكذلك في الزبور لانه قال فكانوا وهو امر فخلقوا وهو امر فخلقوا فجعل كونهم عن قوله ومثل قوله في الزبور الكل بحكمة صمعتوا وفي القرآن انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون وليس المسيحه هذه الكلمات والثاني الثاني ان كلمة الله اسم جيمس فان كلمات الله لا نهاية لها قال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا والتوراة تدل على تعدد الكلمات واذا كان كذلك فالمسيح ليس هو مجموع الكلمات بل خلق بكلمة منها الثالث ان المسيح عندكم هو الخالق وانتم مع قولكم انه الابن والكلمة تقولون انه الاله الخالق وتقولون انه اله حق من اله حق وتقولون اله واحد فتجمعون بين النقضين واذا كان هو الخالق فهو الذي يشدد السماوات والارض ولا يقال به تشدد السماوات والارض وانما يقال به فيما كان صفة للموصوف فيقال خلق الله الاشياء بكون وخلق الاشياء بقدرته وقوله بكلمته تشدد السماوات والارض يقتضي ان الكلمة صفة فعل بها لانها هي الخالقة والمسيح لكم هو الخالق ليس هو صفة خلق والرابع ان كلمة الله يراد بها جنس كلماته كما يقال كما قال تعالى وَجَعَلَ وَجَعَلَ كَلِمَةَ وَبِرَوْمَةَ وَبِرُوْحِ لَمْ تَنْفَعْكُمْ لَمْ تَنْفَعْكُمْ ما يوافق ما يوافق ما في القرآن ان روح القدس ليس المراد بها حياة الله ولو قدر ان هذا اللفظ استعمل في هذا وهذا لم يتعين ان المسيح اراد بقوله روح القدس حياة الله فكيف اذا لم بيستعمل في كلام الانبياء صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين في حياة الله قط اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم عنوان الكتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشاف الإسلامي أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني المتوفى سنة 728 هجريا المجلد الثالث الشريط الثالث والثالث فصل قالوا وقوله على لسان أيوب الصديق روح الله خلقني وهو يعلمني فيقال هذا لا حجة فيه لأنكم ادعيتم أن الأنبياء سمت حياة الله روح القدس وهذا لم يقل روح القدس بل قال روح الله وروح الله يراد بها الملك الذي هو روحا اصطفاه الله فأحبها كما قال في القرآن فأرسلنا فأرسلنا أرسلها بشرا سويا وتبين أنه رسوله فعلم أن المراد بالروح ملك هو روح اصطفاها فأضافها إليه كما يضاف إليه الأعيان التي خصها بخصائص يحبها كقوله ناقة الله وسقياها وقوله وطهر بيتي للطائفين والقائلين والركع السجود وقوله عين يشرب بها عباد الله والمضاف إلى الله إن كان صفة لم تقم بمخلوق كالعلم والقدرة والكلام والحياة كان صفة له وإن كان عيلا قائمة بنفسها أو صفة لغيره كالبيت والناقة والعبد والروح كان مخلوقا مملوكا مضافا إلى خالقه ومالكه ولكن الإضافة تقتضي اختصاص المضاف بصفات تميز بها عن غيره حتى استحق الإضافة كما اختصت الكعبة والناقة والعباد الصالحون بأن يقال فيهم بيت الله وناقة الله وعباد الله كذلك اختصت الروح المستفاة بأن يقال لها روح الله بخلاف الأرواح الخبيثة كأرواح الشياطين والكفار فإنها مخلوقة لله ولا تضاف إليه إضافة الأرواح المقدسة كما لا تضاف إليه الجمادات كما تضاف الكعبة ولا نوق الناس كما تضاف ناقة صالح التي كانت آية من آياته كما قال تعالى هذه ناقة الله لكم آية وإذا كان كذلك فهذا اللفظ إن كان ثابتا عن النبي وترجم ترجمة صحيحة فقد يكون معناه أن الملك صورني في بطن أمي وهو يعلمني فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مر بالنطفة ثمتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكا فصورها وخلق سمعها وبصرها وجلدها ولحمها وعظمها ثم قال يا ربي أذكر أو أنثى فيقضي ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يقول يا ربي أجله فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يقول يا ربي رزقه فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزاد على أمر ولا ينقص هواه مسلم من حديث حزيفة ابن أسيد الغفاري وقد يقال من هذا قوله في الزبور في مزمور الخليقة ترسل روحك فيخلقون وفي المزمور أيضا هو قال فكانوا وأمر فخلقوا فقد يضاف الخلق إلى الملك ومن هذا الباب قوله تعالى أن أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله فأخبره أنه يخلق من الطين كهيئة الطير طيرا بإذن الله وكذلك الملك يخلق المطفة في الرحم بإذن الله ولا يجوز أن يرد به أن حياة الله خلقتني وتعلمني فإن الصفة لا تخلق ولا تعلم إنما يخلق ويعلم الرب الموصوف الذي خلق الإنسان من علق الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ولكن هو سبحانه يخلق بواسطة الملائكة فإن الملائكة رسول الله في الخلق فجاز أن يضاف الفعل إلى الوسائق تارة وإلى الرب أخرى وهذا موجود في الكتب الإلهية بغير موضع كما في القرآن الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها وفي موضع آخر حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون وفي موضع ثالث قل يتوفاكم ملك الموت الذي يوكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون والجميع حق فإذا وجد لفظ له معنى في كلام بعض الأنبياء ولم يوجد له معنى يخالف ذلك من كلامهم كان حمله على ذلك المعنى أولى من حمله على معنى يخالف كلامهم وليوجد في كلامهم أن حياة الله تسمى روحا ولا أن صفات الله تخلق المخلوقات شكرا 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 بسم الله الرحمن الرحيم عنوان الكتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشايف الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني المجلد الثالث الشريط الرابع والثلاثون فصل قالوا على لساني قالوا وقوله على لساني أشعي النبي ييبس القتاد ييبس القتاد ويجف العشب وكلمته باقية إلى الأبد فيقال إما أن يريد بكلمة الله علمه أو كلمة معينة أو تكون كلمة الله اسم جنس وعلى التقديرات الثلاثة لا حجة لكم في ذلك فإنه إن كان كلمة الله اسم جنس لكل ما تكلم الله به كما قال وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله ولهذا جمعها في قوله تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا وفي قوله قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا فالمراد بذلك أن ما قاله الله فهو حق ثابت لا يبطل كما قال تعالى وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا يعني بتمامها النفاذ ما وعدهم به من النصر على فرعون وإهلاكه وإخراجهم إلى الشام وقال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا ومنه قوله واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته وقوله سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلك قال الله من قبل ومن هذا الباب قول المسيح السماء والأرض يزولان وكلامي لا يزول فإن أراد علم الله فعلم الله باق سواء أراد به علمه القائم بذاته أو معلومه الذي أخبر ببقائه فلا حجة لكم فيه وكذلك إن أراد كلمة معينة فإن المسيح عندكم ليس كلمة معينة من كلامه بل هو عندكم هو الكلمة وهو الله الخالق وليس في هذا اللفظ ما يدل على أنه أراد بالكلمة المسيح والمسيح عندكم أزلي أبدي لا يوصف بالبقاء دون القدم ولو قدر أنه أراد بالكلمة المسيح فنحن لا ننكر أنه يسمى بالكلمة لأنه قال له كن فكان كما سيأتي بيان ذلك ويريد بذلك إما بقاؤه إلى أن ينزل إلى الأرض وإما أن يريد بقاء ذكره والسماء عليه ولسان صدق له إلى آخر الزمان ومما يوضح هذا وأنه ليس المراد به ما يدعونه أنه قال وكلمة الله باقية إلى الأبد فوصفها بالبقاء دون القدم وعندهم أن الكلمة المولودة من الأب قديمة أزلية لم تزل ولا تزال ومثل هذا لا يحتاج أن يوصف بالدوام والبقاء بخلاف ما وعد به من النعيم والرحمة والثواب فإنه يوصف بالبقاء والثواب كما في القرآن أكلها دائم وقوله إن هذا لرزقنا ما له من نفاد وفي الزبور يعترف للرب فإنه صالح وإنه إلى الأبد رحمته بسم الله الرحمن الرحيم عنوان الكتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيميع الحراني المتوفى سنة 728 هجريا المجلد الثالث الشريط الخامس والثلاثون فصل قالوا وقال السيد المسيح في الإنجيل المقدس لتلاميذه الأطهار اذهبوا إلى جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن وروح القدس الإله الواحد وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيكم به فيقال لهم هذا عمدتكم على ما تدعونه من الأقانيم الثلاثة وليس فيه شيء يدل على ذلك لا نصا ولا ظاهرا فإن لفظ الإبن لم يستعمل قط في الكتب الإلهية في معنى صفة من صفات الله ولم يسمي أحد من الأنبياء علم الله ابنه ولم يسمي أحد من الأنبياء علم الله ابنه ولا سموا كلامه ابنه ولكن عندكم أنهم سموا عبده أو عباده ابنه أو بنيه وإذا كان كذلك فدعواكم أن المسيح أراد بالعلم ابن الله وكلامه دعوى في غاية الكذب على المسيح وهو حمل للفظه على ما لم يستعمله هو ولا غيره فيه لا حقيقة ولا مجازا فأي كذب وتحريف لكلام الأنبياء أعظم من ذلك ولو كان لفظ الابن يستعمل في صفة الله لسميت حياته ابنا وقدراته ابنا فتخصيص العلم بلفظ الابن دون الحياة خطأ ثاني لو كان لفظ الابن يستعمل في صفة الله فكيف إذا لم يكن كذلك وكذلك روح القدس لم يستعملوها في حياة الله ولا أرادوا بهذا اللفظ حياة الله التي هي صفته وإنما أرادوا بذلك ما ينزله على الصديقين والأنبياء ويؤيدهم به كما في قول داود روحك القدس لا تنزع مني وعندهم أن روح القدس حلت في الحواريين وقد قدمنا أن روح القدس يراد به الملك ويراد به ما يجعله في القلوب من الهدى والقوة ومنه قوله في بعض النبوات وفي تلك الأيام أسكب من روحي على كل قديس وفي زبور داود روحك الصالح يهديني في أرض مستقيمة يوضح هذا أنهم قالوا في أمانتهم الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من روح القدس ومن مريم العضراء وذكروا أن ذلك في الكتب المقدسة والذي في الكتب المقدسة لا يكون إلا حقا ولا ريب أن فيها مثل ما في القرآن وفي القرآن أن الله أرسل روحه إلى مريم فنفخ فيها فحملت بالمسيح عليه السلام قال تعالى فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هي ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا إلى آخر القصة وقال تعالى والتي أحصنت فرجها فنفقنا فيها من روحنا وجعلناها وبنها آية للعالمين وقال تعالى ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفقنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين وهذا الروح هو الرسول كما قال قل إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا ونفق فيها من هذا الروح فكان المسيح مخلوقا من هذا الروح ومن أمه مريم كما قالوا في الأمانة أنه تجسد من مريم أنه تجسد من مريم ومن روح القدس لكن اعتقدوا أن روح القدس التي خلق المسيح منها ومن مريم هي حياة الله وهذا ليس في الكتب ما يدل عليه بل الكتب كلها صريحة في نقيد هذا وهو أيضا مناقض لقولهم إن المتحد بالمسيح هو أقنوم الكلمة وهو العلم فإن كان قد تجسد من مريم هو أقنوم الكلمة لم يكن متجسدا من روح القدس وإن كان من روح القدس لم يكن من الكلمة وإن كان منهما جميعا كان المسيح أقنومين أقنوم الكلمة وأقنوم الروح والنصارة بفرقهم الثلاثة كلهم يقولون إنما المتحد به أقنوم الكلمة لا أقنوم الحياة فتبين تناقضهم في أمانتهم وتبين خطأهم فيما فسروا به كلام الأنبياء وتبين أن ما ثبت عن الأنبياء فهو حق موافق لما أخبر به محمد خاتم الأنبياء لا يناقض شيئا من كلام الأنبياء كما أنه لا يناقض شيئا من كلامهم صريح المعقول وتبين أنهم حملوا كلام الأنبياء في لفظ الابن وروح القدس وغيره على ما لم يوجد استعمال هذا اللفظ فيه وتركوا حمله على المعنى الموجود في كلامهم وهذا من أبلغ ما يكون من تحريف كلامهم عن مواضعه وتبديل معاني كلام الله فكيف يجوز أن يحمل لفظ روح القدس على معمن لم يستعمله فيه الأنبياء ولا أرادوه به ويترك حمله على المعنى المعروف الذي يستعملونه فيه دائما وهل هذا إلا من فعل من يحرف كلام الأنبياء ويفتري الكذب عليهم بل ظاهر هذا الكلام أن يعمدوهم باسم الآب الذي يريدون به في لغتهم الرب والابن الذي يريدون به في لغتهم المربى وهو هنا المسيح وروح القدس وهو روح القدس الذي أيد الله به المسيح من الملك والوحي وغير ذلك وبهذا فسر هذا الكلام من فسره من أكابر علمائهم ترجمة نانسي قنقر بسم الله الرحمن الرحيم عنوان الكتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني المتوفى سنة 728 هجريا المجلد الثالث الشريط السادس والثلاثون فهذا ما ذكره في كتابهم يحتجون به على ما يعتقدونه من الأقانيم الثلاثة قائلين إن تسمية الله أنه أب وابن وروح القدس أسماء لم نسمه نحن النصار بها من ذات أنفسنا بل الله سمى لهوته بها بل الله سمى لهوته بها وقد تبين أنه ليس فيما ذكروه عن الأنبياء ما يدل لا نصا ولا ظاهرا على أن أحدا من الأنبياء سمى الله ولا شيئا من صفاته ابنا ولا روح قدس وتبين أن تسميتهم لعلم الله وكلامه ابنا وتسميتهم لحياته روح القدس أسماء بتدعوها ما أنزل الله بها من سلطان وأنه ليس معهم على ما ادعوه من الأقانيم حجة أصلا لا سمعية ولا عقلية وأنه ليس لقولهم بالتسليف وحصرهم لصفات الله في ثلاثة مستند شرعي كما تبين أنه ليس له مستند عقلي وأن القوم من من قيل فيهم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير ومن من قيل فيهم أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ثم أخذوا يزعمون أن فيما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم حجة لهم على الأقانيم التي ادعوها وهم ابتدعوا القول بالأقانيم والتسليف قبل أن يبعث محمد صلى الله عليه وسلم وذلك معروف عندهم من حين ابتدعوا الأمانة التي لهم التي وضعها الثلاثمائة وثمانية عشر منهم بحضرة قسطنطين الملك فإذا لم يكن لهم مستند عقلي ولا سمعي عن الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم فكيف يكون لهم مستند فيما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم بعد ابتداعهم الأمانة لا سيما مع العلم الظاهر المتواتر أن محمد صلى الله عليه وسلم كفرهم في الكتاب الذي أنزل عليه وضل لهم وجاهدهم بنفسه وأمر بجهادهم كقوله تعالى وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يؤفكون وقال لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وقال ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم ونحو ذلك من الآيات وقد قال في هذا الكتاب أيضا ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا الصالحين فيقال لهم حرفتم لفظ الآية ومعناها فإن لفظها ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون وإن جندنا لهم الغالبون فالكلمة التي سبقت لعباده المرسلين قوله إنهم لهم المنصورون أخبر أنه سبق منه كلمة لعباده المرسلين لا ينصرن وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار وقوله وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وقوله ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين والكلمة في لغة العرب هي الجملة المفيدة سواء كانت جملة اسمية أو فعلية وهي القول التام وكذلك الكلام عندهم هو الجملة التامة قال سيبويه وأعلم أنهم يحكمون بالقول ما كان كلاما يحكمون بالقول ما كان كلاما ولا يحكمون به ما كان قولا ولكن النحا استلحوا على أن يسموا ما تسميه العرب حرفا يسمونه كلمة مثل زيد وعمر ومثل قاعد وذهب وكل حرف جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل مثل إن وثم وهل ولعل قال تعالى وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم فسم هذه الجملة كلمة وقال تعالى مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة وهو قول لا إله إلا الله وقال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وقال تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله وقوله تعالى وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان تقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وقال صلى الله عليه وسلم أصدقوا كلمة قالها شاعر كلمة لبيد ألا كل شيء ما خل الله باطل ألا كل شيء ما خل الله باطل وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمره فمن لم يجد فبكلمة طيبة ولما شاع عند المشتغلين بالنحو استعمال لفظ الكلمة في الاسم والفعل وحرف المعنى صاروا يظنون أن هذا هو كلام العرب ثم لما وجد بعضهم ما سمعه من كلام العرب أنه يراد بالكلمة الجملة التامة صار يقول وكلمة بها كلام قد يؤمن فيجعل ذلك من القليل وكلمة بها كلام قد يؤمن فيجعل ذلك من القليل ومنهم من يجعل ذلك مجازا وليس الأمر كذلك بل هذا صلاح هؤلاء النحاة فإن العرب لم يعرف عنهم أنه مستعمال لفظ الكلمة والكلام إلا في الجملة التامة وهكذا نقل عنهم نقل عنهم أئمة النحو كثيبوي وغيره فكيف يقال إن هذا هو المجاز وإن هذا قليل وكثير كما أن لفظ القديم في لغة العرب هو المتقدم على غيره كما قال تعالى حتى عاد كالعرجون القديم وقوله تعالى وإذا لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم وقوله تعالى أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون ثم إن من أهل الكلام من خص لفظ القديم بما لم يسبقه عدم أو ما لم يسبقه غيره وصار هذا عندهم هو حقيقة اللفظ حتى صار كثير منهم يظن أن استعمال القديم في المتقدم على غيره مطلقا مجاز فتبين أن مراده تعالى بقوله ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين من جنس قوله ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما فسبق منه كلمته لما سيكون من نصر المرسلين وملء جهنم من الجنة والناس أجمعين ونحو ذلك فحرف هؤلاء الضلال لفظ الآية فقالوا لعبادنا الصالحين وجعلوا الكلمة هي المسيح وليس في اللفظ ما يدل على ذلك بوجه من الوجوف ولا في كون المسيح سبق لعبادنا المرسلين معنا صحيح وقد قال تعالى ولقد سبقت سلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة قالوا وقال أيضا يا عيسى بن مريا مذكر نعمته عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس فيقال هذا مما لا ريب فيه ولا حجة لكم فيه بل هو حجة عليكم فإن الله أيد المسيح عليه السلام بروح القدس كما ذكر ذلك في هذه الآية وقال تعالى في البقرة وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس وقال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس وهذا ليس مختصا بالمسيح بل قد أيد غيره بذلك وقد ذكرهم أنه قال لداود روحك القدس لا تنزع مني وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم لحسان بن ثابت اللهم أيده بروح القدس وفي لفظ روح القدس معك ما دمت تنافخ عن نبيه وفي لفظ روح القدس معك ما دمت تنافخ عن نبيه وكل اللفظين في الصحيح وعند النصارى أن الحواريين حلت فيهم روح القدس وكذلك عندهم روح القدس حلت في جميع الأنبياء وقد قال تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه على الذين يتلونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين وقد قال تعالى في موضع آخر نزل به الروح الأمين على قلبك وقال قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذنه فقد تبين أن روح القدس هنا جبريل وقال تعالى لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وقال تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنزروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون وقال يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينزر يوم التلاق فهذه الروح التي أوحاها والتي تنزل بها الملائكة على من يشاء من عباده غير الروح الأمين التي تنزل بالكتاب وكلاهما يسمى روحا وهما متلازمان والروح التي ينزل بها الملك مع الروح الأمين التي ينزل بها روح القدس يراد بها هذا وهذا وبكلا القولين فسر المفسرون قوله في المسيح وأيدناه بروح القدس ولم يقل أحد أن المراد بذلك حياة الله ولا اللفظ يدل على ذلك ولا استعمل فيه وهم إما أن يسلموا أن روح القدس في حق غيره ليس المراد بها حياة الله فإذا ثبت أن لها معنى غير الحياة فلو استعمل في حياة الله أيضا لم يتعين أن يراد بها ذلك في حق المسيح فكيف ولم يستعمل في حياة الله في حق المسيح وإما أن يدعوا أن المراد بها حياة الله في حق الأنبياء والحواريين فإن قالوا ذلك لزمهم أن يكون اللاهوت حالا حالا في جميع الأنبياء والحواريين وحينئذ فلا فرق بين هؤلاء وبين المسيح ويلزمهم أيضا أن يكون في المسيح لاهوتان لاهوت الكلمة ولاهوت الروح فيكون قد اتحد به أقنومان ثم في قوله تعالى وأيدناه بروح القدس يمتنع أن يراد بها حياة الله فإن حياة الله صفة قائمة بذاته لا تقوم بغيره ولا تختص ببعض الموجودات غيره وأما عندهم فالمسيح هو الله الخالق فكيف يؤيد بغيره وأيضا فالمتحد بالمسيح هو الكلمة دون الحياة فلا يصح تأييده بها فتبين أنهم يريدون أن يحرفوا القرآن كما حرفوا غيره من الكتب المتقدمة وأن كلامهم في تفسير المتشابه من الكتب الإلهية من جنس واحد بسم الله الرحمن الرحيم عنوان الكتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلامي أبي العباس تقييدين أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية الحراني المتوفى سنة 728 هجريا المجلد الثالث الشريط الثامن والثلاثون فصل قالوا وقال أيضا وكلم الله موسى تكليما فيقال لهم وأي حجة لكم في هذا وإنما هو حجة عليكم فإنه قد ثبت أن الله كلم موسى تكليما وكلام الله الذي سمعه منه موسى عليه السلام ليس هو المسيح فعلم أن المسيح ليس هو كلام الله وعندهم هو كلمة الله وهو علم الله وهو الله ومعلوم أن كلام الله كثير كالثوراة والإنجيل والقرآن وغير ذلك من كلامه وليس المسيح شيئا من ذلك والمسيح عندهم خالق ولو كان المسيح نفس كلام الله لم يكن خالقا ولا معبودا فإن كلام الله لم يخلق السماوات والأرض ولا كلام الله هو الإله المعبود بل كلامه قسائر صفاته مثل حياته وقدرته ولا يقول أحد يا علم الله اغفر لي ولا يا كلام الله اغفر لي وإنما يعبد ويدعى الإله المنصوف بالعلم والقدرة والكلام الذي كلم به موسى تكليما فصل قالوا وقال أيضا في سورة التحريم وماريام بنت عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين فيقال أما قوله تعالى فنفخنا فيه من روحنا وقوله في سورة الأنبياء والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين فهذا قد فسره قوله تعالى فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعود بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا وفي القراءة الأخرى ليهب لك غلاما زكيا ليهب لك غلاما زكيا فأخبر أنه رسوله وروحه وأنه تمثل لها بشرا وأنه ذكر أنه رسول الله إليها فعلم أن روحه مخلوق مملوك له وليس المراد حياته التي هي صفته سبحانه وتعالى وكذلك قوله فنفخنا فيها من روحنا وهو مثل قوله في آدب عليه السلام فإذا سويته ونفخت فيه من روحي وقد شبه المسيح بآدم في قوله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون والشبهة في هذا نشأت عند بعض الجهال من أن الإنسان إذا قال روحي فروحه في هذا الباب هي الروح التي في البدن وهي عين قائمة بنفسها وإن كان من الناس من يعني بها الحياة والإنسان مؤلف من بدن وروح وهي عين قائمة بنفسها عند سلف المسلمين وإمتهم وجماهير الأمم والرب تعالى منزه عن هذا وأنه ليس مركبا من بدن وروح ولا يجوز أن يراد بروحه ما يريد الإنسان بقوله روحي بل تضاف إليه ملائكته وما ينزله على أنبيائه من الوحي والهدى والتأييد ونحو ذلك فصل قالوا وسائر المسلمين يقولون إن الكتاب كلام الله ولا يكون كلام إلا لحي ناطق وهذه صفات جوهرية تجري مجرى الأسماء وكل صفة منها غير الأخرى فالإله واحد خالق واحد ورب واحد لا يتجزأ فيقال لهم أما قول المسلمين أن الكتاب أي القرآن كلام الله فهذا حق والكلام لا يكون إلا لمتكلم والمسلمون يقولون إن الله حي متكلم وإنه تكلم بالتوراة والإنجيل والقرآن وغير ذلك من كلامه والقرآن قد أخبر بكلام الله في مواضع كثيرة وهل يسمى ناطقا وكلامه نطقا فيه نزاع فبعض المسلمين يجيزه وبعضهم يمنع منه لكونه لم يرد به الشرق وليس في التوراة والإنجيل والزبور تسمية الله ناطقا بخلاف لفظ القول والكلام وقد تنازع المسلمون بعد ظهور البدع فيهم كما تنازع أهل الكتاب في كلام الله هل هو قائم به أو مخلوق منفصل عنه والذي عليه سلف الأمة وإمتها وجمهورها أن كلام الله قائم به وكذلك سائر ما يوصف به من الحياة والقدرة وغير ذلك وأحدث قوم منهم بعد انقراض الصحابة وأكابر التابعين بعد أكثر بالمائة سنة من موت النبي صلى الله عليه وسلم أنه مخلوق خلقه في غيره مشاركهم في هذه البدعة كثير من اليهود والنصارى وظهرت هذه المقالة بعد المائة الثانية وانتصر لها قوم من الولاة وغيرهم ثم أطفأها الله بمن أقامه الله من أئمة الإسلام والسنة الذين بيّنوا فسادها وبيّنوا ما اتفق عليه السلف من أن كلام الله منزل منه غير مخلوق غير مخلوق بل منه بدأ لم يبتدئ من شيء من المخلوقات ومع هذا فلم يقل أحد من المسلمين إن كلام الله يكون إلها ولا ربا وكذلك حياته لم يقل أحد منهم إن حياته تكون إلها ولا ربا ولا أنه مساو للرب تعالى في الجوهر بسم الله الرحمن الرحيم عنوان الكتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيف الإسلام أبي العباس تقييد دين أحمد بن عبد الحليم بن تيميال حراني المتوفى سنة 728 أجريا المجلد الثالث الشريط التاسع والثلاثون فصل وأما قولهم هذه صفات جوهرية تجري مجرى أسماء فإن أرادوا بقولهم جوهرية أن كل صفة جوهر فهذا كلام ظاهر الفساد فإن الصفة القائمة بغيرها لا تكون جوهرا قائما بنفسه ومن ظن أن حرارة النار القائمة بها جوهر قائم بنفسه كالنار ومن ظن أن حرارة النار القائمة بها جوهر قائم بنفسه كالنار فهو إما مصاب في عقله وأما مسفصط معاند والأول يستحق علاج المجانين والثاني يستحق العقوبة التي تردعه عن العناد ثم إن جاز أن تكون الصفة جوهرا كانت القدرة أيضا جوهرا وإن أرادوا بقولهم جوهرية أنها صفات ذاتية وغيرها صفات فعلية كالخالق والرازق فمعلوم أن صفاته الذاتية منها القدرة وغيرها فلم تنحصر في هذه وأيضا فالكلام وإن كان قائما بذاته فقيل هو متعلق بمشيئته وقبرته وهو قول السلف والأكثرين وقيل ليس كذلك والمتكلم قيل هو من فعل الكلام ولو كان منفصلا عنه وقيل هو من قام به الكلام وإن لم يكن بمشيئته وقدرته وقيل المتكلم من قام به الكلام بمشيئته وقدرته وهذا قول السلف والأكثرين فبطل قولهم على كل تقدير وإن أرادوا بالجوهرية أنها ذاتية مقومة مقومة وباقي الصفات وباقي الصفات عرضية على رأي أهل المنطق اليونان الذين يفرقون في الصفات اللازمة للمنصوف بين هذا وهذا كان هذا فاسدا من وجوه منها أن تفريق هؤلاء في الصفات اللازمة للمنصوف بين صفة وصفة وجعل بعضها ذاتيا مقوما داخلا في الماهية وبعضها عرضيا لاحقا خارجا عن الماهية كلام باطل عند جماهير نظار الأمم من أهل الملل وغيرهم كما قد بصط الكلام عليه فالرد على هؤلاء المتفلسفة وبين أن ما يدعونه من تركيب الأنواع من الأجناس والحصول إنما هو تركيب في الأذهان لا حقيقة له في الأعيان وأن ما يقوم بالأذهان يختلف باختلاف تصور الأذهان فتارة يتصور الشيء مجملا وتارة يتصوره مفصلا وما سموه تمام الماهية والداخل في الماهية والخارج عنها اللازم لها يعود عند التحقيق إلى ما يدل عليه اللفظ بالمطابقة والتضمن والالتزام ومدلول اللفظ هو بحسب ما يعنيه المتكلم ويقصده ويتصوره وهذا يختلف باختلاف إرادات الناس لا يرجع ذلك إلى حقيقة عقلية ولا صفة ذاتية للموجودات ولهذا لما كان كلامهم باطلا لم يمكنهم ذكر فرق ذكر فرق صحيح بين الذاتي والعرضي اللازم إذا كان كلامها لازما للموصوف إذا كان كلاهما لازما للموصوف بل ذكروا ثلاثة طروق والثلاثة باطلة واعترف حزاقهم ببطلانها كقولهم إن الذاتي يثبت للموصوف بلا وسط والعرضي اللازم إنما يثبت بوسط ثم حزاقهم يفسرون الوسط بالدليل كما فسره ابن سينة ومنهم من يفسر الوسط بصفة قائمة للموصوف كما يفسره الرازي وغيره وهؤلاء لم يفهموا مراد أولئك فزاد غلطهم فزاد غلطهم وأولئك أرادوا بالوسط الدليل كما يريدون بالحد الأوسط ما يقرن باللام في قولك لأنه فصار العرضي اللازم عندهم ما يعلم ثبوته ما يعلم ثبوته للموصوف بدليل وهذا لا يرجع إلى حقيقة ثابتة في نفس الأمر بل هذا أمر يتعلق بالعالم يتعلق بالعالم بالصفات فمنهم من يكون تام التصور فيعلم لزوم الصفة للموصوف بلا دليل ومنهم من لا يكون تام التصور فلا يعلم ذلك إلا بدليل ثم كل ما كان مستلزما لشيء كل ما كان مستلزما لشيء فأنه يمكن الاستدلال به عليه إذا كان الدليل هو الذي يلزم من تحققه يلزم من تحققه تحقق المدلول فيكون الوسط كل ما كان مستلزما للعرض فيكون العرض لازم لازم وهم معترفون بأن من العرضيات ما يلزم بلا وسط وقد مثلوا ذلك بالزوجية والفردية في العدد كالعلم بأن الأربعة زوج والثلاثة فرد وإن كان ظاهرا لكن العلم بأن خمسمائة وثلاثة وأربعين نصف ألف وستة وثمانين لكن العلم بأن خمسمائة وثلاثة وأربعين نصف ألف وستة وثمانين قد يفتقر إلى دليل وقد يفتقر إلى تأمل وفكر وهم يقولون ما يقول ابن سين أفضل متأخرهم وغيره من أهل وغيره من أن العرض المنقسم إلى الكيف والكم وغير ذلك هو ذاتي لموصفاته واللون المنقسم إلى السواد والبياض هو ذاتي للمتلون والسوادية والبياضية صفتان ذاتيتان بخلاف الزوجية والفردية قالوا لأن كون هذا أسود وأبيض وعرضا قائما بغيره لا يفتقر إلى استدلال ونظر بخلاف كون هذا العدد زوجا أو فردا فإن هذا قد يفتقر إلى نظر واستدلال فإنه ينقسم إلى قسمين متساويين أو لا ينقسم ومعلوم أن هذا فرق يعود إلى علم العالم بهذه الصفات هل هو جلي أو خفي وهل يفتقر إلى نظر واستدلال أو لا يفتقر ليس هو فرقا يعود إلى الصفة في نفسها ولا إلى موصوفها فعلم أنه ليس بينما جعلوه ذاتيا مقوما داخليا في الماهية وما جعلوه عربيا لازما خارجيا عن الماهية فرق يعود إلى نفس الماهية التي هي الذات الموصوفة الموجودة في الخارج ولا إلى صفاتها بل جميع صفاتها اللازمة لها سواء في ذلك وليست الماهية سواء في ذلك وليست الماهية مركبة من هذا دون هذا ولا فيها شيء يتقدم على الماهية في الوجود الخارجي كما يقولون أن الذاتي يتقدم على الماهية في الوجود والذهن ولا الصفات جواهر موجودة في الخارج لها أجزاء كأجزاء الأجسام المركبة وإنما هي صفات قائمة بالموصوف يمتنع تقدم شيء منها على الموصوف ولكن إذا قيل في الإنسان هو جسم حساس تام متحرك بالإرادة ناطق فهنا قد يتصور الذهن هذه الأمور ويعبر عنها فكل واحد منهما جزء من الجملة التي في ذهنه ولسانه والجملة التي في ذهنه ولسانه مركبة من هذه الأجزاء لا أن الإنسان الموجود في الخارج مركب من هذه الأجزاء وأنها متقدمة عليه أو أنها جواهر فإن هذا كله مما يعلم بصريح العقل أنه باطل فإن هذا كله مما يعلم بصريح العقل أنه باطل لكن هؤلاء المتفلسفة اليونان ومن اتبعهم كثيرا ما يشتبه عليه ما يتصورونه في الأذهان بما يوجد في الأعيان كما أثبت من أثبت من قدمائهم مثل فيثاغورس وأتباعه أعدادا مجردة موجودة في الخارج وقد رد ذلك عليهم سائر العقلاء كما رده من بعدهم منهم وقالوا إن العدد المجرد والمقدار المجرد إنما يوجد في الزهن لا في الخارج وإنما يوجد في الخارج المعبودات والمقدرات مثل الأجسام المتفرقة التي تعد كالكواكب أو المتصلة التي تقدر كالأفلاك وذلك هو المتصف بالكم المتصل والكم المنتصل الموجود في الخارج وأثبت أصحاب أفلاطون الكليات العقلية في الخارج التي يسمونها المثل الأفلاطونية وذعموا أنها قديمة أزلية وأثبتوا بعدا موجودا مجردا جوهرا هو الخلاء وجوهرا قائما بنفسه هو الدهر وجوهرا مجردا قائما بنفسه هو المادة والهيولي الأزلية والهيولي الأزلية وهذه كلها إنما تتصور في الأزهان لا في الأعيان بل وما أثبته من العقول المجردة العشرة هي أيضا عند التحقيق ترجع إلى ما يجرده الذهن ويقدره فيه لا إلى موجود في الخارج وأصل قولهم المجردات والمفارقات هو مأخوذ من مفارقة النفس الماطقة للبدن بالموت وهذا حق فإن الذي عليه الأنبياء وأتباعهم وجمهور العقلاء أن الروح تفارق البدن وتبقى بعد فراق البدن ومن قال من متكلمة أهل الملل أنه لا يبقى بعد البدن روح تفارقه وأن الروح جزء من البدن أو عرض من أعراض البدن فقوله مع أنه خطأ في العقل الصريح هو أيضا مخالف لكتب الله المنزلة ولرسله ولمن اتبعهم من جميع أهل الملل وهذه الأمور ممسوطة في غير هذا الموضع والمقصود هنا التنبيث على أن تفريق هؤلاء اليونانيين في الصفات اللازمة للموصوف بين الصفات الذاتية والعرضية اللازمة وجعلهم اللازمة منها ما هو لازم للما هي ومنها ما هو لازم لوجودها هو مبني على أصلين فاسدين فاسدين لهم خالفهم فيها جمهور عقلاء الأمم من مفظار أهل الملل وغيرهم أحد الأصلين هو ما تقدم من جعلهم الصفات اللازمة للموصوف هي في الخارج منقسمة إلى ذاتي جزء من الماهية داخل فيها وإلى عرضي خارج عنها لازم لها والثاني زعمهم أن كل موجود ممكن وله في الخارج ما هي في ذاته وحقيقته غير الموجود المعلوم المعين الثابت في الخارج وهذا أيضا مما اشتبه عليهم فيه ما في الذهن بما في الخارج فإنه إذا أريد بالما هي ما يتصور في الذهن وهو المقول في جواب ما هو وبالوجود ما هو ثابت متحقق في الخارج فمعلوم أن هذا غير هذا كما يقولون إننا نتصور المثلث قبل أن نعلم موجوده في الخارج فعلم أن ما هي المثلث غير المثلث الموجود في الخارج فإنه يقال لهم إن أردتم أن ما يتصور في الذهن من المثلث غير الموجود في الخارج فهذا حق لكن ليس في هذا ما يدل على أنه في الخارج عن الذهن شيئين أحدهما ما هي المثلث التي هي حقيقته وذاته الثاني المثلث الموجود الذي هو زاوية الحائط وإن أردتم أن في الخارج شيئين فهذا غلط وهذا الموضع مما اشتبه على كثير من النظار حتى صار بعض أكابرهم حائرا متوقفا وبعضهم يختلف قوله ويتناقض وسبب ذلك عدم تمييزهم بين ما يتصور في الأزهان وبين ما يوجد في الأعيان ثم هذا الموضوع نقلوه إلى الكلام في صفات الله اللازمة له كحياته وعلمه وقدرته هل هي ذاتية أو عرضية فإن قيل ذاتية لازم أن تكون له أجزاء متقدمة عليه تركب منها وإن كانت عرضية لازمة لازم أن يكون قابلا وفاعلا فإن كونه فاعلا غير كونه قابلا فلازم أن يكون فيه جهتان وهذا من التركيب الذي زعموه منتفيا وذلك يستلزم التركيب وهو التركيب من الذاتيات وقد بين فساد هذا من وجوه متعددة منها أن التركيب المعقول هو تركيب الحيوان والنبات والمعادن من أبعاضه وأخلاطه وتركيب المبنيات والملبوسات والأطعمة والأشربة من أبعاضها وأخلاطها وأما تركيب الأجسام من الجواهر المنفردة أو من المادة والصورة فهذا مما تنازع فيه جمهور العقلاء وكذلك تركيب الشيء من الموجود والماهية سواء كان واجبا أو ممكنا هو مما تنازع فيه جمهور العقلاء وكذلك تركيبه من الصفات الذاتية المشتركة والمميزة التي يسمونها الجنس والفصل وأما التصاف الذاتي بصفات تقوم بها فهذا هو الذي يعرفه عامة العقلاء ولكن لا يسمون هذا تركيبا فمن سناه تركيبا لم يكن نزاعه اللفظي قادحا فيما علم بالأدلة السمعية والعقلية ثم هم يقولون المركب يفتقر إلى أجزائه وأجزائه غيره وواجب الوجود لا يفتقر إلى غيره وهذه كلها ألفاظ مجملة فإن لفظ الافتقار هنا لم يعن به افتقار المفعول إلى فاعله ولا المعلول إلى علته الفاعلية فإن جزء الشيء لا يكون فاعله ولا علته الموجبة له بل يريدون به التلازم والاشتراط فإن وجود المجموع مستلزم لوجود أجزائه وهو مشروط بذلك ومنها أن لفظ الجزء ليس مرادهم جزءا مباينا للجملة فإن جزء الجملة ليس مباينا له ومنها لفظ الغير فإنه يراد بالغيرين ما يجوز مباينة أحدهما لصاحبه أو مفارقته له بزمان أو مكان أو وجود ويراد بهما ما يجوز العلم بأحدهما دون الآخر وبعض المجموع وصفة الموصوف لا يجب أن تفارقه وتباينه بل قد يجوز أن تباينه ويجوز أن لا تباينه فصفات الرب عز وجل اللازمة له لا يجوز أن تفارقه وتباينه وحينئذ فمن الناس من لا يسميها غيرا له ومن سماها غيرا له فذاته مستلزمة لها ليست الصفات فاعلة للذات ولا علة موجبة لها ولفظ واجب الوجود يراد به الموجود بنفسه الذي لا فاعل له ولا علة فاعلة له وذات الرب عز وجل وصفاته واجبة الوجود بهذا الاعتبار ويراد به مع ذلك المستغني عن محل يقوم به والذات بهذا المعنى واجبة دون الصفات ويراد به ما لا تعلق له بغيره وهذا لا حقيقة له فإن الرب تعالى له تعلق بمخلوقاته لا سيما عند هؤلاء الفلاسفة الدهرية الذين يقولون إنه موجب بذاته للأفلاك مستلزم لها فاجعلونه ملزوما لمفعولاته فكيف ينكرون أن تكون ذاته ملزومة لصفاته وهؤلاء المتفلسفة اليونانيون الذين يسمون المشائين أتباع أرستو صاحب التعاليم المنطق الطبيعي والرياضي والإلهي يقولون إن موضوع العلم الطبيعي متعلق بالمادة في الزهن والخارج من الجسم وأحكامه والثاني الرياضي وهو متعلق بالمادة في الخارج لا في الزهن فإنه لا يوجد عددا ولا مقدارا في الخارج إلا في جسم في الخارج أو عرض معدود أو مقدر منفصل بخلاف الزهن أو مقدر منفصل بخلاف الزهن فإنه يجرد أعدادا ومقادير مجردة عن المعدودات والمقدرات والثالث الذي يسمونه علم ما بعد الطبيعة باعتبار السلوك العلمي وهو علم ما قبلها باعتبار الوجود العيني ويسمونه أيضا العلم الإلهي وموضوعه عندهم المجرد عن المادة في الزهن والخارج وهو الموجود من حيث هو موجود وانقسامه إلى جوهر وعرض وانقسام الجوهر إلى جسم وغير جسم وانقسام الجسم إلى المادة والصورة والعقول والنفوس والعلة الأولى يسميها أرست وأتباعه جوهرا ولا يسميها واجب الوجوب واجب الوجود وأما متأخروهم كابن سينة وأتباعه يسمونها واجب الوجود ولا يسمونها جوهرا والكلام على هؤلاء مبسوط في موضع آخر إذ المقصود هنا أن هذه الأمور التي يقولون هي موضوع العلم الإلهي وهي المجرد عندهم عن المادة في الذهن والخارج هي عند التحقيق وجودها في الأذهان لا في الأعيان فإن الوجود العام الكلي لا يوجد عاما كليا إلا في الأذهان لا في الأعيان كما أن الإنسان العام الكلي والحيوان العام الكلي لا يوجد عاما كليا إلا في الأذهان لا في الأعيان وقد نصط الكلام على هؤلاء في غير هذا الموضع وبين أن اليهود والنصارى بعد النسخ والتبديل أقربوا إلى الحق في الأمور الإلهية منهم وهذه الأمور مبسوطة في موضع آخر ولكن نبهنا عليها لتعلقها هنا بقول هؤلاء النصارى إن صفات الرب الثلاث هي جوهرية دون غيرها وأنهم إن عنوا بذلك ما يعنيه هؤلاء بالذاتية فقولهم باطل مبني على أصل باطل فإن تفريق هؤلاء اليونان صفات اللازمة بين الذاتي والعرضي اللازم للموجود والعرضي اللازم للمهية والعرضي اللازم للموصوف فرق باطل وقد ذكروا ثلاث فروق كلها باطلة كما تقدم الأول الوسط والفرق الثاني تقدم الذاتي ذهنا ووجودا بخلاف اللازم العرضي والثالث توقف الحقيقة على الذات وقد تبين بطلان هذا في غير هذا الموضع والنصارى ليس مرادهم بالجوهرية ما يريده هؤلاء بالذاتية فلهذا لم نبسط الكلام عليه بل يقولون إن الثلاثة جواهر وهؤلاء المنطقيون بل يقولون إن الثلاثة جواهر وهؤلاء المنطقيون يفرقون بين اللازم للمهية واللازم لوجودها بناء على أن في الخارج شيئي الوجود وماهية أخرى غير الوجود والكلام على هذا كله مفصوط في موضع آخر ومنها أنه لو قدر أن صفات الموصفات اللازمة لها تنقسم إلى ذاتي مقوم وعرضي لازم وأن صفات الرب سبحانه كذلك لم يكن تخصيص العلم بأنه ذاتي أولى من القدرة فليس ذكر القائم بنفسه الحي العالم بأولى من ذكر القائم بنفسه الحي القادر والنصارى لما كانت الأقاميم عندهم ثلاثة وزعموا أن الشرع المنزل دل على ذلك وكانوا في ذلك مخالفين للشرع المنزل إليهم كما قد بسط في موضعه صار طائفة منهم يقولون موجود حي عالم وطائفة يقولون موجود عالم قادر فيجعلون القادر مكان الحي ويجعلون روح القدس هو القدرة وهذا القول وإن كان أحسن في المعنى وإن كان أحسن في المعنى لكن تفسير روح القدس بالقدرة في غاية البعد الذي يظهر فساده لكل أحد ولابد لهم من إثبات أقنوم الكلمة الذي يقولون تارة هي العلم وتارة هي الحكمة ويسمونها تارة النطق كما يسموها في كتابهم هذا لأن الذي اتحد بالمسيح عندهم هو أقنوم الكلمة وصاروا تارة يضمون إليها الحياة وتارة يضمون إليها القدرة والآب تارة يقولون هو الوجود وتارة يقولون القائم بنفسه وتارة يقولون الذات وتسمى القائم بنفسه بالسريانية الكيان وتارة يقولون الجود وكل هذا من الحيرة والضلال لأنهم لا يجدون ثلاث معاني هي المستحقة لأن تكون جوهرية دون غيرها من الصفات سواء تصفرت الجوهرية بأنها جواهر أو بأنها ذاتية مقومة أو بغير ذلك ومنها قولهم تجري مجرى أسماء فإن أرادوا بذلك أسماء أعلام أو جامدة وسائرها صفات فاسم الحي والعالم اسم مشتق يدل على معنى العلم والحياة كما يدل القدير على القدرة وإن أرادوا أنه يسمى بها فبالله تعالى أسماء كثيرة فإنه سبحانه له الأسماء الحسنى ومن أسمائه القدير والقدرة تستلدم من قدرته على المخلوقات ما لا يدل عليه العلم وخلقه للمخلوقات يدل على قدرته أبلغ من دلالته على علمه واختصاصه بالقدرة أظهر من اختصاصه بالعلم حتى إن طائفة من النظار كأب الحسن الأشعري وغيره يقول أخص وصفه القدرة على الاختراع أخص وصفه القدرة على الاختراع أخص وصفه القدرة على الاختراع فلا يصف لذلك غيره فلا يصف لذلك غيره والجهم بن صفوان قبله يقول ليس في الوجود قادر غيره ولا لغيره قدرة والأشعري وإن أثبت للمخلوق قدرة لكن يثبت قدرة لا تؤثر في المقدور ولم يقل أحد من العقلاء إن أخص وصفه الحياة والعلم ولا إن غيره ليس بحي ولا عالم فكان جعل القدير اسما وغيره صفة إن كان الفرق حقا أولى من العكس فكيف إن كان الفرق باطلا فإن أسماءه تعالى التي يعرفها الناس هي أسماء وهي صفات في الصلاح أهل العربية تدل على معاني وهي صفاته القائمة به فالحي يدل على الحياة والعليم يدل على العلم والقدير يدل على القدرة هذا مذهب سلف الأمة وجماهير الأمم ومن الناس فرقة شازة تزعم أن هذه الأسماء لا تدل على معاني كأسماء الأعلام وقد تنازع الناس فيما يسمى به سبحانه ويسمى به غيره كالحي والعليم والقدير والجمهور على أنه حقيقة فيهما والجمهور على أنه حقيقة فيهما وقال الطائفة كأبي العباس الناشي إنها حقيقة في الرب عز وجل مجاز في المخلوق وقال الطائفة عكس هؤلاء من الجهمية والملحدة والمتفلسفة إنها مجاز في الرب عز وجل حقيقة في المخلوق والأولون هي عندهم متواطئة وقد يسمونها مشككة لما فيها من التفاضل وبعضهم يقول هي مشتركة اشتراكا لفظيا اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم عنوان الكتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني المجلد الثالث الشريط الأربعون فصل وأما قولهم كل صفة منها غير الأخرى فهذا إن أرادوا به أن صفات الرب سبحانه وتعالى قد تباينه وتنفصل عنه وهو حقيقة قولهم ويقولون مع ذلك أنها متصلة به فهو جمع بين النقضين وتمثيلهم بشعاع الشمس تمثيل باطل وهو حجة عليهم لا لهم فإن الشعاع القائم بالهواء والأرض والجبال والشجر والحيطان فإن قالوا بل ما يقوم به من العلم يفيد منه على قلوب الأنبياء علوم كما يفيد الشعاع من الشمس قيل لهم لاختصاص للمسيح بهذا بل هذا قدر مشترك بينه وبين غيره من الأنبياء وليس في هذا حلول ذات الرب ولا صفته القائمة به ولا صفته القائمة به بشيء من مخلوقاته ولا أن العبد بما حل فيه من العلم والإيمان يصير إلها معبودا وإن أرادوا أنها قائمة به وتسمى كل واحدة غير الأخرى فهنا نزاع لفظي هل تسمى غيرا أو لا تسمى غيرا فإن من الناس من يقول كل صفة للرب كل صفة للرب عز وجل فهي غير الأخرى ويقول الغيران ما جاز وجود أحدهما مع عدم الآخر أو ما جاز العلم بأحدهما مع الجهل بالآخر ومنهم من يقول ليست هي الأخرى ولا هي هي لأن الغيرين ما جاز وجود أحدهما مع عدم الآخر أو ما جاز مفارقة أحدهما الآخر بزمان أو مكان أو وجود والذي عليه سلف الأمة وآئمتها إذا قيل لهم علم الله وكلام الله هل هو غير الله أم لا لم يطلق النفيا ولا الإثبات فإنه إذا قال غيره أوهم أنه مباين له أوهم أنه مباين له وإذا قال ليس غيره أوهم أنه هو بل يستقصل السائل فإن أراد بقوله غيره أنه مباين له منفصل عنه فصفات الموصوف لا تكون مباينة له منفصلة عنه وإن كان مخلوقا فكيف بصفات الخالق وإن أراد بالغير أنها ليست هي هو فليست الصفة هي الموصوف فهي غيره بهذا الاعتبار واسم الرب تعالى إذا أطلق إذا أطلق يتناول الذات يتناول الذات المقدسة بما يستحقه من صفات الكمال فيمتنع وجود الذات فيمتنع وجود الذات عرية عن صفات الكمال فاسم الله يتناول الذات الموصوفة بصفات الكمال وهذه الصفات ليست زائدة على هذا المسمى بل هي داخلة في المسمى ولكنها زائدة على الذات المجردة التي تثبتها نفات الصفات فأولئك لما ذعموا أنه ذات مجردة قال هؤلاء بل الصفات زائدة على ما أثبتوه من الذات وأما في نفس الأمر فليس هناك ذات مجردة تكون الصفات زائدة عليها بل الرب تعالى هو الذات المقدسة الموصوفة بصفات الكمال وصفاته وصفاته داخلة في مسمى أسمائه سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم عنوان الكتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلام أبي العباس تقيه الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني المتوفى سنة سبعمائة ثمانية وعشرون هجريا المجلد الثالث الشريط الحادي والأربعون فصل ورحمة 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 ثم أثبتوا روح القدس إلها ثالثا وقالوا إنه مسجود له فصاروا يثبتون ثلاثة آلهة ويقولون إنما نثبت إلها واحدا وهو تناقض ظاهر وجمع بين النقضين بين الإثبات والنفيء وجمع بين النقضين بين الإثبات والنفيء ولهذا قال طائفة من العقلاء إن عامة مقالات الناس يمكن تصورها إلا مقالة النصارى وذلك أن الذين وضعوها لم يتصوروا ما قالوا بل تكلموا بجهل وجمعوا في كلامهم بين النقضين ولهذا قال بعضهم لو اجتمع عشرة نصارى لتفرقوا عن أحد عشر قولا عن أحد عشر قولا وقال آخر لو سألت بعض النصارى وامرأته وابنه عن توحيدهم لقال الرجل قولا وامرأته قولا آخر وابنه قولا ثالثا فصل وقولهم لا يتبعض ولا يتجزأ مناقضا لما ذكروه في أمانتهم ولما يمثلونه به فإنهم يمثلونه بشعاع الشمس والشعاع يتبعض ويتجزأ فإن ما يقوم منه بهذا الموضع بعض وجزء منه ويمكن زوال بعضه مع بقاء بعض ويمكن زوال بعضه مع بقاء بعض فإنه إذا وضع على مطرح الشعاع شيء فصل ما بين جانبيه وصار الشعاع الذي كان بينهما على ذلك الفوقاني فاصلا بين الشعاعين السافلين يبين ذلك أن الشعاع قائم بالأرض والهواء وكل منهما متجزء متبعض ما قام بالمتبعض فهو متبعض فإن الحال يتبع المحل وذلك يستلزم التبعض والتجزء فيما قام به ويقولون أيضا إنه اتحد بالمسيح وأنه صعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب وعندهم أن اللاهوت منذ اتحد بالناسوت لم يفارقه بل لما صعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب كان الصعد عندهم هو المسيح الذي هو ناسوت ولاهوت إله تام وإنسان تام فهم لا يقولون إن الجالس عن يمين الآب هو الناسوت فقط بل هو اللاهوت المتحد بالناسوت جلس عن يمين اللاهوت فأي تبعيض وتجزئة أبلغ من هذا وليس هذا من كلام الأنبياء حتى يقال إن له معنا لا نفهمه بل هو من كلام أكابرهم الذي وضعوه وجعلوه عقيدة إيمانهم فإن كانوا تكلموا بما لا يعقلونه فهم جهال لا يجوز أن يتبعوا وإن كانوا يعقلون ما قالوه فلا يعقل أحد من كون اللاهوت المتحد بالناسوت فلا يعقل أحد من كون اللاهوت المتحد بالناسوت جلس عن يمين اللاهوت المجرد عن الاتحاد جلس عن يمين اللاهوت المجرد عن الاتحاد إلا أن هذا اللاهوت المجرد منفصل مباين لللاهوت المتحد وليس هو متصلا به بل غايته أن يكون مماثا له بل غايته أن يكون مماثا له بل يجب أن يكون الذي يماث اللاهوت المجرد هو الناسوت مع اللاهوت المتحد به فهذا حقيقة التبعيد والتجزئة مع انفصال أحد البعضين عن الآخر وأيضا فيقال لهم المتحد بالمسيح أهو ذات رب العالمين أم صفة من صفاته فإن كان هو الذات فهو الآب نفسه ويكون المسيح هو الآب نفسه وهذا مما اتفق النصارى على بطلانه فإنهم يقولون هو الله وهو ابن الله كما حكى الله عنهم ولا يقولون هو الآب والابن والآب عندهم هو الله وهذا من تناقضهم وإن قالوا المتحد بالمسيح وإن قالوا المتحد بالمسيح صفة صفة الرب فصفة الرب لا تفارقه ولا يمكن اتحادها ولا حلولها في شيء دون الذات وأيضا فالصفة نفسها ليست هي الإله الخالق رب العالمين بل هي صفته ولا يقول عاقل إن كلام الله أو علم الله أو حياة الله هي رب العالمين الذي خلق السماوات والأرض فلو قدر أن المسيح هو صفة الله نفسها لم يكن هو الله ولم يكن هو رب العالمين ولا خالق السماوات والأرض والنصارى يقولون إن المسيح رب العالمين خالق كل شيء وهو خالق آدم ومريم وإن كل ابن آدم ومريم فإنه خالق ذلك بلاهوته وهو ابن آدم ومريم بناسوته فلو قدر أن المسيح هو صفة الرب لم تكن الصفة هي الخالق فكيف والمسيح ليس هو صفة الله نفسها بل هو مخلوق بكلمة الله وسمي كلمة الله لأن الله كونه بكن وقال تعالى ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وسماه روحه وسماه روحه وسماه روحه وسماه روحه لأنه خلقه من نفخ روح القدس في أمه لم يخلقه كما خلق غيره من أب آدمي قال الله تعالى إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين قال رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن قالوا المتحد به بعض ذلك دون بعض فقد قالوا بالتبعيد والتجزئة فهم بين أمرين إما بطلان مذهبهم إما بطلان مذهبهم وإما اعترافهم بالطبعيد والتجزئة مع بطلانه وأيضا فقولهم إله حق من إله حق من جوهر أبيه مولود غير مخلوق مساوي للآب في الجوهر ابن الله الوحيد المولود قبل كل الدهور يقال لهم هذا الابن المولود المساوي للآب في الجوهر الذي هو إله حق من إله حق هل هو صفة قائمة بغيرها أم عين قائمة بنفسها فإن كان الأول فالصفة ليست إلها ولا هي خالقة ولا يقال لها مولودة من الله ولا أنها مساوية لله في الجوهر ولم يسمي قط أحد من الأنبياء ولا أتباع الأنبياء صفات الله لا ابنا له ولا ولدا ولا قال إن صفة الله تولد منه ولا قال عاقل إن الصفة القديمة تتولدت من الذات القديمة وهم يقولون إن المسيح إله خلق السماوات والأرض لاتحاد ناسوته بهذا الابن المولود قبل كل الدهور المساوي الأب في الجوهر وهذا كله نعت عين قائمة بنفسها كالجواهر القائمة بنفسها لا نعت صفات قائمة بغيرها وإذا كان كذلك كان التبعيد والتجزئة لازمة لقولهم فإن القول بالولادة الطبيعية مستلزم لأن يكون خرج منه جزء قال تعالى وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون وأما هذا المعنى الذي يثبته من يثبته من علماء النصارى ويسمونه ولادة وبنوة فيسمونه الصفة القديمة الأزلية القائمة بالموصوف ابنا ويسمونها تارة النطق وطارة الكلمة وتارة العلم وتارة الحكمة ويقولون هذا مولود من الله وابن الله فهذا لم يقوله أحد من الأنبياء وأتباعهم ولا من سائر العقلاء غير هؤلاء المبتدعة من النصارى ولا يفهم أحد من العقلاء من اسم الولادة والبنوة هذا المعنى والأنبياء لم يطلقوا لفظ الابن إلا على مخلوق وهم يقولون هو أب للمسيح بالطبع ولغيره بالوضع فلا يعقل جمهور العقلاء وغيرهم من هذا المعنى إلا البنوة المعقولة بانفصال جزء من الوالد وهذا ينكره من ينكره من علمائهم لكنهم لم يتبعوا الأنبياء ولم يقولوا ما تعقله العقلاء فظلوا فيما نقلوه عن الأنبياء وأظلوا أتباعهم فيما قالوه وعوامهم وإن كانوا لا يقولون إن ولادة الله مثل ولادة الحيوان بانفصال شيء يوجد فيقولون ولادة لهوتية بانفصال جزء من اللهوت حل في الناسود لا يعقل من الولادة غير هذا وأيضا فقولهم ونؤمن بروح القدس الرب المحي المنبثق من الأب الذي هو مع الأب مسجود له وممجد ناطق في الأنبياء فقولهم المنبثق من الأب الذي هو مع الأب مسجود له وممجد يمتنع أن يقال هذا في حياة الرب القائمة به فإنها ليست منبثقة منه كسائر الصفات إذ لو كان القائم بنفسه منبثقا لكان علمه وقدرته وسائر صفاته منبثقة منه بل الانبثاق في الكلام أظهر منه في الحياة فإن الكلام يخرج من المتكلم وأما الحياة فلا تخرج من الحي فلو كان في الصفات ما هو منبثق لكان الصفة التي يسمونها الابن ويقولون هي العلم والكلام أو النطق والحكمة أولى بأن تكون منبثقة من الحياة التي هي أبعد عن ذلك من الكلام وقد قالوا أيضا إنه مع الاب مسجود له وممجد وصفة القائمة بالرب ليست معه مسجود لها وقالوا هو ناطق في الأنبياء وصفة الرب القائمة به لا تنطق في الأنبياء بل هذا كله صفة روح القدس الذي يجعله الله في قلوب الأنبياء أو صفة ملك من الملائكة كجبريل فإذا كان هذا منبثقا من الأبي والانبثاق الخروج فأي تبعيد وتجزئة أبلغ من هذا وإذا شبهوه بانبثاق الشعاع من الشمس كان هذا باطلا من وجوه منها أن الشعاع عرض قائم بالهواء والأرض وليس جوهرا قائما بنفسه وهذا عندهم حي مسجود له وهو جوهر ومنها أن ذلك الشعاع القائم بالهواء والأرض ليس صفة للشمس ولا قائما بها وحياة الرب صفة قائمة به ومنها أن الانبثاق خص به روح القدس ولم يقولوا في الكلمة إنها منبثقة والانبثاق لو كان حقا لكان بالكلمة أشبه منه بالحياة وكلما تدبر العاقل كلامهم في الأمانة وغيرها وجد فيه من التناقض والفساد ما لا يغفى إلا على أجهل العباد ووجد فيه من مناقضته التوراة والإنجيل وسائر كتب الله ما لا يغفى من تدبر هذا وهذا وجد فيه من مناقضة صريح المعقول ما لا يغفى إلا على معاند أو جهول فقولهم متناقض في نفسه مخالف لصريح المعقول وصحيح المنقول عن جميع الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم وسلامه أجمعين ترجمة نانسي قنقر بسم الله الرحمن الرحيم عنوان الكتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيميع الحراني المتوفى سنة 728 هجريا المجلد الثالث الشريط الثاني والأربعون فصل قالوا وأما تجسد كلمة الله الخالق بإنسان مخلوق وولادتهما معا أي الكلمة مع الناسوت فإنه لم يخاطب الباري أحدا من الأنبياء إلا وحيا من وراء حجاب حسب ما جاء في هذه الكلمة بقوله وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء وإذا كانت اللطائف لا تظهر إلا في الكثائف روح القدس وغيرها فكلمة الله التي بها خلقت اللطائف والكثائف تظهر في غير كثيف تظهر في غير كثيف ولذلك ظهر في عيسى بن مريم إذ الإنسان أجل ما خلقه الله ولهذا خاطب الخلق وشاهدوا منه ما شاهدوا والجواب من طرق أحدها أن يقال هذا الذي ذكروه وادعوا أنه تجسم كلمة الله الخالقة وادعوا أنه تجسم كلمة الله الخالقة بإنسان مخلوق وولادتهما معا أي الكلمة مع الناسوت هو الذي يعبر عنه باتحاد اللهوت بالناسوت هو أمر ممتنع في صريح العقل وما علم أنه ممتنع في صريح العقل لم يجز أن يخبر به رسول فإن الرسل إنما تخبر بما لا يعلم بالعقل أنه ممتنع فأما ما يعلم بصريح العقل أنه ممتنع فالرسل منزهون عن الإخبار عنه الطريق الثاني أن الأخبار الإلهية الصريحة بأن المسيح عبد الله ليس بخالق العالم والنصارى يقولون هو إله تام وإنسان تام الطريق الثالث الكلام فيما ذكروه فأما الطريق الأول فمن وجوه أحدها أن يقال المتحد بالمسيح إما أن يكون هو الذات المتصف بالكلام أو الكلام فقط وإن شئت قلت المتحد به إما الكلام مع الذات وإما الكلام بدون الذات فإن كان المتحد به الكلام مع الذات كان المسيح هو الأب وهو الابن وهو روح القدس وكان المسيح هو الأقانيم الثلاثة وهذا باطل باتفاق المصارى وسائر أهل الملل وباتفاق الكتب الإلهية وباطل بصريح العقل كما سنذكره إن شاء الله وإن كان المتحد به هو الكلمة فقط فالكلمة الصفة والصفة لا تقوم بغير موصوفها والصفة ليست إلها خالقا والمسيح عندهم إله خالق فبطل قولهم على التقديرين وإن قالوا المتحد به المتحد به وإن قالوا المتحد به الموصوف بالصفة فالموصوف هو الأب وإن قالوا وإن قالوا المتحد به الموصوف بالصفة فالموصوف هو الأب والمسيح عندهم ليس هو الأب وإن قالوا الصفة فقط فالصفة لا تفارق الموصوف ولا تقوم بغير الموصوف والصفة لا تخلق ولا ترزق وليست الإله والصفة لا تقعد عن يمين الموصوف والمسيح عندهم صعد إلى السماء وجلس عن يمين أبيه وأما كونه هو الأب فقط وهو الذات المجرد عن الصفات فهذا أشد استحاله وليس فيهم من يقول بهذا الوجه الثاني أن الذات المتحدة بناسوت المسيح مع ناسوت المسيح إن كانت بعد الاتحاد ذاتين وهما جوهران كما كان قبل الاتحاد فليس ذلك باتحاد وإذا قيل صار جوهرا واحدا كما يقول من يقول منهم إنهما صار كالنار مع الحديدة أو اللبن مع الماء فهذا يستلزم استحالة كل منهما وانقلاب صفة كل منهما بل حقيقته كما استحال الماء واللبن إذا اختلطا والنار مع الحديدة وحينئذ فيلزم أن يكون اللاهوت استحال وتبدلت صفته وحقيقته والاستحالة لا تكون إلا بعدم شيء ووجود آخر فيلزم عدم شيء من القديم الواجب الوجود بنفسه وما وجب قدمه استحال عدمه وما وجب وجوده امتنع عدمه فإن القديم لا يكون قديما إلا لوجوبه بنفسه أو لكونه لازما للواجب بنفسه إذ لو لم يكن لازما له بل كان غير لازم له لم يكن قديما بقدمه والواجب بنفسه يمتنع عدمه ولازمه لا يعدم إلا بعدمه فإنه يلزم من انتفاء اللازم انتفاء الملزوم الوجه الثالث أن يقال الناس لهم في كلام الله عز وجل عدة أقوال وقول النصار ضاطل على جميع الأقوال التي قالها الناس في كلام الله فثبت بطلانه على كل تقدير وذلك أن كلام الله سبحانه إما أن يكون صفة له قائمة به وإما أن يكون مخلوقا له بائنا عنه وإما أن يكون لا هذا ولا هذا بل هو ما يوجد في النفوس وهذا الثالث هو أبعد الأقوال عن أقوال الأنبياء وهو قول من يقول من الفلاسفة والصابعة إن الرب لا تقوم به الصفات وليس هو خالقا باختياره ويقولون مع ذلك إنه ليس علما بالجزئيات ولا قادرا على تغيير الأفلاك بل كلامه عندهم ما يفيض على النفوس وربما سموه كلاما بلسان الحال وهؤلاء ينفون الكلام عن الله ويقولون ليس بمتكلم وقد يقولون متكلم مجازا لكن لما نطقت به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أطلقه من دخل في الملل منهم ثم فسره بمثل هذا وهذا أحد قولي الجهمية ثم فسره بمثل هذا وهذا أحد قولي الجهمية والقول الثاني أنه متكلم حقيقة لكن كلامه مخلوق خلقه في غيره وهو قول المعتزل وغيرهم والقول الآخر للجهمية وعلى هذين القولين فليس لله كلام قائم به حتى يتحد بالمسيح أو يحل به والمخلوق عرض من الأعراض ليس بإله خالق وكثير من أهل الكتاب اليهود والنصارى من يقول بهذا وهذا وأما القول الأول هو قول سلف الأمة وأئمتها وجمهورها وقول كثير من سلف أهل الكتاب وجمهورهم فإما أن يقال الكلام قديم النوع بمعنى أنه لم يزل يتكلم بمشيئته أو قديم العين وإما أن يقال ليس بقديم بل هو حادث والأول هو القول المعروف عن أئمة السنة والحديث وأما القائلون بقدم العين فهم يقولون الكلام لا يتعلق بمشيئته وقدرته لاعتقادهم أنه لا تحله الحوادث وما كان بمشيئته وقدرته لا يكون إلا حادثا ولهم قولان منهم من قال القديم معنا واحد أو خمسة معان وذلك المعنى يكون أمرا ونهيا وخبرا وهذه صفات له لا أقسام له وإن عبر عنه بالعربية كان قرآنا وإن عبر عنه بالعبرية كان توراة ومنهم من قال هو حروف أو حروف وأصوات قديمة الأعيان والقول الثالث إنه متكلم بمشيئته وقدرته كلاما قائما بذاته قالوا وهو حادث ويمتنع أن يكون قديما لامتناع كون المقدور المراد قديما وهذه الطوائف بنوا أقوالهم على أن ما لم يخلو عن الحوادث فهو حادث لامتناع وجود ما لا نهاية له عندهم وإذا امتنع ذلك تعين أن يكون لنوع الحوادث ابتداء كما للحوادث المعني ابتداء ولم يصبق الحوادث كان معه أو بعده فيكون حادثا فلهذا منع هؤلاء أن تكون كلمات الله لا نهاية لها في الأذل وإن كان من هؤلاء من يقول بدوام وجودها في الأبد وأما القول بأن كلمات الله لا نهاية لها مع أنها قائمة بذاته فهو القول المأثور عن أئمة السلف وهو قول أكثر أهل الحديث وكثير من أهل الكلام ومن الفلسفة وهذه الأقوال قد بسط الكلام عليها في غير موضى والمقصود هنا أن قول النصارى باطل على كل قول من هذه الأقوال الأربعة كما تقدم بيان بطلانه على ذينك القولين فإنه على قول الجمهور الذين يجعلون لله كلمات كثيرة إما كلمات لا نهاية لها ولم تزل وإما كلمات لها ابتداء وإذا كان له كلمات كثيرة فالمسيح ليس هو الكلمات التي لا نهاية لها وليس هو كلمات كثيرة بل إنما خلق بكلمة من كلمات الله كما في الكتب الإلهية القرآن والتوراء إنه يخلق الأشياء بكلماته قال تعالى في قصة بشارة مريم بالمسيح قالت رب أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقال أيضا إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون وقال ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وقد أخبر الله في القرآن بخلقه للأشياء بكلماته في غير موضوع بقوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وفي التوراة أن يكون جوهرا قائما بنفسه وفي التوراة الذين يكفرهم المسلمون كالذين يقولون بحلوله في بعض أهل البيت أو بعض المشايخ هم وإن كانوا كفارا شاركوا النصارى في الحلول ولكن لم يقولوا أن الكلمة التي حلت هي الإله الخالق فيتناقضون تناقضا ظاهرا مثل ما في قول النصارى من التناقض البين ما ليس في قول هؤلاء وإن كانوا في بعض الوجوه قولهم شر من قول النصارى الوجه الرابع أن يقال لو كان المسيح نفس كلمة الله فكلمة الله ليست هي الإله الخالق للسماوات والأرض ولا هي تغفر الذنوب وتجزي الناس بأعمالهم سواء كانت كلمته صفة له أو مخلوقة له كسائر صفاته ومخلوقاته فإن علم الله وقدرته وحياته لم تخلق العالم ولم يقول أحد يا علم الله اغفر لي ويا قدرة الله توب عليه ويا كلام الله ارحمني ولا يقول يا توراة الله أو يا إنجيل إنجيله أو يا قرآنه اغفر لي وارحمني وإنما يدعو الله سبحانه وهو سبحانه مقتصف بصفات الكمال فكيف والمسيح ليس هو نفس الكلام فإن المسيح جوهر قائم بنفسه والكلام صفة قائمة بالمتكلم وليس هو نفس الرب المتكلم فإن الرب المتكلم هو الذي يسمونه الأب والمسيح ليس هو الأب عندهم بل الإبن فظلوا في قولهم من جهات منها جعلوا الأقانيم ثلاثة وصفات الله لا تختص بثلاثة ومنها جعلوا الصفة خالقة والصفة لا تخلق ومنها جعلوا المسيح نفس الكلمة والمسيح خلق بالكلمة فقيل له كن فكان كما سيأتي إن شاء الله تعالى تفسير ذلك وإنما خص المسيح خص المسيح بتسميته كلمة الله دون سائر البشر لأن سائر البشر خلقوا على الوجه المعتاد في المخلوقات يخلق الواحد يخلق الواحد من ذرية آدم من نطفة ثم علقة ثم مضغة يخلق الواحد من ذرية آدم من نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم ينفخ فيه الروح وخلقوا من ماء الأبوين الأب والأم والمسيح عليه السلام لم يخلق من ماء رجل بل لما نفخ روح القدس في أمه حبلت به وقال الله كن فكان ولهذا شبهه الله بآدم في قوله إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون فإن آدم عليه السلام خلق من تراب وماء فصار طينا ثم أي بسطين ثم قال له كن فكان وهو حين نفخ الروح فيه صار بشرا تاما لم يحتج بعد ذلك إلى ما احتاج إليه أولاده بعد نفخ الروح فإن الجنين بعد نفخ الروح يكمل خلق جسده في بطن أمه فيبقى في بطنها نحو خمسة أشهر ثم يخرج طفلا يرتضع ثم يكبر شيئا بعد شيء وآدم عليه السلام حين خلق حين خلق جسده قيل له كن فكان بشرا تاما بنفخ الروح فيه ولكن لم يسمى كلمة الله لم يسمى كلمة الله لأن جسده خلق من التراب والماء هو بقي مدة طويلة يقال أربعين سنة فلم يكن خلق جسده فلم يكن خلق جسده إبداعيا في وقت واحد بل خلق شيئا فشيئا وخلق الحيوان من الطين وخلق الحيوان من الطين معتادا في الجملة وخلق الحيوان من الطين معتاد في الجملة وأما المسيح عليه السلام فخلق جسده خلقا إبداعيا بنفس نفخ روح القدس في أمه قيل له كن فكان فكان له من الاختصاص بكونه خلق بكلمة الله ما لم يكن لغيره من البشر ومن الأمر المعتاد في لغة العرب وغيرهم أن الاسم العام إذا كان له نوعان خصت أحد النوعين باسم وأبقت الاسم العام مختصا بالنوع كلفظ الدابة والحيوان فإنه عام في كل ما يدب وكل حيوان ثم لما كان للآدمي اسم يخصه بقي لفظ الحيوان يختص به البهيم ولفظ الدابة يختص به الخيل أو هي والبغال والحمير ونحو ذلك وكذلك لفظ الجائز والممكن وذوي الأرحام وأمثال ذلك فلما كان لغير المسيح ما يختص به أبقي اسم الكلمة العامة مختصا بالمسيح طريق الثاني أن ما ذكوه حجة عليهم فإن الله إذا لم يكلم أحدا من الأنبياء إلا وحيا أو من وراء حجاب فالمسيح ابن مريم يجب أن لا يكلمه إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل إليه رسولا وقوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب يعم كل بشر المسيح وغيره وإذا امتنع أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب فامتنع أن يتحد به أو يحل فيه أولى وأحرى فإنما اتحد به وحل فيه كلمة الله من غير حجاب بين اللهوت والناسوت وهم قد سلموا أن الله لا يكلم بشرا إلا من وراء حجاب الوجه الثالث أن قوله وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب يقتضي أن يكون الحجاب حجابا يحجب البشر كما حجب موسى فيقتضي ذلك أنهم لا يرونه في الدنيا وإن كلمهم كما أنه كلم موسى ولم يره موسى بل سأل الرؤية فقال قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قيل أنا أول من آمن أنه لا يراك أحد في الدنيا وعندهم في التوراة أن الإنسان لا يمكنه أن يرى الله في الدنيا فيعيش وكذلك قال عيسى لما سألوه عن رؤية الله فقال إن الله لم يره أحد قط وهذا معروف عندهم وإذا كان كذلك فلابد أن يكون الحجاب الحاجب للبشر ليس هو من البشر وهو يبطل قول النصارى فإنهم يقولون إن الرب احتجب بحجاب بشري وهو الجسد الذي ولدته مريم فاتخذه حجابا وكلم الناس من ورائه فالقرآن يدل على أن الحجاب ليس من البشر يبين هذا الوجه الرابع وهو أن ذلك الجسد الذي ولدته مريم هو من جنس أجسام بني آدم فإن جاز أن يتحد به ويحل فيه ويطيق الجسد البشري ذلك في الدنيا بما يجعله الله فيه من القوة جاز أن يتحد بغيره من الأجسام لما يجعله فيها من القوة وإذا جاز أن يتحد بها جاز أن يكلمها بغير حجاب بينه وبينها بطريق الأولى والأحرى وهذا خلاف ما ذكروه وخلاف القرآن فتبين أن نفي الأنبياء لأن يراه المرء في الدنيا هو نفي لمماسته ببشر بطريق الأولى والأحرى والناسوت المسيحي هو بشر فإذا لم يمكنه أن يرى الله فكيف يمكنه أن يتحد به ويمسه ويصير هو وإياه كاللبن والماء والنار والحديد أو كالروح والبدن الوجه الخامس أنه من المعلوم أن رؤية الآدمي أن رؤية الآدمي له أيصر من اتحاده به وحلوله فيه وأولى بالإمكان فإذا كانت الرؤية في الدنيا قد نفاها الله ومنعها على ألسن رسله موسى وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم وسلامه فكيف يجوز اتصاله بالبشر واتحاده به الوجه السادس أنه لو كان حلوله في البشر مما هو ممكن وواقع لم يكن لاختصاص واحد من البشر بذلك دون من قبله وبعده معنى فإن القدرة شاملة فإن القدرة شاملة والمقتضى وهو وجود الله وحاجة الخلق موجودة ولهذا لما كانت الرسل ممكنة أرسل من البشر غير واحد ولما كان سماع كلامه للبشر ممكنا سمع كلامه غير واحد ورؤيته في الدنيا بالأبصار لم تقع لأحد باتفاق علماء المسلمين لكن لهم في النبي صلى الله عليه وسلم قولان والذي عليه أكابر العلماء وجمهورهم أنه لم يره بعينه كما دل على ذلك الكتاب والسنة والخلة لما كانت ممكنة اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمدا أيضا خليلا كما في الصحيح من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا وقال صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا تتخذت أبا بكر خليلا ولكان صاحبكم خليل الله يعني نفسه الوجه السابع قولهم وإذا كانت اللطائف لا تظهر إلا في الكثائف مثل الروح وغيرها فكلمة الله التي بها خلقت الكثائف تظهر في غير كثيف كلا فيقال لهم ظهور اللطائف في الكثائف كلاب مجمل فإن أردتم أن روح الإنسان تظهر في جسده أو الجني يتكلم على لسان المصروع ونحو ذلك فليس هذا مما نحن فيه وإن أردتم أن الله تعالى نفسه يحل في البشر فهذا محل النزاع فأين الدليل عليه وأنتم لم تذكروا إلا ما يدل على مقيد ذلك الوجه الثامن أن هذا أمر لم يدل عليه عقل ولا نقل ولا نطق نبي من الأنبياء بأن الله يحل في بشر ولا ادعى صادق قط حلول الرب فيه وإنما يدعي ذلك الكذابون كالمسيح الدجال الذي يظهر في آخر الزمان ويدعي الألوهية فينزل الله تبارك وتعالى عيسى بن مريم مسيح الهدى فيقتل مسيح الهدى الذي ادعيت فيه الألوهية بالباطل المسيح الدجال الذي ادعى الألوهية بالباطل ويبين أن البشر لا يحل فيه رب العالمين ولهذا لما أنظر النبي صلى الله عليه وسلم بالمسيح الدجال وقال ما من نبي إلا وقد أنظر أمته المسيح الدجال حتى نوح أنظر قومه به حتى نوح أنظر قومه به حتى نوح أنظر قومه به وذكر النبي صلى الله عليه وسلم له ثلاث دلائل ظاهرة تظهر لكل مسلم تبين كذبه أحدها قوله مكتوب بين عينيه كافر كاف فاء راء يقرأها كل مؤمن قارئ وغير قارئ الثاني قوله واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت فبين أن الله لا يراه أحد في الدنيا بعينين وكل بشر فإنه يرى في الدنيا بالعين فعلم أن الله لا يتحد ببشر وكل بشر فإنه يرى في الدنيا بالعين فعلم أن الله لا يتحد ببشر الثالث قوله أنه أعور أنه أعور وأن ربكم ليس بأعور ودلائل نفي ربوبي عنه كثيرة لكن لما كان حلول اللاهود في البشر واتخاذه به مذهبا ظل به طوائف كثيرون من بني آدم النصارى وغيرهم وكان المسيح الدجال يأتي بخوارق عظيمة والنصار احتجوا على ألوهية المسيح بمثل ذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من علامات كذبه أمورا ظاهرة لا يحتاج فيها إلى بيان موارد النزاع التي ضل فيها خلق كثير من الآدمين فإن كثيرا من الناس بل أكثرهم تدهشهم الخوارق حتى يصدقوا صاحبها قبل النظر في إمكان دعواه وإذا صدقوه صدقوا النصارى في دعوة ألوهية المسيح وصدقوا أيضا من ادعى الحلول والاتحاد في بعض المشايخ أو بعض أهل البيت أو غيرهم من أهل الإفك والفجور وبهذا يظهر الجواب عما يورده بعض أهل الكلام كالرازي على هذا الحديث حيث قالوا دلائل كون الدجال ليس هو الله ظاهرة فكيف يحتج النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك بقوله إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور وهذا السؤال يدل على جهل قائله بما يقع فيه بنو آدم من الضلال وبالأدلة البينة التي تبين فساد الأقوال الباطلة وإلا فإذا كان بنو إسرائيل في عهد موسى ظنوا أن العجل هو إله موسى فقالوا هذا إلهكم وإله موسى وظنوا أن موسى نسيه والنصار مع كثرتهم يقولون إن المسيح هو الله وفي المنتسبين إلى القبلة خلق كثير يقولون ذلك في كثير من المشايخ وأهل البيت حتى إن كثيرا من أكابر شيوخ المعرفة والتصوف يجعلون هذا نهاية التحقيق والتوحيد وهو أن يكون الموحد هو الموحد وينشدون ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد توحيد من يخبر عن نعته توحيد من يخبر عن نعته عارية أبطلها الواحد توحيده إياه توحيده ونعت من ينعته لأحد ونعت من ينعته لا حد ونعت من ينعته لأحد فكيف يستبعد مع إظهار الدجال هذه الخوارق العظيمة فكيف يستبعد مع إظهار الدجال هذه الخوارق العظيمة أن يعتقد فيه أنه الله أن يعتقد فيه أنه الله وهو يقول أنا الله وقد اعتقد ذلك في من لم يظهر اعتقد ذلك في من لم يظهر فيه مثل خوارقه من الكذابين وفي من لم يقل أنا الله كالمسيحي وسائر الأنبياء والصالحين الوجه التاسع قولهم فكلمة الله التي بها خلقت اللطائف تظهر في غير كثيف كلا كلا تظهر في غير كثيف كلا فيقال لهم كلمة الله التي يدعون ظهورها في المسيح أهي كلام الله الذي هو صفته أو ذات الله المتكلمة أو مجموعها فإن قلتم الظاهر فيه نفس الكلام فهذا يراد به شيئان إن أريد به أن الله أنزل كلامه على المسيح كما أنزله على غيره من الرسل فهذا حق اتفق عليه أهل الإيمان ونطق به القرآن وإن أريد به أن كلام الله فارق ذاته وحل في المسيح أو غيره فهو باطل مع أن هذا لا ينفع النصارى فإن المسيح عندهم إله خلق السماوات والأرض وهو عندهم ابن آدم وخالق آدم وابن مريم وخالق مريم ابنها بناسوته وخالقها بلهوته وإن أرادوا بظهور الكلمة الظهور ذات الله أو ظهور ذاته وكلامه في الكثيف الذي هو الإنسان فهذا أيضا يراد به ظهور نوره ظهور نوره في قلوب المؤمنين كما قال تعالى الله نور السماوات والأرض إلى قوله كوكب دري وكما ظهر الله من طور سيناء وأشرق من ساعير واستعلن من جبال فاران وكما تجلى لإبراهيم كما ذكره في التوراة فهذا لا يختص بالمسيح بل هو لغيره كما هو له وإن أرادوا أن ذات الرب حلت في المسيح أو في غيره فهذا محل النزاع فأين دليلهم على إمكان ذلك ثم وقوعه مع أن جماهير العقلاء من أهل الملل وغيرهم يقولون هذا غير واقع بل هو ممتنع الوجه العاشر قولهم فكلمة الله التي بها خلقت اللطائف تظهر في غير كثيف كلا كلام باطل فإن ظهور ما يظهر من الأمور الإلهية إذا أمكن ظهوره فظهوره في اللطائف أولى من ظهوره في الكثيف فإن الملائكة تنزل بالوحي على الأنبياء عليهم السلام وتتلقى كلام الله من الله وتنزل به على الأنبياء عليهم السلام فيكون وصول كلام الله إلى ملائكة قبل وصوله إلى البشر وهم الوسائط كما قال تعالى أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء والله تعالى أيد رسله من البشر حتى أطاقوا التلقي عن الملائكة وكانت الملائكة تأتيهم أحيانا في غير الصورة البشرية وأحيانا في الصورة البشرية فكان ظهور الأمور الإلهية باللطائف ووصولها إليهم أولى منه بالكثائف ولو جاز أن يتحدى الرب سبحانه بحي من الأحياء ويحل فيه لكان حلوله في ملك من الملائكة واتحاده به أولى من حلوله واتحاده بواحد من البشر الوجه الحادي عشر أن الناسوت المسيحي عندهم الذي اتحد به هو البدن والروح معا فإن المسيح كان له بدن وروح كما لسائر البشر واتحد به عندهم اللاهوت فهو عندهم اسم يقع على بدن وروح آدميين وعلى اللاهوت وحينئذ فاللهوت على رأيهم إنما اتحد في لطيف وهو الروح وكثيف وهو البدن لم يظهر في كثيف فقط ولولا اللطيف الذي كان مع الكثيف وهو الروح لم يكن للكثيف فضيلة ولا شرف الوجه الثاني عشر أنهم يشبهون اتحاد اللاهوت بالنسوت باتحاد الروح بالبدن كما شبهوا هنا ظهوره فيه بظهور الروح في البدن وحينئذ فمن المعلوم أن ما يصيب البدن من الآلام تتألم به الروح وما تتألم به الروح يتألم به البدن فيلزم أن يكون الناسوت لما صلب وتألم وتوجع الوجع الشديد كان اللاهوت أيضا متألما متوجعا وقد خاطبت بهذا بعض النصارى وقد خاطبت بهذا بعض النصارى فقال لي الروح بسيطة أي لا يلحقها ألم فقلت له فما تقول في أرواح الكفار بعد الموت أم نعامة أم معذبة فقال هي في العذاب فقلت فعلم أن الروح المفارقة تنعم وتعذب فإذا شبهتم اللاهوت في الناسوت بالروح في البدن لازم أن تتألم إذا تألم الناسوت كما تتألم الروح إذا تألم البدن فاعترف هو وغيره بلزوم ذلك الوجه الثالث عشر أن قولهم وإذا كانت اللطائف لا تظهر إلا في الكثائف فكلمة الله لا تظهر إلا في كثيف كلا تركيب فاسد لا دلالة فيه وإنما يدل إذا بيّنوا أن كل لطيف يظهر في كثيف ولا يظهر في غيره حتى يقال فلهذا ظهر الله في كثيف ولم يظهر في لطيف وإلا فإذا قيل إنه لا يحل لا في لطيف ولا في كثيف أو قيل إنه يحل فيهما بطل قولهم بوجوب حلوله في المسيح الكثيف دون اللطيف وهم لم يؤلفوا الحجة تأليفا منتجا ولا دل على مقدماتها بدليل فلا أتوا بصورة الدليل ولا مادته بل ما غاليط لا تروج إلا على جاهل يقلدهم ولا يلزم من حلول الروح في البدن أن يحل كل شيء في البدن بل هذه دعوة مجردة فأرواح بني آدم تظهر في أبدانهم ولا تظهر في أبدان البهائم بل ولا في الجن والملائكة تتصور في صورة الآدميين بل ولا في الجن والملائكة تتصور في صورة الآدميين وكذلك الجن والإنسان لا يظهر في غير صورة الإنسان فأي دليل على كلامهم على أن الرب يحل في الإنسان الكثيف ولا يحل في اللطيف والقوم شرعوا يحتجون على تجسيم كلمة الله الخالقة فقالوا وأما تجسيم كلمة الله الخالقة بإنسان مخلوق وولادتهم معا أي الكلمة مع الناسوت فإن الله لم يكلم أحدا من الأنبياء إلا وحيا أو من وراء حجاب وليس فيما ذكره قط دلالة لا قطعية ولا ظنية على تجسيم كلمة الله الخالقة وولادتها مع الناسوت الوجه الرابع عشر أنهم قالوا وأما تجسيم كلمة الله الخالقة ثم قالوا فكلمة الله التي بها خلقت اللطائف فتارة يجعلونها خالقة وتارة يجعلونها مخلوقا بها ومعلوم أن الخالقة ليس هو المخلوق به والمخلوق به ليس هو الخالق فإن كانت الكلمة خالقة فهي خلقت الأشياء ولم تخلق الأشياء بها وإن كانت الأشياء خلقت بها فلم تخلق الأشياء بل خلقت الأشياء بها ولو قالوا إن الأشياء خلقت بها بمعنى أن الله إذا أراد أمرا فإنما يقول له كن فيكون لكان هذا حقا لكنهم يجعلونها خالقة مع قولهم بما يناقض ذلك الوجه الخامس عشر أن يقال لهم إذا كان الله لم يخاطب بشرا إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء فتكليمه للبشر بالوحي ومن وراء حجاب كما كلم موسى وبإرسال ملك كما أرسل الملائكة إما أن يكون كافيا في حصول مراد الرب من الرسالة إلى عباده أو ليس كافيا بل لابد من حلول نفسه بل لابد من حلوله نفسه في بشر فإن كان ذلك كافيا أمكن أن يكون المسيح مثل غيره فيوحي الله إليه أو يرسل إليه ملكا فيوحي بإذن الله ما يشاء أو يكلمه من وراء حجاب كما كلم موسى وحينئذ فلا حاجة به إلى اتحاده ببشر مخلوق وإن كان التكلم ليس كافيا وجب أن يتحد بسائر الأنبياء كما اتحد بالمسيح فيتحد بنوح وإبراهيم وموسى وداود وغيرهم يبين هذا الوجه السادس عشر وهو أنه من المعلوم أن الأنبياء الذين كانوا قبل المسيح أفضل من عوام النصارى الذين كانوا بعد المسيح وأفضل من اليهود الذين كذبوا المسيح فإذا كان الرب قد يفضل باتحاده في المسيح حتى كلم عباده بنفسه فيتحد المسيح محتجبا ببدنه الكثيف وكلم بنفسه اليهود المكذبين للمسيح وعوام النصارى وسائر من كلمه المسيح فكان أن يكلم من هم أفضل من هؤلاء من الأنبياء والصالحين بنفسه أولى وأحرى مثل أن يتحد بإبراهيم الخليل فيكلم إسحاق ويعقوب ولوطا محتجبا ببدن الخليل أو يتحد بيعقوب فيكلم أولاده أو غيرهم محتجبا ببدن يعقوب أو يتحد بموسى بن عمران فيكلم هارون ويوشع بن نون وغيرهما محتجبا ببدن موسى فإذا كان هو سبحانه لم يفعل ذلك إما لامتناع ذلك وإما لأن عزته وحكمته أعلى من ذلك ما عدم الحاجة إلى ذلك علم أنه لا يفعل ذلك في المسيح بطريق الأولى والأحرى الوجه السابع عشر أنه إذا أمكنه أن يتحد ببشر فاتحاده بملك من الملائكة فاتحاده بملك من الملائكة أولى وأحرى وحينئذ فقد كان اتحاده بجبريل الذي أرسله إلى الأنبياء أولى من اتحاده ببشر يخاطب اليهود وعوام المصارى بسم الله الرحمن الرحيم عنوان الكتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلامي أبي العباس التقييد ديني أحمد بن عبد الحليم بن تامية الحراني المتوفى سنة سبعمائة ثمانية وعشرون هجريا المجلد الثالث الشريط الثالث والأربعون فصل قالوا ولذلك ظهر في عيسى بن مريم إذ الإنسان أجل ما خلاقه الله ولهذا خاطب الخلق وشاهدوا منه ما شاهدوا فيقال إن ادعيتم ظهوره في عيسى كما ظهر في إبراهيم وموسى ومحمد صلوات الله عليهم وسلامه كما يظهر في بيوته التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه وذلك بظهور بظهور نوره ومعرفته وذكر أسمائه وعبادته ونحو ذلك من غير حلول ذاته في البشر ولا اتحاده به فهذا أمر مشترك بين المسيح وغيره فالاختصاص للمسيح بهذا وهذا أيضا قد يسمى حلولا وعندهم أن الله يحل في الصالحين وهذا مذكور عندهم في بعض الكتب الإلهية كما في كتبهم في المزمور الرابع من الزبور يقول داود عليه السلام في مناجاته لربه وليفرح المتوكلون عليك إلى الأبد ويبتهجون وتحل فيهم ويفتخرون فأخبر أنه يحل في الصالحين المذكورين فعلم أن هذا لاختصاص للمسيح به وليس المراد بهذا باتفاقهم واتفاق المسلمين أن ذات الله نفسه التتحد بالبشر ويصير اللهوت والناسوت كالنار والحديد والماء واللبن ونحو ذلك مما يمثلون به الاتحاد بل هذا يراد به حلول الإيمان به ومعرفته ومحبته وذكره وعبادته ونوره وهداه وقد يعبر عن ذلك بحلول المثال العلمي كما قال تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وقال تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض وقال تعالى وله المثال الأعلى في السماوات والأرض فهو سبحانه له المثال الأعلى في قلوب أهل السماوات وأهل الأرض ومن هذا الباب ما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه قال يقول الله أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه فأخبر أن شفتي تتحرك به أي باسمه وكذلك قوله في الحديث الصحيح عبدي مرضت فلم تعدني فيقول العبد ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين فيقول أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلو عدته لوجدتني عنده فقال لوجدتني عنده ولم يقل لوجدتني إياه وهو عنده أي في قلبه والذي في قلبه المثال العلمي وقال تعالى عبدي جعت فلم تطعمني فلم تطعمني فيقول وكيف أطعمك وأنت رب العالمين فيقول أما علمت أن عبدي فلانا جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي ولم يقل لوجدتني قد أكلته وكذلك قوله في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت علي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وفي رواية فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله تردد عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأكره مساءته وهذا الحديث قد يحتج به القائلون بالحلول العام أو الاتحاد العام أو وحدة الوجود وقد يحتج به من يقول بالخاص من ذلك كأشباه المصارى والحديث حجة على الفريقين فإنه قال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب فأثبت ثلاثة وليا له وعدوا يعادي وليه وميز بين نفسه وبين وليه وعدو وليه فقال من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب ولكن دل ذلك على أن وليه الذي ولاه فصار يحب ما يحب ويبغض ما يبغض ويوالي من يوالي ويعادي من يعادي فيكون الرب مؤذنا بالحرب لمن عاداه بأنه معاد لله ثم قال تعالى وما تقرب إلي عبد بمثل أداء ما افترضت عليه ففرق بين العبد المتقرب والرب المتقرب إليه ثم قال ولا يزال عبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه حتى أحبه فبين أنه يحبه بعد تقربه بالنوافل والفرائب ثم قال فإذا أحبه فإذا أحبه كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وعند أهل الحلول والاتحاد العام أو الوحدة هو صدره وبطنه وظهره ورأسه وشعره وهو كل شيء أو في كل شيء قبل التقرب وبعده وعند الخاص وأهل الحلول صار هو وهو كالنار والحديد والماء واللبن لا يختص بذلك آلة الإدراك والفعل ثم قال تعالى فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي وعلى قول هؤلاء الرب هو الذي يسمع ويبصر ويبطش ويمشي والرسول إنما قال فبي ثم قال ولئن سألني لأعطيته ولئن استعاذني لأعيذنه فجعل العبد سائلا مستعيذا والرب مسؤولا مستعاذا به وهذا يناقض الاتحاد وقوله فبي يسمع مثل قوله ما تحركت بي شفتاه يريد به المثال العلمي وقول الله فيكون الله في قلبه أي معرفته ومحبته وهداه وموالاته وهو المثل العلمي فبذلك الذي في قلبه يسمع ويبصر ويبطش ويمشي والمخلوق إذا أحب المخلوق أو عظمه أو أطاعه يعبر عنه بمثل هذا فيقول أنت في قلب وفي فؤادي وما زلت بين عيني ومنه قول القائل مثالك في عيني وذكرك في فمي ومثواك في قلبي فأين تغيب وقول الآخر ومن عجبي أني أحن إليهم وأسأل عنهم من لقيت وهم معي وتطلبهم عيني وهم في سوادها ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي ومثل هذا كثير مع علم العقلاء أن نفس المحبوب المعظم هو في نفسه ليست ذاته في عين محبه ولا في قلبه ولكن قد يشتبه هذا بهذا حتى يظن الغالطون أن نفس المحبوب المعبود في ذات المحب العابد ولذلك غلط بعض الفلاسفة حتى ظن أن ذلك المعلوم المعقول يتحد بالعالم العاقم فجعل المعقول والعقل والعاقل شيئا واحدا ولم يميز بين حلول مثال المعلوم وبين حلول ذاته وهذا يكون لضعف العقل وقوة سلطان المحبة والمعرفة فيغيب الإنسان بمعبوده عن عبادته وبمحبوبه عن محبته وبمشهوده عن شهادته وبمعروفه عن معرفته فيفنى من لم يكن عن شهود العبد لا أنه نفسه فيفنى من لم يكن عن شهود العبد لا أنه نفسه يعدم ويفنى في من لم يزل في شهوده ومن هذا المقام إذا غلط قد يقول ومن هذا المقام إذا غلط قد يقول مثل ما يحكى عن أبي يزيد البصامي سبحاني أو ما في الجبة إلا الله وفي هذا تذكر حكاية وهو أن شخصا كان يحب آخر فألقى المحبوب نفسه في ماء فألقى المحب نفسه خلفه فقال أنا وقعت فلما وقعت أنت فقال غبت بك عني فظننت أنك أني فهذا العبد المحب لما استولى لما استولى على قلبه سلطان المحبة صار قلبه مستغرقا في محبوبه لا يشهد قلبه غير ما في قلبه وغاب عن شهود نفسه وأفعاله فظن أنه هو نفس المحبوب وهذا أهون من أن يظن أن ذات المحبوب نفسه فهذا الظن لاتحاد الذات أو لحلولها ظن غالط وقع فيه كثير من الناس فالذين قالوا إن المسيح أو غيره من البشر هو الله أو أن الله حال فيه قد يكون غلطهم من هذا الجنس لما سمعوا كلاما يقتضي أن الله في ذات الشخص هو جعلوا فعل هذا فعل هذا ضمن ذاك اتحاد الذات وحلولها وإنما المراد أن معرفة الله فيه واتحاد المأمور به والمنهي عنه والموالي والمعادي كقوله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله وقوله من يطع الرسول فقد أطاع الله وليس ذلك لأن الرسول هو الله ولا لأن نفسه حال في الرسول بل لأن الرسول يأمر بما أمر الله به وينهى عما ينهى الله عنه ويحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله ويوالي أولياء الله ويعادي أعداء الله فمن بايعه على السمع والطاعة فإنما بايع الله على السمع والطاعة ومن أطاعه فإنما أطاع الله وكذلك المسيح وسائر الرسل إنما يأمرون بما يأمر الله به وينهون عما ينهى الله عنه ويوالون أولياء الله ويعادون أعداء الله فمن أطاعهم فقد أطاع الله ومن صدقهم فقبل منهم فقبل منهم ما أخبروا به فقد قبل عن الله ومن ولاهم فقد والى الله ومن عداهم وحربهم فقد عاد الله وحرب الله ومن تصور هذه الأمور تبين له أن لفظ الحلول قد يعبر عنه عن معنى صحيح وقد يعبر به عن معنى صحيح وقد يعبر به عن معنى فاسد وكذلك حلول كلامه في القلوب ولذلك كره أحمد بن حنبل الكلام في لفظ حلول القرآن في القلوب كما قد ذكر في غير هذا الموضع ومما يوضح هذا أن الشيء له وجود في نفسه هو وله وجود في المعلوم والأذهان ووجود في اللفظ واللسان ووجود في الخط والبيان ووجود عيني شخصي وعلمي لفظي ورسمي وذلك كالشمس مثلا فلما تحقق في نفسها فلما تحقق في نفسها وهي الشمس فلما تحقق في نفسها وهي الشمس التي في السماء ثم يتصور بالقلب الشمس ثم ينطق اللسان بلفظ الشمس ويكتب بالقلم الشمس والمقصود بالكتاب مطابقة اللفظ وباللفظ مطابقة العلم وبالعلم مطابقة المعلوم فإذا رأى الإنسان في كتاب خط الشمس أو سمع قائلا يذكر قال هذه الشمس قد جعلها الله سراجا وهاجا وهذه الشمس تطلع من المشرق وتغرب من المغرب فهو يشير إلى ما سمعه من اللفظ ورآه من الخط وليس مراده نفس اللفظ والخط فإن ذلك ليس هو الشمس التي تطلع وتغرب وإنما مراده ما يقصد بالخط واللفظ ويراد بهما وهو المدلول المطابق لهما وكذلك قد يرى اسم الله مكتوبا في كتاب ومعه اسم صنم فيقول آمنت بهذا وكفرت بهذا ومراده أنه مؤمن بالله كافر بالصنم فيشير إلى اسمه المكتوب ومراده المسمى بهذا الاسم وكذلك إذا سمع من يذكر أسماء الله الحسنى إذا سمع من يذكر أسماء الله الحسنى قال هذا رب العالمين ومراده المسمى بتلك الأسماء ومن هذا قول أنس بن مالك كان نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أسطر محمد رسول الله محمد سطر ورسول سطر هو الله سطر ومراده بهذه الأسماء الخط لهذا وهذا وهذا لا اللفظ ولا المسمى ومما يشبه هذا ما يرى في المرآة أو الماء مثل أن يرى الشمس أو غيرها في ماء أو مرآة فيشار إلى المرئي فيقال هذا الشمس وهذا وجه أو وجه فلان وليس مراده أن نفس الشمس أو وجهه أو وجه فلان حل في الماء أو المرآة ولكن لما كان المقصود بتلك الرؤية هو الشمس وهو الوجه ذكره ثم قد يقال رآه رؤية مقيدة في الماء أو المرآة وقد يقال رآه بواسطة الماء والمرآة وقد يقال رأى مثاله وخياله المحاكلة ولكن المقصود بالرؤية هو نفسه ومثل هذا كثير ومثل هذا كثير ومعلوم أن ما في القلوب من المثال العلمي المطابق للمعلوم أقرب إليه من اللفظ واللفظ أقرب من الخط فإذا كان قد يشار إلى اللفظ والخط والمراد هو نفسه وإن لم يكن الخط واللفظ هو ذاته بل به ظهر وعرف فلأن يشار إلى ما في القلب ويراد به المعروف الذي ظهر للقلب وتجلى للقلب وصار نفسه وصار نفسه في القلب بطريق الأولى والعقلاء إنما تتوجه قلوبهم إلى المقصود المراد دون الوسائل ويعبرون بعبارات تدل على ذلك لظهور مرادهم بها كما يقولون لمن يعرف علم غيره أو لمن يأمر بأمره ويخبر بخبره هذا فلان فإذا كان مطلوبهم علم عالم أو طاعة أمير فجاء نائبه القائم مقامه في ذلك القائم مقامه في ذلك قالوا هذا فلان أي المطلوب منه هو مع هذا فالاتحاد المقصود بهما يعبرون عن أحدهما بلفظ الآخر فالاتحاد المقصود بهما يعبرون عن أحدهما بلفظ الآخر كما يقال عكرمة هو ابن عباس وأبو يوسف هو أبو حنيفة ومن هذا الباب ما يذكر عن المسيح عليه السلام أنه قال أنا وأبي واحد من رآني فقد رأى أبي وقوله تعالى فيما حكاه عن رسوله عبدي مردت فلم تعدني عبدي جعت فلم تطعمني ويشبهه قوله إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله فأن بغي أن يعرف هذا النوع من الكلام فإنه تنحل به إشكالات كثيرة فإن هذا موجود في كلام الله ورسله وكلام المخلوقين في عامة الطوائف مع ظهور المعنى ومعرفة المتكلم والمخاطب أنه ليس المراد أن ذات أحدهم اتحدت بذات الآخر بل أبلغ من ذلك يطلق لفظ الحلول والاتحاد ويراد به معنا صحيح كما يقال فلان وفلان بينهم اتحاد إذا كان متفقين فيما يحبان ويبغضان ويواليان ويعاديان فلما اتحد مرادهما ومقصودهما صار يقال هما متحدان وبينهما اتحاد ولا يعني بذلك أن ذات هذا اتحدت بذات هذا كاتحاد النار والحديد والماء واللبن والنفس والبدن وكذلك لفظ الحلول والسكنة والتخلل وغير ذلك كما قيل قد تخللت مثلك الروح مني وبذا سمي الخليل خليلا والمتخلل مثلك الروح منه هو محبته له وشعوره به ونحو ذلك لا نفس ذاته وكذلك قول الآخر ساكن في القلب يعمره لست أنساه فأذكره والساكن في القلب هو مثاله العلمي ومحبته ومعرفته فتسكن في القلب معرفته ومحبته لا عين ذاته وكذلك قول الآخر إذا سكن الغذير على صفاء وجنب أن يحركه النسيم بدت فيه السماء بلا امتراء كذاك الشمس تبدو والنجوم كذاك قلوب أرباب التجلي يرى في صفوها الله العظيم وقد يقال فلان ما في قلبه إلا الله وما عنده إلا الله يراد بذلك إلا ذكره ومعرفته ومحبته وخشيته وطاعته وما يشبه ذلك أي ليس في قلبه ما في قلب غيره من المخلوقين بل ما في قلبه إلا الله وحده ويقال فلان ما عنده إلا فلان إذا كان يلهج بذكره ويفضله على غيره وهذا باب واسع مع علم المتكلم والمجتمع أن ذات فلان لم تحل في هذا فضلا عن أن تتحد به وهو كما يقال عن المرآة إذا لم تقابل إلا الشمس ما فيها إلا الشمس أي لم يظهر فيها غير الشمس وأيضا فلفظ الحلول يراد به حلول ذات الشيء تارة وحلول معرفته ومحبته ومثاله العلمي تارة كما تقدم ذكره وعندهم في النبوات أن الله حل في غير المسيح من الصالحين وليس المراد به أن ذات الرب حلت فيه بل يقال فلان ساكن في قلبي وحال في قلبي وهو في سري وسويداء قلبي وهو في سري وسويداء قلبي وهو في سري وسويداء قلبي ونحو ذلك وإنما حل فيه مثاله العلمي وإذا كان كذلك فمعلوم أن المكان إذا خلا ممن يعرف الله ويعبده لم يكن هناك ذكر الله ولا حلت فيه عبادته ومعرفته فإذا صار في المكان من يعرف الله ويعبده ويذكره ظهر فيه ذكره والإيمان به وحل فيه الإيمان بالله وعبادته وذكره وهو بيت الله عز وجل فيقال إن الله فيه وهو حال فيه كما يقال إن الله في قلوب العارفين وحال فيهم والمراد به حلول معرفته والإيمان به ومحبته حلول معرفته والإيمان به ومحبته ونحو ذلك وقد تقدم شواهد ذلك فإذا كان الرب في قلوب عباده المؤمنين أي نوره ومعرفته وعبر عن هذا بأنه حال فيهم وهم حالون في المسجد قيل إن الله في المسجد وحال فيه بهذا المعنى كما يقال الله في قلب فلان وفلان ما عنده إلا الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أما علمت أن عبدي فلانا مرضا فلو عدته لوجدتني عنده ومما يزيد ذلك إضاحا ما يراه النائم من بعض الأشياء ما يراه النائم من بعض الأشخاص في منامه فيخاطبه ويأمره وينهاه ويخبره بأمور كثيرة وهو يقول رأيت فلانا في منامي فقال لي كذا وقلت له كذا وفعل كذا وفعلت كذا ويذكر أنواع من الأقوال والأفعال وقد يكون فيها علوم وحكم وآداب ينتفع بها غاية المنفعة وقد يكون ذلك الشخص الذي رأى في المنام حيا وهو لا يشعر بأن ذاك رأاه في منامه فضلا عن أن يكون شاعرا بأنه قال أو فعل وقد يقص الرأي عليه رؤياه ويقول له الرأي يا سيدي رأيتك في المنام فقلت لي كذا وأمرتني بكذا وانهيتني عن كذا والمرئي لا يعرف ذلك ولا يشعر به لأن المرئي الذي حل في قلب الرأي هو المثال العلمي المطابق للعيني كما يرى الرأي في المرأة أو الماء الشخص الموجود في الخارج فهو المقصود وبعض المرئيين في المنام قد يدري بأنه رؤيا في المنام ويكاشف بذلك الرأي كما قد يكاشفه بأمور أخرى لا لأنه نفسه حل فيه والرؤيا إذا كانت صادقة كان ذلك القول والعمل مناسبا لحال المرئي مما هو عادته يقوله ويفعله بنفسه فمثل للرأي فمثل للرأي من مثاله قائلا له وفاعلا فمثل للرأي مثاله قائلا له وفاعلا ليعلم أنه نفسه يقوله ويفعله فينتفع بذلك الرأي كما يحكي كما يحكى للإنسان قول غيره قول غيره وعمله ليعرف بذلك نفس القول والعمل المحفي فإن كثيرا من الأشياء لا يعرفه الناس أو أكثرهم إلا بالمثل المضروب له إما في اليقظة أو في المنام مع العلم بأن عين هذا ليس عين هذا مع العلم بأن عين هذا ليس عين هذا ومن توهم أنه إذا رأى شخصا في منامه بأن ذاته نفسها حلت فيه دل على جهله فإن المرئي كثيرا ما يكون حيا وهو لا يشعر بمن رآه ذلك لا روحه تشعر ولا جسمه فلا يتوهم أن ذات روحه تمثلت في سورته الجسمية للنائم بل الممثل في نفس الرأي مثال مطابق له وجسمه وروحه حيثهما ثم الرؤية قد تكون من الله فتكون حقا وقد تكون من الشيطان كما ثبت تقسيمها كما ثبت تقسيمها إلى هذين في الأحاديث الصحيحة والشيطان كما قد يتمثل في المنام بصورة شخص فقد يتمثل أيضا في اليقظة بصورة شخص يراه كثير من الناس يضل بذلك من لم يكن من أهل العلم والإيمان كما يجري لكثير من مشرك الهند وغيرهم إذا مات ميتهم يرونه قد جاء بعد ذلك وقضى ديونا ورد ودائعا وأخبرهم بأمور عن موتاهم وإنما هو شيطان تصور في صورته وقد يأتيهم في صورة من يعظمونه من الصالحين ويقول أنا فلان وإنما هو شيطان وقد يقول شيخ من الشيوخ ويخلف موضعه شخصا في صورته يسمونه روحانية الشيخ ورفيقه وهو جني تصور في صورته وهذا يقع لكثير من الرهبان وغير الرهبان من المنتسبين إلى الإسلام وقد يرى أحدهم في اليقظة من يقول له أنا الخليل أو أنا موسى أو أنا المسيح أو محمد أو أنا فلان لبعض الصحابة أو الحواريين ويراه طائرا في الهواء وإنما هو وإنما يكون ذلك من الشياطين ولا تكون تلك الصورة مثل صورة ذلك الشخص وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل في صورته فرؤيته في المنام حق وأما في اليقظة فلا يرى بالعين هو ولا أحد من الموتى مع أن كثيرا من الناس قد يرى في اليقظة من يظنه نبيا من الأنبياء إما عند قبره وإما عند غير قبره وقد يرى القبر انشق وخرج منه صورة إنسان فيظن أن الميت نفسه خرج من القبر أو أن روحه تجسدت وخرجت من القبر وإنما ذلك جني تصور في صورته ليضل ذلك الرأي فإن الروح ليست مما تكون تحت التراب وأنشق عنها التراب فإنها وإن كانت قد تتصل بالبدن فلا يحتاج في ذلك إلى شق التراب والبدن لم ينشق عنه التراب وإنما ذلك تخييل من الشيطان وقد جرى مثل هذا لكثير من المنتسبين إلى المسلمين وأهل الكتاب والمشركين ويظن كثير من الناس أن هذه من كرامات عباد الله الصالحين ويكون من إضلال الشياطين كما قد بصد الكلام في هذا الباب في غير هذا الكتاب مثل الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان وغير ذلك وعرف أنه ليس هو البشر فكيف إذا كان المتكلم هو رب العالمين فإن هذا لو كان حقا لظهر ظهورا أعظم من ظهور كلام الملك والجني على لسان البشر بكثير كثير وأما ما شاهدوه من معجزات المسيح عليه الصلاة والسلام فقد شاهدوا من غيره ما هو مثلها وأعظم منها وقد أحيا غيره الميت وأخبر بالغيوب أكثر منه ومعجزات موسى أعظم من معجزاته أو أكثر وظهور المعجزات على يديه يدل على نبوته ورسالته كما دلت المعجزات على نبوة غيره ورسالتهم لا تدل على الألوهية والدجال لما ادعى الألوهية لم يكن ما يظهر على يده من الخوارق دليلا عليها لأن دعوة الألوهية ممتنعة فلا يكون في ظهور العجائب ما يدل على الأمر الممتنع فصل قالوا وقد قال الله على أفواه الأنبياء والمرسلين الذين تنبوا على ولادته من العذراء الطاهرة مريم وعلى جميع أفعاله التي فعلها في الأرض وصعوده إلى السماء وهذه النبوات جميعها عند اليهود مقرين ومعترفين بها يقرؤونها في كنائسهم ولم ينكروا منها كلمة واحدة فيقال هذا كله مما لا ينازع المسلمون فيه فإنه لريب أنه ولد من مريم العذراء البتول التي لم يمسها بشر قط وأن الله أظهر على يديه الآيات وأنه صعد إلى السماء كما أخبر الله بذلك في كتابه كما تقدم ذكره فإذا كان هذا مما أخبرت به الأنبياء في النبوات التي عند اليهود لم ينكر ذلك وإن كان اليهود يتأولون ذلك على غير المسيح كما في النبوات من البشارة بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو حق وإن كان الكافرون به من أهل الكتاب يتأولون ذلك على غيره فصل قالوا وسبيلنا أن نذكر من بعض قول الأنبياء الذين تنبوا على السيد المسيح ونزوله إلى الأرض قال عزر الكاهن حيث سباهم باختنصر للسريبي إلى أرض بابل إلى 482 سنة يأتي المسيح ويخلص الشعوب والأمم وفي كمال هذه المدة أتى السيد المسيح وقال أرمي النبي عن ولادته في ذلك الزمان يقول لداود بنه هو ضوء النور يملك الملك ويعلم ويفهم ويعلم ويفهم ويقيم الحق والعدل في الأرض ويخلص من آمن به من اليهود من بني إسرائيل وغيرهم ويبقى بيت المقدس بغير مقاتل ويسمى الإله وأما قوله ابن لداود لأن مريم كانت من نسل داود ولأجل ذلك قال النبي يقوم لداود ابن فيقال أما قول عزر الكاهن فليس فيه إلا إخباره بأنه يأتي المسيح ويخلص الشعوب والأمم وهذا مما لا ينازع فيه المسلمون فإنهم يقرون بما أخبر الله به في كتابه من إتيان المسيح عليه السلام وتخليص الله به كل من آمن به كل من آمن به من الشعوب والأمم إلى أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم فكل من كان مؤمنا بالمسيح متبعا لما أنزل عليه من غير تحريف ولا تبديل فإن الله خلصه بالمسيح من شر الدنيا والآخرة كما خلص الله تعالى بموسى من اتبعه من بني إسرائيل ومن حرف وبدل فلم يتبع المسيح ومن كذب محمدا صلى الله عليه وسلم فهو كمن كذب المسيح بعد أن كان مقرا بموسى عليه السلام ولكن هذا النص وأمثاله حجة على اليهود الذين يتأولون ذلك على أن هذا ليس هو المسيح ابن مريم وإنما هو مسيح ينتظر وإنما ينتظرون المسيح الدجال مسيح الضلالة فإن اليهود يتبعونه ويقتلهم المسلمون معه حتى يقول الشجر والحجر يا مسلم هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله وهكذا يقال في النبوة الثانية التي ذكروها عن أرمي النبي عليه السلام فصل قالوا وقال أرمي النبي عن ولادته في ذلك الزمان يقوم لداود ابن وهو ضوء النور يملك الملك يعلم ويفهم ويقيم الحق والعدل في الأرض ويخلص من آمن به من اليهود من بني إسرائيل وغيرهم ويبقى بيت المقدس بغير مقاتل ويسمى الإله وأما قوله ابن لداود لأن مريم كانت من نسل داود ولأجل ذلك قالوا ويقوم لداود ابن والجواب أن يقال قد قال فيه ويخلص من آمن به من اليهود ومن بني إسرائيل وهو كما فسرنا به التخليص الذي نقله عن عذر الكاهن وأما قوله واسمه الإله فهذا يدل على أنه ليس هو الله رب العالمين وإنما لفظ الإله اسم سمي به كما سمي موسى إلها لفرعون عندهم في التوراة إذ لو كان هو الله رب العالمين لكان أجل من أن يقال ويسمى الإله فإن الله تبارك وتعالى لا يعرف بمثل هذا ولا يقال فيه إن الله يسمى الإله ولقال يأتي الله بنفسه فيظهر وقال يملك الملك ورب العالمين ما زال ولا يزال مالكا للملك سبحانه وأيضا فإنه قال يقوم لداود ابن هو ضوء النور ومعلوم أن الابن الذي من نسل داود الذي اسم أمه مريم هو الناسوت فقط فإن اللهوت ليس هو من نسل البشر وقد تبين أن هذا الناسوت الذي هو ابن داود يسمى الإله فعلم أن هذا اسم للناسوت المخلوق لا للإله الخالق وأيضا فإنه قال وهو ضوء النور لم يجعله النور نفسه بل جعله ضوء النور والله تعالى منور كل نور فكيف يكون هو ضوء النور والله تعالى قد سمى محمدا صلى الله عليه وسلم سراجا منيرا ولم يكن بذلك خالقا فكيف إذا سمى فكيف إذا سمى ضوء النور وأيضا فإنه لم يجعل القائم إلا ابن داود وابن داود مخلوق وأضاف الفعل إلى هذا المخلوق ولو كان هذا هو الله رب العالمين قد اتحد بالناسوت البشري لبين أرمي وغيره من الأنبياء ذلك بيانا قاطعا للعذر ولم يكتفوا بمثل هذه الألفاظ التي هي إما صريحة أو ظاهرة في نقيد ذلك أو مجملة لا تدل على ذلك فإنه من المعلوم أن إخبارهم بإتيان نبي من الأنبياء أمر معتاد ممكن مع هذا يذكرون فيه من البشارات والدلائل الواضحة ما يزيل الشبهة وأما الإخبار بمجيء الرب نفسه وحلوله أو اتحاده بناسوت بشري فهو إما ممتنع غير ممكن كما يقوله أكثر العقلاء من بني آدم ويقولون يعلم بصريح العقل أن هذا ممتنع وإما ممكن كما يقوله بعض الناس وحينئذ فإن كانه خفي على أكثر العقلاء وهو أمر غير معتاد وإتيان الرب بنفسه أعظم من إتيان كل رسول ونبي لسيما إذا كان إتيانه باتحاده ببشر لم يظهر على يده من الآيات ما يختص بالألوهية بل لم يظهر على يديه إلا ما ظهر على يد غيره من الأنبياء ما هو مثله أو أعظم منه والله تعالى لما كان يكلم موسى ولم يكن موسى يراه ولا يتحد لا بموسى ولا بغيره ومع هذا فقد أظهر من الآيات على ذلك وعلى نبوة موسى ما لم يظهر مثله ولا قريب منه على يد المسيح ما لم يظهر مثله ولا قريب منه على يد المسيح فلو كان هو بذاته متحدا بناسوت بشري لكان الأنبياء يخبرون بذلك إخبارا صريحا بينا لا يحتمل التأويلات ولكان الرب يظهر على ذلك من الآيات ما لم يظهر على يد رسول ولا نبي يظهر على ذلك من الآيات ما لم يظهر على يد رسول ولا نبي فكيف والأنبياء لم ينطقوا في ذلك بلفظ صريح بل النصوص الصريحة تدل على أن المسيح مخلوق ولم يأتي بآية على خلاف ذلك بل إنما تدل الآيات على نبوة المسيح فصل قالوا وقال أشعي النبي قالوا وقال أشعي النبي قال لصهيون هنا تفرح وتهلل فإن الله يأتي ويخلص الشعوب ويخلص من آمن به وبشعبه ويخلص مدينة بيت المقدس ويظهر الله زراعه الطاهر فيها لجميع الأمم المبددين ويجعلهم أمة واحدة ويبصرون جميع أهل الأرض من خلاص الله لأنه يمشي معهم وبين يديهم ويجمعهم إله إسرائيل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بسم الله الرحمن الرحيم عنوان الكتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلامي أبي العباسي تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني المتوفى سنة 728 هجريا المجلد الثالث الشريط الخامس والأربعون فصل قالوا وقال أشعي النبي قل لصهيون هنا تفرح وتهلهل هنا تفرح وتتهلل فإن الله يأتي ويخلص الشعوب ويخلص من آمن به وبشعبه ويخلص مدينة بيت المقدس ويظهر الله ذراعه الطاهر فيها لجميع الأمم المبددين ويجعلهم أمة واحدة ويبصرون جميع أهل الأرض من خلاص الله لأنه يمشي معهم وبين يديهم ويجمعهم إله إسرائيل فيقال هذا محتاج أولا أن يعلم من هذه النبوة أن هذا الكلام نقل بلا تحريف للفظه ولا غلط في الترجمة ولم يثبت ذلك وإذا ثبت ذلك فحينئذ هو نظير ما في التوراة من قوله جاء الله من طور سيناء وأشرف من ساعير واستعلن من جبال ثاران ومعلوم أنه ليس في هذا ما يدل على أن الله حال في موسى بن عمران ومتحد به ولا أنه حال في جبل فاران ولا أنه متحد بشيء من طور سيناء ولا ساعير كذلك هذا اللفظ لا يدل على أنه حال في المسيح ومتحد به إذ كلاهما سواء وإذا قيل المراد بذلك قربه ودنوه كتكليم موسى وظهور نوره وهداه وكتابه ودينه ونحو ذلك من الأمور التي وقعت قيل وهكذا في المسيح عليه السلام وقوله ويظهر الله ذراعه الطاهر لجميع الأمم المبددين قد قال في التوراة مثل هذا في غير موضع ولم يدل ذلك على اتحاده بموسى عليه السلام وأما قوله عن الأمم المبددين فيجعلهم أمة واحدة فهم الذين اتبعوا المسيح فإنهم كانوا متفرقين مبددين فجعلهم أمة واحدة وأما قوله ويبصرون جميع أهل الأرض خلاص الله لأنه يمشي معهم وبين يديهم ويجمعهم إله إسرائيل فمثل هذا في التوراة في غير موضع ولم يدل ذلك على اتحاده بموسى ولا حلوله فيه كقوله في السفر الخامس من التوراة يقول موسى لبني إسرائيل لا تهابوهم ولا تخافوهم لأن الله ربكم السائر بين أيديكم هو يحارب عنكم وفي موضع قال موسى إن الشعب هو شعبك فقال أنا أمضي أمامك فأرتحل فقال إن لم تنضي أنت أمامنا وإلا فلا تصعدنا منها هنا وكيف أعلم أنا وهذا الشعب أني وجدت أمامك نعمة كذا إلا بسيرك معنا وفي السفر الرابع من الفصل الثالث عشر إن أصعدت هؤلاء من بينهم بقدرتك فيقولون لأهل هذه الأرض الذين سمعوا أنك الله فيما بين هؤلاء القوم يرونه عينا بعين وغمامك يقيم عليهم وبعمود غمام يسير بين أيديهم نهارا وبعمود نهار ليلا وفي التوراة أيضا يقول الله لموسى إني آت إليك في غلظ الغمام لكي يسمع القوم مخاطبة لك ثم قوله اجمع سبعين رجلا من شيوخ بني إسرائيل وخذهم إلى خبائل العذب ليقفون معك حتى أخاطبهم فصل قالوا وقال زكريا النبي افرحي يا بيت صهيون لأني آتيك وأرحل فيك وأتى رايا قال الله ويؤمن بالله في ذلك اليوم الأمم الكثيرة ويكونون له شعبا واحدا ويحل هو وهم فيك وتعرفين أني أنا الله القوي الساكن فيك ويأخذ الله في ذلك اليوم الملك من يهوذة ويملك عليهم إلى الأبد فيقال مثل هذا قد ذكر عندهم عن إبراهيم وغيره من الأنبياء أن الله تجل له واستعلن له وترايا له ونحو هذه العبارات ولم يدل ذلك على حلوله فيه واتحاده به وكذلك إتيانه وهو لم يقل إني أحل في المسيح وأتحد به وإنما قال عن بيت صهيون آتيك وأحل فيك كما قال مثل ذلك عندهم في غير هذا ولم يدل على حلوله في بشر وكذلك قوله وتعرفين أني أنا الله القوي الساكن فيك لم يرد بهذا اللفظ حلوله في المسيح فإن المسيح لم يسكن بيت المقدس وهو قوي بل كان يدخلها وهو مغلوب مقهور حتى أُقِذَا وَصُلِبَا أو شبهه أو شبهه أو شبهه أو شبهه والله سبحانه إذا حصلت معرفته والإيمان به في القلوب اطمأنت وسكنت وكان بيت المقدس لما ظهر فيه دين المسيح عليه السلام بعد رفعه حصل فيه من الإيمان بالله ومعرفته ما لم يكن قبل ذلك وجماع هذا أن النبوات المتقدمة والكتب الإلهية كالتوراة والإنجيل والزبور وسائر نبوات الأنبياء لم تخص المسيح بشيء يقتضي اختصاصه باتحاد اللهوت به وحلوله فيه كما يقول النصارى بل لم تخصه إلا بما خصه الله به على لسان محمد صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فكتب الأنبياء المتقدمة وسائر النبوات موافقة لما أخبر به محمد صلى الله عليه وسلم يصدق بعضها بعضا وسائر ما تستدل به النصارى على ألوهيته من كلام الأنبياء قد يوجد مثل تلك الكلمات في حق غير المسيح فتخصيص المسيح بالألوهية ودون غيره باطل وذلك مثل اسم الابن والمسيح ومثل حلول روح القدس فيه ومثل تسميته إلها ومثل ظهور الرب أو حلوله فيه أو سكونه فيه أو في مكانه فهذه الكلمات وما أشبهها موجودة في حق غير المسيح عندهم ولم يكونوا بذلك آلهة ولكن القائلون بالحلول والاتحاد في حق جميع الأنبياء والصالحين قد يحتجون بهذه الكلمات وهذا المذهب باطل باتفاق المسلمين واليهود والنصارى وهو باطل في نفسه عقلا ونقلا وإن كان طوائف من أهل الإلحاد والبدع المنتسبين إلى المسلمين واليهود والنصارى تقول به فهؤلاء اشتبه عليهم ما يحل في قلوب العارفين به من أهل الإيمان به ومعرفته ونوره وهداه والروح منه وما يعبر عنه بالمثل الأعلى والمثال العلمي وظنوا أن ذلك ذات الرب كمن يظن أن نفس اللفظ بالاسم هو المعنى الذي في القلب أو نفس الخط هو نفس اللفظ ومن يظن أن ذلك المحبوب حلت في ذات المحب واتحدت به أو نفس المعروف المعلوم حل في ذات العالم العارف به واتحد به مع العلم اليقيني أن نفس المحبوب المعلوم باين عن ذات المحب روحه وبدنه لم يحل واحد منها في ذات المحب وقد قال الله تعالى وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وقال تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وقال تعالى وهو الله في السماوات وفي الأرض فالمؤمنون يعرفون الله ويحبونه ويعبدونه ويذكرونه ويقال هو في قلوبهم والمراد معرفته ومحبته وعبادته وهو المثل العلمي ليس المراد نفس ذاته كما يقول الإنسان لغيره أنت في قلبي وما زلت في قلبي وبين عيني ويقال ساكن في القلب يعمره لست أنساه فأذكره ويقال إن بيتا أنت ساكنه غير محتاج إلى السرج ومن قول القائل ومن عجبي أن أحن إليهم وأسأل عنهم من لقيت وهم معي وتطلبهم عيني وهم في سوادها ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي وقال مثالك في عيني وذكرك في فمي ومثواك في قلبي فأين تغيب والمساجد هي بيوت الله التي فيها يظهر ذلك ولهذا قال تعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح قال أبي بن كعب مثل نوره في قلوب المؤمنين ثم قال نور على نور ثم قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه فذكر سبحانه نوره في قلوب المؤمنين ثم ذكر ذلك في بيوته كذلك ما ذكر في الكتب الأولى وأما الإتيان والمجيء والتجلي فعندهم في التوراة يقول الله لموسى إني آتي إليك في غلظ الغمام لكي يسمع القوم مخاطبة لك ثم قوله اجمع سبعين رجلا من شيوخ بني إسرائيل واخذهم إلى خباء العرب يقفون معك حتى أخاطبهم وفي السفر الرابع لما تكلم مريم وهارون في موسى حينئذ تجل الله بعمود الغمام قائما على باب الخباء ونادى يا هارون ويا مريم فخرجا كلاهما فقال اسمع كلامي إني أنا الله فيما بينكم وفي الفصل الثالث عشر إن أصعدت هؤلاء من بينهم بقدرتك فيقولون لأهل هذه الأرض الذي سمعوا أنك الله فيما بين هؤلاء القوم يرونه عينا بعين وغمامك يقيم عليهم وبعمود غمام يسير بين أيديهم نهارا وبعمود نهار ليلا وفي السفر الخامس قول موسى لبني إسرائيل لا تهابوهم ولا تخافوهم لأن الله ربكم السائر بين أيديكم هو يحارب عنكم وفي موضع آخر قال موسى إن الشعب هو شعبك فقال يا موسى أنا أمضي أمامك فأرتحل فقال إن لم تنضي أنت معنا وإلا فلا تصعدنا منها هنا وكيف أعلم أنا وهذا الشعب أني وجدت أمامك نعمة كذا بعلمك إلا بسيرك معنا وفي المزمور الرابع من الزبور عندهم يقول وليفرح المتكلمون عليك إلى الأبد ويبتهجون ويحل فيهم ويفتخرون فأخبر أنه يحل في جميع الصديقين في جميع الصديقين أي معرفته ومحبته فإنهم متفقون على أن ذات الله لم تحل في الصديقين وكذلك في رسائل يوحنى الإنجلي إذا أخفى بعضنا بعضا نعلم أن الله يلبث فينا أي محبته ونظائره بسم الله الرحمن الرحيم عنوان الكتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلامي أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني المتوفى سنة 728 هجريا المجلد الثالث الشريط السادس والأربعون فصل قالوا وقال عاموس النبي ستشرق الشمس على الأرض ويهتدي بها الضالون ويضل عنها بنو إسرائيل قالوا فالشمس هو السيد المسيح والضالون الذين اهتدوا به هم النصارى المختلفة ألسنتهم الذين كانوا من قبله عابدين الأصنام وضالين عن معرفة الله فلما أتوهم التلاميذ وأنذروهم بما أوصاهم السيد المسيح فتركوا عبادة الأصنام واهتدوا باتباعهم السيد المسيح فيقال هذا مما لا ينازع فيه المسلمون وإنما ينازع في مثل هذا وأمثاله اليهود المكذبون للمسيح عليه السلام كما ينازع كفار أهل الكتاب في محمد صلى الله عليه وسلم وأما المسلمون فيؤمنون بجميع كتب الله ورسله وأن المسيح عليه الصلاة والسلام أشرق نوره على الأرض كما أشرق قبله نور موسى عليه الصلاة والسلام وأشرق بعده نور محمد صلى الله عليه وسلم وقد قال الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فسماه الله سراجا منيرا وسمى الشمس سراجا وهاجا والسراج المنير أكمل من السراج الوهاج فإن الوهاج له حرارة تؤذي والمنير يهتدى بنوره من غير أذن بوهجه وقال تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون وقال تعالى وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور والمسلمون مقرون بأن كل من كان متبعا لدين المسيح عليه السلام الذي لم يغير ولم يبدل فإنه اهتدى بالمسيح من الضلالة ومن كفر به من بني إسرائيل فإنه ضال بل كافر كما قال تعالى إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين وقوله ستشرق الشمس على الأرض ويهتدي بها الضالون ويضل عنها بن إسرائيل يناسب قوله في التوراة جاء الله من طور سيناء وأشرق من ساعير واستعلن من جبال فاران فإن إشراقه من ساعير هو ظهور نوره بالمسيح كما أن مجيئه من طور سيناء هو ظهور نوره بموسى واستعلانه من جبال فاران هو ظهور نوره بمحمد صلى الله عليه وسلم وبهذه الأماكن الثلاثة أقسم الله في القرآن بقوله والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين فبلد التين والزيتون هي الأرض المقدسة التي بعث منها المسيح وكان بها أنبياء بني إسرائيل وأسري بمحمد صلى الله عليه وسلم إليها وظهرت بها نبوته وطور سينين وطور سينين المكان الذي كلم الله فيه موسى بن عمران وهذا البلد الأمين هو بلد مكة التي بعث الله منه محمدا صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن فصل قالوا وقال في السفر الثالث من أسفار الملوك والآن يا رب إله إسرائيل لتحقق كلامك لداود لأنه حق أن يكون إنه سيسكن الله مع الناس على الأرض سيسكن الله مع الناس على الأرض إسمعوا أيتها الشعوب كلكم إسمعوا أيتها الشعوب كلكم ولتنصت الأرض وكل من فيها فيكون الرب عليها شاهدا من بيته القدوس ويخرج من موضعه وينزل ويطأ على مشاريق الأرض في شأن خطيئة بني يعقوب هذا كله فيقال هذا السفر يحتاج إلى أن يثبت أن الذي تكلم به نبي وأن ألفاظه ضبطت وترجمت إلى العربية ترجمة مطابقة ثم بعد ذلك يقال فيه ما يقال في أمثاله من الألفاظ الموجودة عندهم وليس فيها ما يدل على اتحاده بالمسيح فإن قوله إن الله سيسكن مع الناس في الأرض لا يدل على المسيح إذ كان المسيح لم يسكن مع الناس في الأرض بل لما أظهرت دعوة لم يبقى في الأرض إلا مدة قليلة ولم يكن ساكنا في موضع معين وقبل ذلك لم يظهر عنه شيء من دعوة نبوة فضلا عن الألوهية ثم إنه بعد ذلك رفع إلى السماء فلم يسكن مع الناس في الأرض وأيضا فإذا قالوا سكونه هو ظهوره في المسيح عليه السلام قيل لهم أما الظهور الممكن المعقول كظهور معرفته ومحبته ونوره وذكره وعبادته فهذا لا فرق فيه بين المسيح وغيذه وحينئذ فليس في هذا اللفظ ما يدل على أن هذا السكون كان بالمسيح دون غيره وإن كان بالمسيح فليس هذا من خصائصه عليه السلام وليس في ظهوره فيه أو حلول معرفته ومحبته ومثاله العلمي ما يجب اتحاد ذاته به وأما قوله فيكون الرب عليها شاهدا فيقال أولا شهود الله على عباده لا يستلزم حلوله أو اتحاده ببعض مخلوقاته بل هو شهيد على العباد بأعمالهم كما قال ثم الله شهيد على ما يفعلون ولفظ النص ولتنصت الأرض وكل من فيها فيكون الرب عليها شاهدا وهذا كما في التوراة أن موسى لما خاطب بني إسرائيل أشهد عليهم وتذلك محمد صلى الله عليه وسلم كان يقول لأمته لما بلغ الناس بقول ألا هل بلغت فيقولون نعم فيقول اللهم اشهد وحينئذ فليس في هذا تعرض لكون المسيح هو الله وقد يقال أيضا ليس فيه أن المراد بلفظ الرب هنا هو الله ولفظ الرب يراد به السيد المطاع وقد غير بين اللفظين فقال هناك أنه سيسكن الله مع الناس فقال فيكون الرب عليها شاهدا والأنبياء يشهدون على أممهم كما قال المسيح عليه السلام وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وقال تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا وقال تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا وقال تعالى ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء وحينئذ فيكون الرب الشهيد هو المسيح الذي هو النسوت وهو الذي جاء من بيت المقدس وخرج من موضعه ونزل ووطأ على الأرض من أجل خطيئة بني عقوب فإنهم لما أخطأوا وبدلوا أرسل الله إليهم المسيح عليه السلام يدعوهم إلى عبادة الله وحده وطاعته فمن آمن به كان سعيدا مستحقا للثواب ومن كفر به كان شقيا مستحقا للعذاب بسم الله الرحمن الرحيم عنوان الكتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلامي أبي العباسي تقييد ديني أحمد بن عبد الحليم بن تيميع الحراني المتوفى سنة 728 هجريا المجلد الثالث الشريط السابع والأربعون فصل قالوا وقال ميخ النبي وأنت يا بيت لحم قرية يهود بيت أفرات يخرج لي رئيس الذي يرعى شعبي إسرائيل يخرج لي رئيس الذي يرعى شعبي إسرائيل وهو من قبل أن تكون الدنيا لكنه لا يظهر إلا في الأيام التي تلده فيها الوالدة وسلطانه من أقاص الأرض إلى أقاصيها والجواب أن عامة ما يذكرونه عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام حجة عليهم لا لهم كما ذكروه عن المسيح عليه السلام في أمر التثليث فإنه حجة عليهم لا لهم وهكذا تأملنا عامة ما يحتج به أهل البدع والضلالة من كلام الأنبياء فإنه إذا تدبر حق التدبر وجد حجة عليهم لا لهم فإن كلام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هدى وبيان وهم معصومون لا يتكلمون بباطل فمن احتج بكلامهم على باطل فلابد أن يكون في كلامهم ما يبين به أنهم أرادوا الحق للباطل وهذا مثل قوله في هذه النبوة منك يخرج لرئيس فهذا صريح في أن هذا الذي يخرج هو رئيس الله ليس هو الله بل هو رئيس له كسائر الرؤساء الذين لله وهم الرسل والأنبياء المطاعون مثل داود وموسى وغيرهما ولهذا قال الذي يرعى شعب إسرائيل ولو كان هو لكان هو راعي شعب نفسه أما قوله وهو من قبل أن تكون الدنيا فهذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ميسرة الفجر وقد قيل له يا رسول الله متى كنت نبيا قال وآدم بين الروح والجسد وفي لفظ متى كتبت نبيا قال وآدم بين الروح والجسد وفي مسند الإمام أحمد عن العرباد بن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني عند الله لمكتوب خاتم النبيين وأن آدم لمنجدل في طينته وسأنبئكم بأول أمري أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ورؤيا أمي رأت حين ولدتني أنه خرج منها نور أضاء له قصور الشام فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه كان نبيا وكتب نبيا وآدم بين الروح والجسد وأنه مكتوب عند الله خاتم النبيين وآدم منجدل في طينته ومراده صلى الله عليه وسلم أن الله كتب نبوته وأظهرها وذكر اسمه ولهذا جعل ذلك في ذلك الوقت بعد خلق جسد آدم وقبل نفخ الروح فيه كما يكتب رزق المولود وأجله وعمله وشقي هو أو سعيد بعد خلق جسده وقبل نفخ الروح فيه وكذلك قول القائل في المسيح عليه السلام وهو من قبل أن تكون الدنيا فإنه مكتوب مذكور من قبل أن تكون الدنيا فأنه قد تبت في الصحيحين عن عبد الله بن عمر وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء وفي صحيح البخاري عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء ثم خلق السماوات والأرض وهو قد قال قبل أن تكون الدنيا ولم يقل إنه كان قديما أزليا وهو قد قال قبل أن تكون الدنيا ولم يقل إنه كان قديما أزليا مع الله لم يزل كما يقول النصارى إنه صفة الله الأزليا بل وقت ذلك بقوله قبل أن تكون الدنيا ولا يحسن أن يقال في رب العالمين كان قبل أن تكون الدنيا فإنه سبحانه قديم أزلي ولا ابتداء لوجوده فلا يوقت بهذا المبدأ لسيما إن أريد بكون الدنيا عمارتها بآدم وذريته فإن الدنيا قد لا تدخل فيها السماوات والأرض بل يجعل من الآخرة وأرواح المؤمنين في الجنة في السماوات ويراد بالدنيا الحياة الدنيا أو الدار الدنيا ولهذا قال لكنه لا يظهر إلا في الأيام التي تلده فيها الوالدة كما يظهر غيره من الأنبياء بعد أن تلده أمه والوالدة إنما ولدت الناسوت وأما اللهوت فهو عندهم مولود من الله القديم الأزلي وإذا قالوا فهي ولدت اللهوت مع الناسوت كان هذا معلوم الفساد من وجوه كثيرة وإذا قيل لم يخص عيسى المسيح عليه السلام بالذكر قيل كما خص محمد صلى الله عليه وسلم بالذكر لأن أمر المسيح كان أظهر وأعظم ممن قبله من الأنبياء بعد موسى وكذلك أمر محمد صلى الله عليه وسلم كان أظهر وأعظم من أمر جميع الأنبياء قبله وإذا عظم الشيء كان ظهوره في الكتاب أعظم وظن بعض النصارى أن المراد بذلك وجود ذات المسيح يضاهي ظن طائفة من غلات المنتسبين إلى الإسلام وغيرهم الذين يقولون إن ذات النبي صلى الله عليه وسلم كانت موجودة قبل خلق آدم ويقولون إنه خلق من نور رب العالمين ووجد قبل خلق آدم وأن الأشياء خلقت منه حتى قد يقولون في محمد صلى الله عليه وسلم من جنس قول النصارى في المسيح حتى قد يجعلون مدد العالم منه ويرون في ذلك أحاديث وكلها كذب مع أن هؤلاء لا يقولون أن المتقدم هو اللهوت بل يدعون تقدم حقيقته وذاته ويشيرون إلى شيء لا حقيقة له كما تشير النصارى إلى تقدم لهوت اتحد به لا حقيقة له ومن هؤلاء الغلاء من يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال إني كلي بشر فقد كفر ومن قال لست ببشر فقد كفر ويحتجون بقوله تعالى ما كان محمد أبى أحد من رجالكم فيجعلون فيه شيئا من اللهوت مضاهاتا للنصارى وهذا الحديث كذب باتفاق أهل العلم بالحديث وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين أنه قال لا تطرون كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله وقد قال تعالى عنه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وهذا من جنس الغلات الذين يقولون إن الرب يحل في الصالحين ويتكلم على ألسنتهم وأن الناطق في أحدهم هو الله لا نفسه لا نفسه وقول هؤلاء من جنس قول النصارى في المسيح ويقول أحدهم إن الموحد هو الموحد إن الموحد هو الموحد وينشدون ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحده جاحد توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطالها الواحد توحيده إياه توحيده ونعت من ينعته لاحد وهو من جنس قول الذين يجعلون روح الإنسان قديمة أزلية ويقولون هي صفة الله فيجعلون نصف الإنسان لاهوتا ونصفه ناسوتا لكن اللاهوت عندهم هو روحه لا لاهوت واحد كما يقوله النصارى وعلى قول هؤلاء مع قول النصارى يكون في المسيح وأمثاله ممن ادعى فيه اتحاد اللهوت به لاهوتان روحه لاهوت والكلمة لاهوت لاهوت ثاني ومن جنس هؤلاء من ينشد ما يحكى عن الحلاج أنه أنشد سبحان من أظهر ناسوته ثرا سنى لاهوته الثاقب ثم بدى في خلقه ظاهرا في صورة الآكل والشارب حتى لقد عابته عابته خلقه كلحظة الحاجب للحاجب ولو قدر أن نفسه هي التي كانت قبل أن تكون الدنيا فهذا لا يدل على أن الله أو صفة الله على أنه الله أو صفة الله بل إذا قال من يدعي أن روحه كانت موجودة حينئذ المراد روحه كان هذا أقرب من قول النصارى وفي الجملة ما يخبر عن المسيح أنه كان قبل أن تكون الدنيا بمنزلة ما عند أهل الكتاب عن سليمان أنه قال كنت قبل أن تكون الدنيا ثم قد ثبت باتفاق الخلائق أن سليمان لم يكن اللهوت متحدا به فعلم أن مثل هذا الكلام لا يوجب اتحاد اللهوت به بل المسلمون يعدلون في القول ويفسرون كلام الله في كتبه بعضه ببعض ويجعلون كلامه يصدق بعضه بعضا لا يناقض بعضه بعضا وأما أهل الضلال من النصارى وغيرهم فيفضلون المفضول على من هو أفضل منه ويبخثون الفاضل حقه ويغلون في المفضول ويبخثون الأنبياء حقوقهم مثل تنقصهم لسليمان فإن كثيرا من اليهود مثل تنقصهم لسليمان فإن كثيرا من اليهود والنصارى يطعنون فيه منهم من يقول كان سحرا وأنه سحر الجن بسحره ومنهم من يقول سقط عن درجة النبوة فيجعلونه حكيما لا نبيا ولهذا ذكر الله في القرآن تبرئة سليمان عن ذلك وذلك أن سليمان سأل الله ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فسخر لسليمان الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد فسخر له الريح غدوها شهرا ورواحها شهرا ولما طلب من الملأ أن يأتوه بعرش بلقيس ملكة اليمن وكان هو بالشام قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم فلما مات سليمان عمدت الشياطين إلى أنواع من الشرك فكتبوها ووضعوها تحت كرسيه وقالوا كان سليمان يسخر الجن بهذا وصار هذا فتنة لمن صدق بذلك وصاروا طائفتين طائفة علمت أن هذا من الشرك والسح وأنه لا يجوز فطعنت في سليمان كما فعل ذلك كثير من أهل الكتاب اليهود والنصارى وطائفة قالت سليمان النبي وإذا كان قد سخر الجن بهذا دل على أن هذا جائز وصاروا يقولون ويكتبون من الأقوال التي فيها الشرك والتعزيم والإقسام بالشرك والشياطين ما تحبه الشياطين وتختاره أيساعدونهم لأجل ذلك على بعض مطالب الإنس إما إخبارا بأمور غائبة يخلطون فيها كذبا كثيرا وإما تصرف في بعض الناس كما يقتل الرجل أو يمرض بالصح أو تسرق الشياطين له بعض الأموال وله ذلك مما فيه إعانة الشياطين للإنس على أمور تريدها الإنس لأجل مطاوعة الإنس وموافقتهم للشياطين على ما تريده الشياطين من الكفر والفسوق والعصيان وكثير منهم يضيف ذلك إلى سليمان وإلى آصف بن برخيا ويصورون خاتم سليمان خاتم سليمان وقد يأخذون الرجل الذي صار من إخوانهم إلى مواضع فيرونه شخصا ويقولون هذا سليمان بن داود كما قد جرى مثل ذلك لمن نعرفه من المشايخ الذين كانت تقترن بهم الشياطين وكان لهم خوارق شيطانية من جنس خوارق السحرة والكهان فنزه الله تعالى سليمان من كذب هؤلاء وهؤلاء الذين جعلوه يسخر الشياطين بنوع من الشرك والسح هؤلاء جرحوه وهؤلاء زعموا أنهم يتبعونه فقال تعالى واتبعوا ما تتل الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لهاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون ومثل هذا كثير يحكى عن بعض الأنبياء أو بعض أهل العلم والدين ومن أمور ليست من شرع الله فيصدق بها بعض الناس وقصير فتنة لطائفتين مصدقتين بها طائفة تقدح في ذلك النبي أو الرجل الصالح بما هو منه بريء وطائفة تقول إنها تتبعه فيما يقول وهذا موجود في كثير مما يحكيه أهل الكتاب عن الأنبياء فإن اليهود تذكر عنهم ما يقدح في نبوتهم والنصارى تجعل ذلك قدوة لهم فيما يبتدعونه وهذا مبصوط في موضع آخر فالمقصود هنا أن الكلام الذي وصف به المسيح إما وصفه به الأنبياء قبله أو أخبر به عن نفسه موجود مثله في حق غيره ولم يكن أحدهم بذلك لاهوتا وناسوتا ولا اتحدى اللاهوت بالناسوت ولا استحق أحدهم بذلك أن يعبد ويصلى له ويسجد ويدعى كما يدعى الله ويضاف إليه ما يضاف إلى الله من الخلق والبعث والثواب والعقاب وليس للمسيح صلوات الله عليه آية خارقة إلا ولغيره مثلها وأعظم منها ولا قيل فيه كلمة إلا قيل في غيره مثلها وأعظم منها إلا ما خصه في القرآن إلا ما خصه فيه القرآن إلا ما خصه فيه القرآن ترجمة نانسي قنقر بسم الله الرحمن الرحيم عنوان الكتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلامي أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني المتوفى سنة 728 هجريا المجلد الثالث الشريط الثامن والأربعون فصل قالوا وقال حبقوق النبي إن الله في الأرض يتراء ويختلط مع الناس ويمشي معهم وقال أرمي النبي الله بعد هذا في الأرض يظهر وينقلب مع البشر فيقول أنا الله رب الأرباب والجواب أن هذا يحتاج إلى تثبيت نبوة هذين وإلى ثبوت النقل عنهما وثبوت الترجمة الصحيحة المطابقة وبعد هذا يكون حكم هذا الكلام حكم نظائره ففي التوراة ما هو من هذا الجنس ولم يدل ذلك باتفاق المسلمين واليهود والنصارى على أن الله حل في موسى ولا في غيره من أنبياء بني إسرائيل بل قوله يتراء هو بمنزلة يتجلى ويظهر وقد ذكر في التوراة أنه يتجلى وتراء لإبراهيم وغيره من الأنبياء عليهم السلام من غير أن تكون ذاته حلت بأحد منهم وما في القلوب من المثال العلمي وبمعرفته ومحبته وذكره يطلق عليه ما يطلق على المعروف بنفسه لعلم الناس أن المراد به المثال العلمي وما في القلوب من معرفة المعروف ومحبته ليس المراد به نفس المعروف المحبوب فإذا قال القائل أنت والله في قلبي أو في سويداء قلبي أو قال له والله ما زلت في قلبي وما زلت في عيني ونحو ذلك علم جميع الناس أنه لم يرد ذاته فإذا رأوا من يذكر عالما مشهورا أو شيخا مشهورا فيذكر علمه وعمله ويحيي ذلك بين الناس قالوا قد صار فلان يعني المعروف المذكور عندنا وبين أظهرنا لعلم المخاطبين بالمراد ويقول أحدهم لمن مات والده أنا والدك أي قائم مقامه أي قائم مقامه ويقولون للولد القائم مقام أبيه من خلف مثلك ما مات وإذا رأوا عكرمة يقول الله عبدي مرضت فلم تعدني فيقول العبد يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين فيقول أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده أما لو عدته لوجدتني عنده عبدي جعت فلم تطعمني فيقول يا ربي كيف أطعمك وأنت رب العالمين فيقول أما علمت أن عبدي فلانا جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي عبدي عطشت فلم تسقني عطشت فلم تسقني فيقول ربي كيف أسقيك وأنت رب العالمين فيقول أما علمت أن عبدي استسقاك فلم تسقه أما لو سقيته لوجدت ذلك عندي فجعل جوع عبده جوعه ومرضه مرضه لأن العبد موافق لله فيما يحبه ويرضاه ويأمر به وينهى عنه وقد عرف أن الرب نفسه لا يجوع ولا يمرض ومعلوم أن وصفه بالجوع والمرض أبعد من وصفه بالمشي بين الناس والاختلاط بهم ولهذا مظائر كثيرة موجودة في كلام الأنبياء وغير الأنبياء من الخاصة والعامة ولا يفهم عاقل من ذلك أن ذات المذكور اتحدت بالآخر أو حلت فيه إلا من هو جاهل كالنصارى والناس يرون الشمس والقمر والكواكب وغير ذلك في الماء الصافي وفي المرآة المجلوة ونحو ذلك ويقول أحدهم رأيت وجه فلان في هذه المرآة ورأيت الشمس والقمر في المرآة أو في الماء مع علم كل عاقل أن نفس الشمس والقمر وغيرهما لم تحل لا في المرآة ولا في الماء ولكن هذه رؤية مقيدة رأاها بوسطة المثال الذي تمثل في المرآة أو الماء سواء كان ذلك شعاعا منعكسا أو غير ذلك ومن هذا الباب قول القائل إذا ظهر الغدير على صفاء وجنب أن يحركه النسيم ترى فيه السماء بلا امتراء كذاك الشمس تبدو والنجوم كذاك قلوب أرباب التجلي يرى في صفها الله العظيم فقد أخبر أن الله يرى في قلوب العارفين كما ترى الشمس والنجوم في الماء الصافي بل يتصور أحدهم سورة من يعرفه بحمرة أو خضرة أو سواد فيقول والله هذا هو فلان بعينه مع علمه وعلم كل من سمعه أنه مثاله المطابق لسورته لا عينه لا عينه وذلك لمماثلة تلك الصورة لسورته يريد أن هذا تمثيل مطابق له لا مخالف ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل في صورته لم يرد أنه رأى جسد الذي في القبر وروح التي في الجنة حالة في ذاته فإن هذا ممتنع لوجوه كثيرة فلهذا قال فإن الشيطان لا يتمثل في صورته ولما دخل جماعة من الصحابة على المقوقس ملك النصارى بمصر واستخبرهم عن دينهم فأخبروه بذلك فإذا عنده شبه الربع العظيمة مذهبة وإذا فيها أبواب صغار ففتح منها بابا فاستخرج منه خرقة حرير سوداء فيها صورة بيضاء فإذا رجل طوال أكثر الناس شعرا فقال أتعرفون هذا قالوا قلنا لا قال هذا آدم ثم عاد وفتح بابا آخر فاستخرج حريرة سوداء فيها صورة بيضاء فإذا رجل ضخم الرأس عظيم له شعر كشعر نبطي أحمر العين فقال أتعرفون هذا فقلنا لا فقال هذا نوح ثم عاد وفتح بابا آخر فاستخرج حريرة سوداء فيها صورة بيضاء فإذا رجل أبيض الرأس واللحية كأنه يبتسم فقال أتعرفون هذا فقلنا لا فقال هذا إبراهيم ثم عاد وفتح بابا آخر فاستخرج حريرة سوداء فيها صورة بيضاء قال أتعرفون هذا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا والله محمد رسول الله قال والله يعلم أنه قام ثم قعد ثم قال الله بدينكم إنه نبيكم قلنا الله بديننا إنه نبينا كأنما ننظر إليه ثم قال أما إنه كان آخر الأبواب ولكني عجلته لكم لأنظر ما عندكم ثم أعاد وفتح بابا بابا وهو يقول هذا موسى هذا هارون هذا داود هذا سليمان هذا عيسى وهذا كله لظهور المراد به ومعرفة الناس بمقصود المتكلم كما يقال لمن كتب اسمه في كتاب هذا فلان ومعلوم أن الموجود في الكتاب اسمه المكتوب لا ذاته الموجودة في الخارج ومن هذا الباب قوله تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر وإنما في الزبر ذكر أعمالهم ذكر أعمالهم وكتابة ذلك ويقال في كتابة الوثائق هذا ما أصدق فلان وهذا ما يقاضي عليه فلان وفلان ويقال هذا ذكر ما أصدق فلان أو يقاضي عليه فلان وفلان فيشار إلى الموجود تارة وإلى ذكره تارة ومعلوم أن الموجود في الكتاب ذكره لا عينه بل ذلك وجود الخط في الأذهان المطابق لذكره باللفظ والشيء له وجود في الأعيان ووجود في الأذهان ووجود في اللسان ووجود في البنان ووجود عيني وعلمي ورسمي ولفظي وفي كل من الأربعة يذكر ويشار إليه مع القرائم والضمائر التي تبين تارة أن المشار إليه هو الخط المطابق لللفظ وتارة تكون الإشارة إلى اللفظ المطابق للمعنى ومعلوم أن المعنى الذي في القلب أقرب إلى الموجود في الخارج من اللفظ والخط فإذا أشير إلى ما في القلب العارف بعين إلى ما في القلب العارف بعين بعين المحب له الذاكر له بأنه المعروف المحبوب كان أقرب لا سيما وقد يغلب الذكر والمعرفة والمحبة على القلب حتى يغيب بموجوده عن وجوده وبمعروفه عن معرفته وبمذكوره عن ذكره حتى يقول أحدهم في هذه الحال سبحاني أو ما في هذه الجبة إلا الله ومعلوم أن ذات الله تبارك وتعالى ليست الذي في قلبه بل في قلبه مثاله العلمي ومعرفته ومحبته فغاب بذلك عن نفسه هذا وإن كان يقوله الغالق فيقول من ليس بغالط الله في قلب فلان وفلان ما عنده إلا الله ومن أراد الله فليذهب إلى فلان وليس مرادهم أن ذات الله في قلبه بل مثاله العلمي ومعرفته وذكره ومحبته هو أنه لا يعبد إلا الله ولا يعبد إلا الله ولا يرجو إلا إياه ولا يخاف إلا إياه ولا يعمل إلا لله ولا يأمر إلا بطاعته فيفنى بعبادته عن عبادة ما سواه وبطاعته عن طاعة ما سواه وبمحبته عن محبة ما سواه فما قيل في المسيح عليه السلام وأمثاله من هذا فهو حق لكن لا اختصاص للمسيح بهذا وإذا كان مثل هذا الكلام كثيرا موجودا في كلام الأنبياء وغيرهم بل هو المعروف في كلامهم ولا يوجد قط عن أحد من الأنبياء أنه جعل ذلك الله في قلب أحد من البشر جعل ذات الله في قلب أحد من البشر علم أن النصارى تركوا المحكم من كلام الأنبياء عليهم السلام وتمسكوا بالمتشابه كأمثالهم من الضلال فاشتبه عليهم المعلوم بالقلوب المذكور المعلوم بالقلوب المذكور بالألسن بالموجود في نفسه فظنوا أن نفس المثال العلمي هو الموجود العيني كما يظن كثير كما يظن ذلك كثير من الغالطين وهؤلاء يقولون بالحلول تارثا وبالاتحاد أخرى ولا يفرقون بين حلول الإيمان والمعرفة والمحبة والمثال العلمي في القلب وبين حلول الذات المعلومة المحبوبة ولهذا يعتقد كثير من هؤلاء أنهم يكلمون الله ويكلمهم ويقول أحدهم أوقفني وقال لي وقلت له وتكون مخاطبته ومناجاته مع هذا المثال العلمي بحسب ما عندهم من الاعتقاد في الله تعالى وكثير منهم يتمثل له الشيطان ويقول أنا ربك فيخاطبه ويظنه ربه وإنما هو الشيطان ومنهم من يرى عرشا عليه نور أو يرى ما يظنه الملائكة وهم شياطين وذلك شيطان وكثير من هؤلاء يظن أنه أفضل من الأنبياء وأنه يدخل إلى الله بلا إذن خلاف الأنبياء ويكون ذلك الإله الذي يعتقده هو الشيطان والذين لا يتمثل لهم والذين لا يتمثل لهم الشيطان يخاطب أحدهم من في قلبه فتخاطبه تلك الصورة العلمية ويقدر أنها تخاطبه ويظن ذلك مخاطبة الحق له وهذا الرجل يذكر بعض أصحابه فيمثله في قلبه ويخاطبه مخاطبة من يعاتبه أو يعتذر إليه ويقدر خطاب تلك الصورة ويقول قلت لك كذا وقلت لي كذا وفي نفس الشخص لا يكلمه ولا يسمع كلامه وإنما هو المثال كما قد يصور صورة الإنسان ويخاطبها الإنسان ويقدر ذلك مخاطبة لصاحب الصورة والنصارى أدخل في هذا أدخل في هذا من غيرهم فإنهم يخاطبون الصور الممثلة في الكنائس كصورة مريم والمسيح والقدسين ويقول إنما نقصد نقصد خطاب أصحاب تلك الصور نستشفع بهم وهذا مما حرمه الله على ألسني حرمه الله على ألسني جميع النبيين ولم يشرع لأحد أن يدعو الملائكة ولا الأنبياء ولا الصالحين الأموات فكيف بالصور الممثلة لهم كما قد بسط في موضع آخر هو المقصود هنا أنه كثيرا ما يوجد في كلام الناس الأنبياء وغيرهم من ذكر ظهور الله عز وجل والمرد به ظهوره في قلب عباده بالمعرفة والمحبة والذكر ولهذا لما كان يقصد بذكر اسمه ذكر المسمى صار يقول من يقول إن الاسم هو المسمى أن المراد المقصود من الاسم هو المسمى لا أن نفس اللفظ هو المسمى فإن هذا لا يقوله عاقل وتنزيه للمسمى وتسبيح له كما قال تعالى سبح اسم ربك الأعلى وقال تسبح باسم ربك العظيم وقال تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام وجاء في الحديث لا تقوم القيامة حتى لا يعبد الله اسم أي لا يعبد الله باسم من أسمائه فإنه إذا قيل دعوت الله وعبدته فإنما في اللفظ الاسم والمقصود هو المسمى وهذا الذي ذكرناه من تفسير ظهور اللهوت في المسيح وغيره بأن المراد ظهور ما في القلوب من توحيد الله ومعرفته ومحبته وذكره ونوره وهداه وروحه وهداه وروحه هو مما يفسر به ذلك كثير من علماء النصارى فإنهم يفسرون اتحاد اللهوت بالنسوت بظهور اللهوت فيه كظهور نقش الخاتم في الشمع والطين ومعلوم أن الحال في الشمع والطين هو مثال نقش الخاتم لا أن في الشمع والطين شيئا من الخاتم بل ظهر فيه نقش الخاتم وكذلك ظهر نور الله وروحه في الأنبياء والصالحين وهذا المعنى لا يختص به المسيح عليه السلام بل يشترك هو فيه وسائر الرسل بل وكل مؤمن له من هذا نصيب بحسب إيمانه بسم الله الرحمن الرحيم معنوان الكتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلام أبي العباسي تقييدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني المتوفى سنة 728 هجريا المجلد الثالث الشريط التاسع والأربعون فصل قالوا وقال أشعي النبي ها هي العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعى اسمه عامانويل وعامانويل كلمة عبرانية تفسيرها بالعربي إلهنا معنا فقد شهد النبي أن مريم ولدت اللاهوت المتحد بالناسود كلاهما فيقال ليس في هذا الكلام أن مريم ولدت اللاهوت المتحد بالناسود وأنها ولدت خالق السماوات والأرض بل هذا الكلام يدل على أن المولود ليس هو خالق السماوات والأرض فإنه قال تلد ابنا وهذا نكرة في الإثبات كما يقال في سائر النساء إن فلانة ولدت ابنا وهذا يدل على أنه ابن من البنين وليس هو خالق السماوات والأراضين ثم قال ويدعى اسمه عامانويل فدل بذلك على أن هذا اسم يوضع له ويسمى به كما يسمى الناس كما يسمى الناس أبناءهم بأسماء الأعلام أو الصفات التي يسمونهم بها ومن تلك الأسماء ما يكون مرتجلا ارتجلوه ومنها ما يكون جملة يحكونها ولهذا كثير من أهل الكتاب يسمى ابنه عامانويل ثم منهم من يقول العذراء المراد بها غير مريم ويذكرون في ذلك قصة جرت ومنهم من يقول بل المراد بها مريم وعلى هذا التقدير فيكون المراد أحد معنيين إما أنه يريد أن إلهنا معنا بالنصر والإعانة فإن بني إسرائيل كانوا قد خذلوا بسبب تبديلهم فلما بعث المسيح عليه السلام بالحق كان الله مع من اتبع المسيح والمسيح نفسه لم يبقى معهم بل رفع إلى السماء ولكن الله كان مع من اتبعه بالنصر والإعانة كما قال تعالى فإن يدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين وقال تعالى وجاعلوا الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة وهذا أظهر وإما أن يكون يسمى المسيح إلها كما يقولون إنه يسمى موسى إله فرعون أي هو الآمر الناهي له المسلط عليه وقد حرف بعضهم معنى هذه الكلمة فقال معناها الله معنى فقال من رد عليهم من علمائهم يقال لهم أهذا هو القائل أنا الرب لا إله غيري أنا أميت وأنا أحيي أم هو القائل لله إنك أنت الإله الحق وحدك والذي أرسلت يسوع المسيح وإذا كان الأول باطلا والثاني هو الذي شهد به الإنجيل وجب تصديق الإنجيل وتكذيب من كتب في الإنجيل أن عامنويل وتأويله الله معنى بل تأويل عامنويل معنى معنى إله وليس المسيح مخصوصا بهذا الاسم بل عامنويل اسم يسمى به النصارى واليهود من قبل النصارى وهذا موجود في عصرنا هذا في أهل الكتاب من سماه أبوه عامنويل يعني شريف القدر وكذلك السريان أكثرهم يسمون أولادهم عامنويل قلت ومعلوم أن الله مع المتقين والمحسنين والمقصطين بالهداية والنصر والإعانة ويقال للرجل في الدعاء الله معك فإذا سمى الرجل بقول الله معك سمي الرجل بقول الله معك كان هذا تبركا بمعنى هذا الاسم وإذا قيل إن المسيح سمي الله معنا أو إلهنا معنا ونحو ذلك كان ذلك دليلا على أن الله مع من اتبع المسيح وآمن به فيكون الله هابيه ونصره ومعينه فصل قالوا وقال أشعي أيضا إن غلاما ولد لنا وابنا أعطيناه الذي رياسته على عاتقيه وبين منكبيه إن غلاما ولد لنا وابنا أعطيناه الذي رياسته على عاتقيه وبين منكبيه ويدعى اسمه ملكا عظيم المشية مسيرا عجيبا إلها قويا مسلطا رئيس السلام في كل الدهور وسلطانه وسلطانه كامل ليس له فناء فيقال ليس في هذه البشرة دلالة بين أن المراد به المسيح عليه السلام ولو كان المراد به المسيح لم يدل على مطلوبهم بل قد يقال المراد بها محمد صلى الله عليه وسلم فإنه الذي رياسته على عاتقيه وبين منكبيه من وجهتين من جهة خاتم النبوة على بعض كتفين وهو علامة من أعلام النبوة الذي أخبرت به الأنبياء وعلامة ختمهم ومن جهة أنه بعث بالسيف الذي يتقلد به على عاتقه ويرفعه إذا ضرب به على عاتقه ويدل على ذلك قوله مسلط رئيس قوي السلامة وهذه صفة محمد صلى الله عليه وسلم المؤيد المنصور المسلط رئيس السلامة فإن دينه الإسلام ومن اتبعه سلم من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ومن استيلاء عدوه عليه والمسيح عليه السلام لم يسلط على أعدائه كما سلط محمد صلى الله عليه وسلم بل كان أعدائه بحيث يقدرون على صلبه وعند النصارى قد صلبوه وعند المسلمين ألقى الله شبهه على غيره فصلب ذلك المشبه بهذه الطريق دفع الله الصلب عنه لا بقهر أعدائه وإهلاكهم وذلهم له كما نصر الله محمدا صلى الله عليه وسلم على أعدائه وقال في كل الدهور سلطانه كامل ليس له فناء وهذه صفة خاتم الرسل الذي لا يأتي بعده نبي ينسخ شرعه وسلطانه بالحجة واليد كامل لا يحتاج فيه إلى الاستعانة بشرع آخر وشرعه ثابت باق إلى آخر الظهر فصل قالوا وقال أشعياء أيضا يخرج عصاه من بيت يسي ينبت نور منها ويحل فيه روح القدس روح الله روح الحكمة والفهم روح الحيل والقوة روح العلم وخوف الله وفي تلك الأيام يكون أصل يسي آية للأمم وبه يؤمنون وعليه يتوكلون ويكون لهم التاج والكرامة إلى دهر الداهرين والجواب أن هذا الكلام بعد المطالبة بصحة نقله عن النبي وصحة الترجمة له باللسان العربي هو حجة على النصار لا لهم فإنه لا يدل على أن المسيح هو خالق السماوات والأرض بل يدل على مثل ما ذل عليه القرآن من أن المسيح عليه السلام أيد بروح القدس فإنه قال ويحل فيه روح القدس وروح الله وروح الحكمة والفهم وروح الحيل والقوة روح العلم وخوف الله ولم يقل تحل فيه حياة الله فضلا عن أن يقال حل فيه الله أو اتحد به ولكن جعل روح القدس هي روح الله وهي روح الحكمة والفهم والعلم وهي روح الحيل والقوة كما أن عندهم في التوراة أن الذين كانوا يعملون في قبة الزمان حلت فيهم روح الحكمة روح الفهم روح العلم فهي ما يحصل به الهدى والنصر كما قال تعالى واذكر عبدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار فقال هي روح الله وهذا كقوله تعالى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه وقوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وقال تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره فما أنزله يسمى هدى الله وروح الله ووحي الله ونور الله ونحو ذلك وقال تعالى لما ذكر أنبياءه من ذرية إبراهيم فقال ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيا وعيسى وإلياف كل من الصالحين وإسماعيل واليفع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده وقال تعالى فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى وثماه نور الله كقوله تعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم فهذا هدى الله ونور الله هو روح الله كما قال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وقال تعالى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه فصل قالوا وقال أشعي أيضا من أعجب الأعاجيب أن رب الملائكة سيولد من البشر فيقال فيقال مثل هذا الكلام لابد أن يكون قبله كلام وبعده كلام وهو منقول من لغة إلى لغة ونحن نعلم قطعا أنه لم يرد أن رب العالمين يولد من البشر ولو أراد ذلك لم يقل رب الملائكة فقط فإن الله رب كل شيء لكن قد يريد أنه يولد من البشر من سيكون سيد الملائكة تخدمه وتكرمه كما سجدت الملائكة لأبي البشر آدم والنصارى يسلمون أن اللاهوت ما هو متولد من البشر وإنما المتولد من البشر هو الناسوت وليس هو رب العالمين بالاتفاق فعلم أنه لا حجة لهم في ظاهر اللفظ إن قدر سلامته من التغيير ونظير هذا ما عندهم في إنجيل متى أن ابن الإنسان يرسل الملائكته ويجمعون كل الملوك ربا على الأمم فيلقونهم في أتون النار قال بعض علماء أهل الكتاب لم يرد بذلك أن المسيح هو رب الأرضاب ولا أنه خالق الملائكة بل رب الملائكة أوصل ملائكة بحفظ المسيح بشهادة النبي القائل إن الله يوصي ملائكته بك ليحفظوك ثم شهادت لوق أن الله أرسل له ملكا من السماء ليقويه قال وإذا شهد الإنجيل باتفاق الأنبياء والرسل بأن الله يوصي ملائكته بالمسيح فأحفظونه علم أن الملائكة تطيع للمسيح بالأمر وهو والملائكة في خدمة رب العالمين وقال المسيح لتلاميذه من قبلكم فقد قبلني من قبلكم فقد قبلني ومن قبلكم فقد قبلني ومن قبلني فقد قبل من أرسلني وقال المسيح من أنكرني قدام الناس أنكرته قدام ملائكة الله وقال للذي ضرب عبد رئيس الكهنة أغمج سيفك ولا تظن أن لا أستطيع أن أدعو الله الأب فيقدم لي أكثر من 12 جوقا من بسم الله الرحمن الرحيم عنوان الكتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلامي أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني المتوفى سنة 728 هجريا المجلد الثالث الشريط الخمسون فصل قالوا ومثل هذا القول في كتب الله المنزلة على أفواه الأنبياء والرسل شيء كثير عند النصارى جميعهم المختلفة ألسنتهم المختلفة ألسنتهم المفرقين في سبعة أقاليم العالم المتمسكين بدين النصرانية قول واحد ونص واحد على ما تسلموه من الحواريين حين أنذروهم وردوهم عن عبادة الأصمام إلى معرفة الله تعالى سلموها إياهم كل أمة بلسانها وهي على هيئتها إلى يومنا هذا والجواب على هذا من وجوه أحدها أن القول في سائر ما يذكرونه من النصوص كما تقدم وقد تكلم عن هذا من تكلم عليه من علماء النصارى الذين هداهم الله وبيّنوا ما وقع في ذلك من تحريفهم لمعاني الكتب التي عندهم وذكروا مما عندهم من النصوص الصريحة بأن المسيح عبد الله ليس هو الله ما يتبين به بطلان قولهم وأنهم ممن اتركوا المحكم من الآيات واتبعوا المتشابه ولهذا أنزل الله فيهم فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب وهذا كقول المسيح عليه السلام لما سئل عن علم الساعة فقال لا يعلمها إنسان ولا الملائكة الذين في السماء ولا الإبن إلا الآب فقط فنفع عن نفسه علم الساعة فنفع عن نفسه علم الساعة وهذا يدل على شيئين على أن اسم الإبن إنما يقع على الناس دون اللهوت فإن اللهوت لا يجوز أن ينفي عنه علم الساعة ويدل على أن الإبن لم يكن يعلم ما يعلمه الله وهذا يبطل قولهم بالاتحاد فإنه لو كان الاتحاد حقا كما يزعمون لكان الإبن يعلم ما يعلمه الله ويقدر على ما يقدر عليه ويقدر على ما يقدر عليه فإنه هو الله عندهم والناسوت لا يتميز عندهم عن اللاهوت فيما يوصف به المسيح من كونه عالما قادرا يحيي ويميت وقال المسيح لتلاميذه آمنوا بالله وآمنوا بي وقال أيضا من يؤمن بي فليس يؤمن بي فقط بل وبالذي أرسلني وهم يذكرون أن المسيح عليه السلام استصرخ الله قائلا إلهي إلهي انظر لماذا تركتني وتباعدت عن خلاصي الوجه الثاني أن قولهم إن هذه الكتب التي بأيديهم من التوراة والإنجيل وسائر النبوات تسلموها من الحواريين كل أمة بلسانها وعلى هيئتها قول لم يقيم على صحته دليلا بل الدعو ذلك دعوة مجردة ومثل هذا النقل إن لم يثبت بالتواتر لم يحتج به في المسائل العلمية لا سيما إذا قيل في الوجه الثالث إن هذا كذب ظاهر فإن كثيرا من الألسنة ليس عند أهله إنجيل قديم ومن ذلك لسان العرب فإن العرب النصارى كثيرون قبل الإسلام ولا تعرف توراة ولا إنجيل ولا نبوات عربية إلا ما عرب من النسخ من النسخ العبرية والرومية والسريانية ونحن نطالبهم بهذه الكتب التي هي بالعربية التي في زمن الحواريين أين هي ومن رآها ولو قدر أنها كانت بالعربية فهذه النسخ اليوم العربية الموجودة بأيدي الناس هي مما عرب مما بأيديهم وحينئذ فلا تعرف صحتها إن لم تعرف صحة الترجمة ويثبت نقل تلك عن المسيح عليه السلام وهكذا القول في سائر الألسن الوجه الرابع أن التوراة والنبوات التي نقلت من نسخ اليهود والأنجيل هي أربعة كتبت بعد المسيح عليه السلام إثنان ممن كتبها لم يرى يا المسيح وهما لوقى ومرقص واثنان رأياه وهما يوحنى ومتة والنسخ إنما كثرت عن الأربعة وما ينقله الأربعة لا يجب أن يكون متواترا معلوما وإذا كثرت الألسن بها فمن بعد الأربعة لا أن الذين سمعوها من المسيح عليه السلام فمن بعد الأربعة وإذا كثرت الألسن بها فمن بعد الأربعة لا أن الذين سمعوها من المسيح عليه السلام تكلموا باثنين وسبعين لسانا فإن هذا لم يقوله أحد ولا يقوله عاقل إذ الحواريون كانوا اثنى عشر لم يكون اثنين وسبعين فإذا قيل إنه نقلها اثنان وسبعون فهم نقلوها عما نقلها إليهم من الحواريين وهم إنما يسندون نقلها إلى أربعة الوجه الخامس أن الحواريين ليسوا معصومين بل يجوز على أحدهم الغلط في بعض ما ينقله وما ينقل من خوارقهم للعادات فمن الناس من يكذبه ومنهم من يصدقه ولا دلال فيه على عصمتهم إلا أن يثبت أنهم ادعوا النبوة وأقاموا المعجزات الدل على نبوتهم ولم يكن الأمر كذلك وإلا في الصالحون إذا كانت لهم كرمات لم تدل كرماتهم لم تدل كرماتهم على أنهم معصومون كالأنبياء بل يجوز عليهم الغلط مع تبوت كرماتهم والحواريون عندهم ليسوا بأنبياء وإنما سموهم رسلا فهم رسل المسيح لا رسل الله تبارك وتعالى الوجه السادس أن في هذه الكتب التي بأيديهم ما يناقض قولهم من الأقوال الصريحة الكثيرة ما هو أكثر وأصرح مما احتجوا به على قولهم والواجب حينئذ التمسك بالصريح المحكم ورد المتشابه إليه ولا يجوز التمسك بالمتشابه ورد المحكم إليه الوجه السابع أنه بتقديري أن يكون في الأرض هذه الكتب بـ 72 لسانا سواء كانت كلها منقولة عن الحواريين نقلا صحيحا أو كان نقل أكثرها أو أكثر منها نقل أكثرها أو أكثر منها مترجمة من لغة إلى لغة فمعلوم أنه بكل لسان عدة نسخ ولو لم يكن بها إلا لسانا واحدا مع كثرة نسخ بها في مشارق الأرض ومغاربها لم يكن أحدا أن يقطع بأن جميع النسخ على لفظ واحد ونص واحد كما ادعاه هؤلاء في الـ 72 لسانا حيث قالوا ومثل هذا القول في كتب الله المنزلة على أفواه الأنبياء والرسل كثير عند النصارى جميعهم المختلفة ألسنتهم المتفرقين في سبعة أقاليم العالم المتمسكين بدين النصرانية قول واحد ونص واحد على ما تسلموه من الحواريين وردوهم عن عبادة الأصنام فسلموها إليهم كل أمة بلسانها وهي على هيئتها إلى يومنا هذا فإن هذا الكلام يتضمن عدة دعاوى ليس فيها ما يمكن قائله أن يكون عالما به فعلم أن هؤلاء تكلموا بهذا الكلام بلا علم بل بالجهل والضلال كما هو عادتهم فإنه يقال لهم من الذي جمع كل نسخة في العالم من جميع التوراة والإنجيل والزبور وسائر النبوات الأربعة والعشرين بلسان واحد كالعربي مثلا وهل ميز جميع النسخ فلم يجد نسخة تزيد على نسخة ولا تنقص عنها ومعلوم إن كان هذا ممكن أمكن أن يقال جمعها جامع وغير بعض ألفاظها فلا يمكنهم دعوى بقائها بلا تغيير وإن لم يكن ذلك لم يمكن أحد أن يقول أنا أعلم موافقة كل نسخة من نسخ هذه الكتب لكل نسخة توجد في سبعة أقاليم العالم لذلك اللسان فضلا عن 72 لسانا فضلا عن أن يقال أنا أعلم أن هذه الألسن كلها تكلمت بها الحواريون وهي باقية على لفظهم إلى اليوم ومعلوم أن الإنسان إذا أمكنه جمع نسخ كتاب واحد من جميع الفنون من كتب الطب والحساب والهندسة والنحو والفقه والحديث كان بإمكان تغيير بعض ألفاظ كان إمكان تغيير بعض ألفاظ تلك النسخ أيسر عليهم من قابلة ألفاظ كل نسخة بألفاظ تلك النسخ مثلها فإن هذا لا يقدر عليه في العادة بل هو متعذر أو متعسر ولا سيما والمقابلة إن كانت بين اثنين فكل منهما ينقل للآخر لفظ نسخته فيكون مدار المقابلة على خبر واحد لم يقترن بخبره ما يعلم به صدقه فقد يغلطاني أو يكذباني جميعا وإن كانت بين عدد يحصل بهم العلم احتاجت كل نسخة بكل لسان إلى أن يشهد بلفظها جمع يحصل بهم العلم وأولئك بأعيانهم يشهدون بلفظ كل نسخة بكل لسان ويشهدون بلفظ كل نسخة ويشهد لهم من هو مثلهم بلفظ النسخة الأخرى وموافقتها لها وهؤلاء أو مثلهم بموافقة النسخة الثانية ومعلوم أن هذا لم يفعله أحد ولا يقدر عليه أحد بل لو اجتمع جميع ملوك النصارى على ذلك وعلماء بلادهم على ذلك لم يقدروا عليه فإن من النسخ ما هو عند المسلمين ومنها ما هو في بلاد لا حكم لهم عليها وأيضا فقد يكون في بلادهم من النسخ ما لم يظهرها أصحابها فكل من شهد من النصارى وغيرهم بأن كل نسخة في العالم بهذه الكتب توافق جميع النسخ فهو شاهد وزور شهد بما لا يعلم بل شهد بما يعلم أنه كاذب فيه وكذلك لو شهد بمثل هذا لنسخ أي كتاب كان فإن العادة المعروفة أن نسخ الكتب تختلف ويزيد بعضها وينقص بعضها هو القرآن المنقل بالتواتر لم يكن الاعتماد في نقله على نسخ المصاحف بل الاعتماد على حفظ أهل التواتر له في صدورهم ولهذا إذا وجد مصحف يخالف حفظ الناس أصلحوه وقد يكون في بعض نسخ المصاحف غلط فلا يلتفت إليه مع أن المصاحف التي كتبها الصحابة قد قيد الناس صورة الخط ورسمه وصار ذلك أيضا منقولا بالتواتر فنقلوا بالتواتر لفظ القرآن حفظا ونقلوا رسم المصاحف أيضا بالتواتر ونحن لا ندعي اتفاق جميع نسخ المصاحف كما لا ندعي أن كل من يحفظ القرآن لا يغلط بل ألفاظه منقولة بالتواتر حفظا ورسما فمن خرج عن ذلك علم الناس أنه غلط لمخالفته النقل المتواتر بخلاف هذه الكتب فإن النصارى لم يحفظوها كلها في قلوبهم تلقيا لها عن الحواريين حفظا منقولا بالتواتر بل لم يكن أحد منهم يحفظها كلها فضلا عن أن يحفظها كلها أهل التواتر فضلا عن أن يحفظ كل لسان منها من تواتر بهم ذلك اللسان وهذا أمر معلوم لجميع النصارى وغيرهم أنه لم يحفظها كلها بكل لسان من زمن الحواريين عدد التواتر بل ولا في زمن من الأزمان بل بعد انتشار النصارى وكثرتهم وتفرقهم في الأقاليم السبعة لا يكاد يوجد فيهم من يحفظها كلها عن قلبه كما يحفظ صبيان مكاتب المسلمين القرآن فكيف أحفظها في كل زمان أهل التواتر فكيف يحفظ كل لسان من الاثنين وسبعين أهل التواتر وإذا كان اعتمادهم إنما هو على الكتب وهم لا يمكنهم معرفة اتفاق جميع النسخ بلسان واحد فضلا عن جميع الألسنة علم أن دعواهم أنها لم تزل متفقة على نص واحد ولفظ واحد وأن جميع نسخها متفقة في هذا الزمان وفيما قبله كلام مجازف يتكلم بلا علم كلام مجازف يتكلم بلا علم بل يتكلم بما يعلم أنه باطل الوجه الثامن أن هذا لو قدر إمكانه فإنما يكون منقولا لو لم يعلم أنه كذب فكيف مع العلم بأنه كذب فإنه يوجد في هذا الزمان نسخ التوراة والإنجيل والزبور والنبوات مختلفة متناقضة والنسخ التي عند النصارى مختلفة وهي أيضا تخالف نسخ اليهود والسامرة في مواضع وحينئذ فإذا قالت النصارى نسخنا هي الصحيحة لم يكن هذا أولى من قول اليهود نسخنا هي الصحيحة بل معلوم أن اعتناء اليهود بالتوراة أعظم من اعتناء النصارى ثم بعد هذا ما ذكروه لا يكفي إن لم يعلم أن نسخهم توافق النسخ التي عند اليهود حتى الثامرة وهذا غير معلوم وإن قالوا إذا خالف نقل اليهود لنقل الحواريين لم يلتفت إليه لأنهم معصومون كل هذا مبينا على دعوى أسمقهم وقد عرف فساده وإذا قالت النصارى نحن ننقلها عن الحواريين المعصومين قالت اليهود نحن ننقلها عن موسى المعصوم باتفاق أهل الملل أو عن العارف المعصوم باتفاق اليهود والنصارى وكثير من المسلمين فالتوراة باتفاق الخلق مأخوذة عن موسى بن عمران وهو معصوم وإنما يطعن من يطعن في نقل بعضها لانقطاع التواتر في أثناء المدة لما خرب بيت المقدس ولم يبقى فيه ساكن أكثر من سبعين سنة فيقول بعض الناس إن بعض ألفاظها غير حينئذ ويقول بعضهم لم تغير ألفاظ جميع النسخ وإنما غير ألفاظ بعض النسخ وانتشرت النسخ المغيرة عند كثير من الناس حتى لا يعرفوا غيرها ثم بني إسرائيل لم يزل فيهم نبي بعد نبي حتى جاء المسيح وبعد المسيح فلم يزالوا خلقا كثيرا لا يمكن توافؤهم في مشارق الأرض ومغاربها على تغيير نسخ التوراة بخلاف الإنجيل فإنه إنما نقله أربعة ومن كتب التوراة والزبور والنبوات من أتباع المسيح فإنما كتبوها من النسخ التي كانت بأيدي اليهود وإذا قالوا كانوا معصومين فهذا ممنوع عند المسلمين واليهود وعلى تقدير تسليمه فاليهود ينقلونها أيضا عن المعصوم قبل هؤلاء فلا يمكن مع هذا أن يدعم الدعين أن النبوات التي عند النصارى تواترت عن المعصوم أعظم من تواتر ما عند اليهود بل لا يشك العقلاء العادلون أن نقل حروف التوراة أصح من نقل حروف الإنجيل وهذا أمر يعرف من وجوه متعددة فإن التوراة أخذت عن المعصوم باتفاق أهل الملل وكانت منقولة قبل المسيح بين الأنبياء وبين بني إسرائيل أعظم من نقل الإنجيل وبعد المسيح نقلها اليهود والنصارى وإذا كان كذلك فإذا وجد ما عند اليهود والسامرة من نسخ النبوات يخالف ما عند النصارى في بعض الألفاظ كان هذا دليلا على أن هذه الكتب ليست ألفاظها منقولة عن نص واحد وأنه ليس كل لفظ من ألفاظها متواترا والله أعلم الوجه التاسع أن جميع ما عندهم من النصوص الصحيحة لا يدل على مذهبهم البتة نصا بل غاية ما يدعون فيها الظهور وهم منازعون في ذلك حتى يقال بل الظاهر فيما يحتجون به خلاف قولهم ومعلوم أن أصول الإيمان التي يؤمن أهل الإيمان بها ويكفرون من خالفها لا بد أن تكون معلومة عندهم عن الأنبياء والعلم لا يحصل بلفظ محتمل فعلم أنه لا علم عندهم عن الأنبياء عليه السلام وهو محل النزاع الوجه العاشر أن أصرح ما عندهم من التثليث هو قوله عمد الناس باسم الآب والابن وروح القدس وعلى هذا القول بنوا قولهم بالتثليث وأثبتوا لله ثلاثة أقانيم ولفظ الأقانيم لم ينطق به أحد من الأنبياء ولا أحد من الحواريين باتفاقهم بل هو مما ابتدعوه قيل إنه لفظ رومي معناه الأصل ثم أقنوم الإبن تارة يقولون هو علم الله وتارة يقولون هو حكمة الله وتارة يقولون هو كلمة الله وتارة يقولون هو نطق الله وروح القدس تارة يقولون هو حياة الله وتارة يقولون هو قدرة الله والكتب المنقول عن الأنبياء عندهم ليس فيها تسمية شيء من صفات الله لا باسم ابن ولا باسم روح القدس فلا يوجد أن أحدا من الأنبياء سم علم الله وحكمته وكلامه ابنا ولا سم حياة الله أو قدرته روح القدس بل روح القدس في كلام الأنبياء يراد بها معنا ليس هو حياة الله كما يراد بها ملك الله أو ما ينزله في قلوب الأنبياء والصالحين من هداه ونوره وتأييده ونحو ذلك وإذا كان كذلك علم أن ما فسروا به قول المسيح عليه السلام عمد الناس باسم الأب والابن وروح القدس كذب صريح عليه وكذلك ما فسروا به كلام الأنبياء من إثبات الأقانين الثلاثة كذب صريح عليهم كقولهم إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب أرادوا به إثبات ثلاثة آلهة فإن هذا مما يعلم بالضرورة ضلالهم فيه وافتراؤهم على الأنبياء ويعلموا أن إله الثلاثة هو إله واحد ليس إله إبراهيم إلها آخر غير إله إسحاق حتى لو قيل بالأقانين فلا يقول عاقل إن أحد الأقانين إله هذا والأقنوم الآخر إله الآخر فإن هذا لم يقوله أحد من العقلاء ولا النصارى ولا غيرهم لا يقولون إن الأب إله إبراهيم مثلا والابن إله إسحاق وروح القدس إله يعقوب بل هم متفقون مع قولهم بالتفليث أن الجميع إله واحد لجميع المرسلين ليس إله هذا أقنوما وإله الآخر أقنوما آخر فعلم أن ما يفسرون به كلام الأنبياء كذب لا يصح لا على تفليثهم الذي ابتدعوه ولا قول أهل التوحيد المتابعين لرسل الله شكرا بسم الله الرحمن الرحيم عنوان الكتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشاف الإسلامي أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني المتوفى سنة 728 هجريا المجلد الثالث الشريط الحادي والخمسون فصل قال الحاك عنهم فقلت لهم إذا كانت هذه النبوات عند اليهود وهم مقرون معترفون بها أنها حق وأنها عتيدة أن تكمل عند مجيء المسيح فأي حجة لهم يحتجون بها عن الإيمان به أجابوا قائلين إن الله اختار بني إسرائيل واستفاهم على الناس له شعبا في ذلك الزمان وحيث كانوا في أرض مصر في عبودية فرعون أرسل إليهم موسى النبي إذن لهم على معرفة الله ووعدهم أن الله يخلصهم من عبودية فرعون ويخرجهم من مصر ويريهم أرض المعاد التي هي أرض بيت المقدس فطلب موسى من الله وعمل العجائب قدام عيونهم وضرب أهل مصر العشر ضربات وهم يرون ذلك جميعه ويعلمون أن الله يصنعه لأجلهم وأخرجهم من مصر بيد قوية وشق لهم البحر وأدخلهم فيه وصار لهم الماء حائطا عن يمينه وحائطا عن شماله ودخل فرعون وجميع جنوده في البحر وبنو إسرائيل ينظرون ذلك فلما برز موسى وبنو إسرائيل من البحر وخلفهم فرعون بجنوده فيه أمر الله لموسى أن يرد عصاه إلى الماء فعاد الماء كمكان وغرق فرعون وجميع جنوده في البحر وبنو إسرائيل يشهدون ذلك فلماذا غاب عنهم موسى إلى الجبل ليناجي ربه وأخذ لهم التوراة من يد الله تركوا عبادة الله ونسوا جميع أفعاله وكفروا به وعبدوا رأس العجل من بعد ذلك ثم عبدوا الأصنام مرارا كثيرة ليس مرة واحدة وذبحوا لها الزبائح ليست حيوانات بل بنيهم من البنات حسب ما ذكر فيما قبل ذلك وجميع أفعالهم مكتوبة في أخبار بني إسرائيل فلما رأى الله قساوة قلوبهم وغلظة رقابهم وكفرهم به ورأى أفعالهم النجسة الخبيثة أغضب عليهم وجعلهم مرذولين وطبع على قلوبهم فلا يؤمنون وجعلهم مهانين في جميع الأمم وليس لهم ملك ولا بلاد ولا نبي ولا كاهن إلى الأبد حسب ما تنبأت عليهم الأنبياء على ما ذكرناه قبل وتشهد به كتبهم التي في أيديهم إلى يومنا هذا وكذا قال الله لأشعية اذهب إلى هذا الشعب فقل لهم تسمعون سمعا ولا تفهمون وينظرون نظرا ولا تبصرون لأن قلب هذا الشعب قد غلظة وقد سمعوا بأفهامهم سمعا ثقيلا وقد غمضوا أعينهم لألا يبصروا بها وسمعوا بأذانهم ولا يفهمون بقلوبهم ويرجعون إلي فأرحمهم وقال أشعية قال الله هكذا مقتت نفسي سبوتكم ورؤوس شهودكم صارت عندي مرذولة وقال وفي ذلك اليوم يقول الله سأبطل السبوت والأعياد كلها وأعطيكم سنة جديدة مختارة لا كالسنة التي أعطيتها لموسى عبد يوم حريب يوم الجمع الكثير بل سنة جديدة مختارة آمروا بها وأخرجها من صهيون فصهيون هي أرشاليم والسنة الجديدة المختارة هي السنة التي تسلمناها نحن ومعشر النصارى من يد الرسل الحواريين الأطهار الذين سرجوا من أرشاليم وداروا في سبعة أقاليم العالم وأنذروا بهذه السنة الجديدة فأي بيان يكون أوضح وأصح من هذا البيان إذ قد أوردناه من قول الله ولسيما وأعداؤنا اليهود المخالفون لديننا شهدوا لنا بصحة ذلك جميعه وأما حجة اليهود في هذه النبوات يقولون ويعتقدون أنها حق وأنها قول الله لكن يقولون إنها عتيدة فهذه النبوات مثلما هي عند اليهود كذلك هي عندنا معشر النصارى في 72 لسانا فيراهم جميع الأمم قولا واحدا وأنها قول الله وقالت اليهود نحن مصدقون بها أن تكمل وتتم عندما جيء المسيح لكن المسيح لم يجيء بعد وأنا الذي جاء ليس هو المسيح هذا قولهم وكفاهم أنهم يكفرون ويفجرون مع الكفر ويقولون إن المسيح كان ضالا مضلا وأما المسيح الحق فعتيد أنه يأتي ويكمل نبوات الأنبياء إذا جاء وإذا جاء اتبعناه وكنا أنصاره وهذا رأيهم واعتقادهم في السيد المسيح فماذا يكون أعظم من هذا الكفر الذي هم عليه فماذا يكون أعظم من هذا الكفر الذي هم عليه ولأجل ذلك في هذا الكتاب سماهم المغضوب عليهم لأجل خلافهم لقول الله الذي أرسل نطقه على أفواه الأنبياء ولما كنا نحن النصارى متمسكين بما أمرتنا به الرسل الأطهار سمانا في هذا الكتاب المنعم عليهم وأما قولنا في الله ثلاثة أقانين إله واحد فهو أن الله نطق به وأوضحه في التوراة وفي كتب الأنبياء ومن ذلك ما جاء في السفر الأول من التوراة يقول حيث شاء الله أن يخلق آدم قال لنخلق خلقا لنخلق خلقا على شبهنا ومثالنا فمن هو شبهه ومثاله سوى كلمته وروح قدسه وحين خلف آدم وعصى ربه وعصى ربه ها آدم قد صارك واحد منا وهذا واضح أن الله قال هذا القول لابنه أي كلمته وروح قدسه وقال هذا القول يستهزئ بآدم أي طلب أن يصيرك واحد منا صار عريانا مفتضحا وقال الله عندما أخسف بسدوم وعمورة قال في التوراة وأن ترى الرب عند الرب من السماء على سادو معمورة نارا وكبريتا أوضح بهذا ربوبية الآب والابن بذكر سالث والجواب أن يقال أما كفر اليهود كلهم لما أرسل المسيح عليه السلام إليهم فلم يؤمنوا به وكفر من كفر منهم قبل ذلك إما بقتل النبيين وإما بتكذيبهم إما بالشرك وإما بغير ذلك مما كفروا فيه بما أنزل الله بما أنزل الله فهذا حق وهذا هو نظير كفر النصارى كلهم الذين بلغتهم دعوة محمد صلى الله عليه وسلم وأقام الله عليهم الحج به فلم يؤمنوا به وكفر من كفر منهم قبل ذلك بما أنزل الله إما بتكذيب بعض إما أنزله وإما بتبديله بغيره وإما بجعل ما لم ينزله الله منزلا منه وإما بغير ذلك مما فيه كفر بما أنزل الله عز وجل وكذلك ما ذكر من أن الله أقام سنة جديدة وعهدا جديدا وهو ما بعث به المسيح عليه السلام من الشريعة التي بعث بها وفيها تحليل بعض ما حرم الله بعض ما حرم الله في التوراة كما قال في القرآن عن المسيح ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم فهذا أيضا حق فصل وأما قولكم السنة الجديدة المختارة هي السنة التي تسلمناها من يد الرسل الأطهار على ما تسلموها هم من المسيح عليه السلام فيقال لو كنتم على تلك السنة لم تغيروها لم ينفعكم المقام عليها إذا كذبتم الرسول النبي الأمي الذي بعث إليكم وإلى سائر الخلق بسنة أخرى أكمل من السنة التي كانت قبله كما لم ينفع اليهود ولو تمسكوا بسنة التوراة ولم يتبعوا سنة المسيح الذي أرسل إليهم بل من كذب برسول واحد فهو كافر كما قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا فإنه وإن كانت السنة التي جاء بها المسيح عليه السلام حقا وكل من كان متبعا له فهو مؤمن مسلم من أولياء الله من أهل الجنة الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون كما قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال تعالى كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين فمن اتبع المسيح كان مؤمنا ومن كفر به كان كافرا وقال تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين لكن غيرتموها وبدلتموها قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم فصرتم كفارا بتبديل شريعة المسيح لم يسن لكم التثليث والقول بالأقانيم ولا القول بأنه رب العالمين ولا سن لكم استحلال الخنزير وغيره من المحرمات ولا ترك الختان ولا الصلاة إلى المشرق ولا اتخاذ أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ولا الشركة واتخاذ التماثيل والصليب ودعاء الموتى والغائبين من الأنبياء والصالحين وغيرهم وسؤالهم الحوائج ولا الرهبانية وغير ذلك من المنكرات التي أحدثتموها ولم يسنها لكم المسيح ولا ما أنتم عليه من السنة التي تسلمتموها من رسل المسيح بل عامة ما أنتم عليه من السنة أمور محدثة مبتدعة بعد الحواريين كصومكم خمسين يوما زمن الربيع واتخاذكم عيدا يوم الخميس والجمعة والسبت فإن هذا لم يسنه المسيح ولا أحد من الحواريين وكذلك عيد الميلاد والغطاص وغير ذلك من أعيادكم بل عيد الصليب إنما ابتدعته هيلانة الحرانية القندقانية أم قسطنطين فأنتم تقولون إنها هي التي أظهرت الصليب وصنعت لوقت ظهوره عيدا وذلك بعد المسيح والحواريين بمدة طويلة زمن الملك قسطنطين بعد المسيح بأكثر من ثلاثمائة سنة وفي ذلك الزمان أحدثتم الأمانة لنصوص الأنبياء في غير موضع وأظهرتم استحلال الخنزير وعقوبة من لم يأكله وابتدعتم في ذلك الزمان تعظيم الصليب وغير ذلك من بدعكم وكذلك كتب القوانين التي عندكم كتب القوانين التي عندكم جعلتموها سنة وشريعة فيها شيء عن الأنبياء والحواريين وكثير مما فيها ابتدعه من بعدهم لا ينقلونه لا عن المسيح ولا عن الحواريين فكيف تدعون أنكم على السنة والشريعة التي كان عليها المسيح عليه السلام وهذا مما يعلم بالاضطرار والتواتر أنه كذب بين ترجمة نانسي قنقر بسم الله الرحمن الرحيم عنوان الكتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلام أبي العباس دقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني المتوفى سنة 728 هجريا المجلد الثالث الشريط الثاني والخمسون فصل قالوا وأما قولنا في الله ثلاثة أقانيم من إله واحد فهو أن الله نطق به وأوضحه في التوراة وفي كتب الأنبياء ومن ذلك ما جاء في السفر الأول من التوراة يقول حيث شاء الله أن يخلق آدم قال الله لنخلق خلقا على شبهنا ومثالنا فمن هو شبهه ومثاله سوى كلمته وروحه وحين خالف آدم وعصى ربه قال الله تعالى أها آدم قد صارك واحد منا وهو قول واضح أن الله قال هذا القول لابنه وروح قدسه والجواب أن استدلالهم بهذا على قولهم في المسيح هو في غاية الفساد والضلال فإن لفظ التوراة نصنع آدم كصورتنا وشبهنا وبعضهم يترجمه نخلق بشرا على صورتنا وشبهنا والمعنى واحد وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن الله خلق آدم على صورته وفي رواية على صورة الرحمن فقولهم من هو شبهه ومثاله سوى كلمته وروحه من أبطل الباطل من وجوه أحدها أن الله ليس كمثله شيء وليس لفظ النص على مثالنا والثاني أنه لاختصاص للمسيح بما ذكر على تقدير حق وباطل فإنه بأي تفسير فسر قوله سنخلق بشرا على صورتنا شبهنا لم يخص ذلك المسيح الثالث أنهم إن أرادوا بالكلمة التي هي شبهه ومثاله صفته التي هي العلم القائم به والحياة القائمة به مثلا فالصفة لا تكون مثلا للمنصوف إذ المنصوف هو الذات القائمة بنفسها والصفة قائمة بها والقائم بغيره لا يكون مثل القائم بنفسه وإن أرادوا به شيئا غير صفاته مثل بدن المسيح وروحه فذلك مخلوق له والمخلوق لا يكون مثل الخالق وكذلك روح القدس سواء أريد به ملك أو هدي وتأييد ليس مثلا لله عز وجل ليس مثلا لله عز وجل الرابع أنه قال لنخلق خلقا أو قال نخلق آدم أو نخلق بشرا على صورتنا وشبهنا وعلى ما قالوه نخلق خلقا على شبهنا ومثالنا وبكل حال فهذا وكلمة الله وروحه عندهم غير مخلوق فامتنع أن يكون المراد بذلك كلمته وروحه وإن قالوا أراد بذلك الناسوت المسيحي فلا فرق بين ذلك الناسوت وسائر النواسيت مع أن المراد بذلك النص آدم أبو البشر باتفاق الأمم والناسوت نفسه ليس هو كلمة الله وروحه وروحه الخامس أنه لو قدر أنه أريد بذلك أن كلام الله يشبه ذاته من بعض الوجوه مثل كونه قديما بقدمه لم يكن في ذلك ما يدل على الأقانيم الثلاثة وكذلك اللفظ المعروف وهو قوله سبخلق بشرا على صورتنا شبهنا فهذا لا يدل على التثليث بوجه من الوجوه وشبه الشيء بالشيء يكون لمشابهته له من بعض الوجوه وذلك لا يقتضي التماثل الذي يوجب أن يشترك فيما يجب ويجوز ويمتنع وإذا قيل هذا حي عليم قدير وهذا حي عليم قدير فتشابه في مسمى الحي والعليم والقدير لم يوجب ذلك أن يكون هذا المسمى مماثلا لهذا المسمى فيما يجب ويجوز ويمتنع بل هناك ثلاثة أشياء أحدها القدر المشترك الذي تشابه فيه وهو معنا كلي لا يختص به أحدهما ولا يوجد كليا عاما مشتركا إلا في علم العالم والثاني ما يختص به هذا كما يختص الرب بما يقوم به من الحياة والعلم والقدرة والثالث ما يختص به ذاك كما يختص به العبد من الحياة والعلم والقدرة فما يختص به الرب عز وجل لا يشركه فيه العبد ولا يجوز عليه شيء من المقائص التي تجوز على صفات العبد وما يختص به العبد لا يشركه فيه الرب ولا يستحق شيئا من صفات الكمال التي يختص بها الرب عز وجل وأما القدر المشترك كالمعنى الكلي ثابت في ذهن الإنسان فهذا لا يستلزم خصائص الخالق ولا خصائص المخلوق فالاشتراك فيه لا محذور فيه ولفض الطورات فيه سنخلق بشرا على صورتنا يشبهنا لم يقل على مثالنا وهو كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا يقولن أحدكم قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك فإن الله تعالى خلق آدم على صورته فلم يذكر الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كموسى ومحمد صلى الله عليه وسلم إلا لفظة شبه دون لفظ مثل وقد تنازع الناس هل لفظ الشبه والمثل بمعنى واحد أو معنيين على قولين أحدهما أنهما بمعنى واحد وأن ما دل عليه لفظ المثل مطلقا ومقيدا يدل عليه لفظ الشبه وهذا قول طائفة من النظار والثاني أن معناها مختلف عند الإطلاق لغة وشرعا وعقلا وإن كان مع التقييد والقرينة يراد بأحدهما ما يراد بالآخر وهذا قول أكثر الناس وهذا الاختلاف مبني على مسألة عقلية وهو أنه هل يجوز أن يشبه الشيء الشيء من وجه دون وجه وللناس في ذلك قولان فمن منع أن يشبهه من وجه دون وجه قال المثل والشبه واحد ومن قال إنه قد يشبه الشيء الشيء من وجه دون وجه فرق بينهما عند الإطلاق وهذا قول جمهور الناس فإن العقل يعلم أن الأعراض مثل الألوان تشتبه في كونها ألوانا مع أن السواد ليس مثل البياض وكذلك الأجسام والجواهر عند جمهور العقلاء تشتبه في مسمى الجسم والجوهر وإن كانت حقائقها ليست متماثلة فليست حقيقة الماء مماثلة لحقيقة التراب ولا حقيقة النبات مماثلة لحقيقة الحيوان ولا حقيقة النار مماثلة لحقيقة الماء وإن اشترك في أن كل منهما جوهر وجسم وقائم بنفسه وأيضا فمعلوم في اللغة أنه يقال هذا يشبه هذا وفيه شبه من هذا إذا أشبهه من بعض الوجوه وإن كان مخالفا له في الحقيقة قال الله تعالى وأتوا به متشابهاء وقال منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه بتغاء الفتنة وبتغاء تأويله وقال تعالى وقال الذين لا يعلمون لو لا يكلمنا الله أو تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم فوصف القولين بالتماثل والقلوب بالتشابه لا بالتماثل فإن القلوب وإن اشتركت في هذا القول فهي مختلفة لا متماثلة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبين ذلك أمور متشابهات لا يعلمهن كثير من الناس فدل على أنه يعلمها بعض الناس وهي في نفس الأمر ليست متماثلة بل بعضها حرام وبعضها حلال والوجه السادس أن قوله سنخلق خلقا على شبهنا لا يتناول صفته مثل كلامه وحياته القائمة به فإن ذلك ليس بمخلوق وحينئذ فهذا لا يتناول اللهوت الذي يزعمون أنه تدرع بالناسوت فإن اللهوت ليس بمخلوق وأما النسوت فهو كسائر نواسيت الناس لا اختصاص له بأن يكون شبيها لله دون سائر النواسيت فقوله فمن هو الشبه المخلوق سوى كلمته وروحه فمن هو الشبه المخلوق سوى كلمته وروحه باطل على كل تقدير وأما قوله ها آدم قد صار كواحد منا وقولهم إن هذا قول واضح أن الله قال هذا القول لابنه روح قدسه فإن أرادوا أنه يجعل الذي صار كواحد مننا لابنه كان هذا من أبطل الكلام فإن هذا الابن إن كان المراد به كلمة التي هي صفة لله فتلك لم يخلق لها أمر يصير كواحد منهم وتلك لا تسمى آدم ولا سماها الله ابنا وأن أريد به ناسوت المسيح فذلك مخلوق مبتدع يمتنع أن يكون كالقديم الأزلي وأيضا فإن الله قال هذا عن آدم وآدم ليس هو المسيح ولا يجوز أن يقال آدم ويراد به المسيح كما لا يجوز أن يقال عصى آدم ويراد به المسيح وأيضا فإنه قال ها آدم قد صار كواحد منا هذه إشارة إلى أمر قد كان في الزمن الماضي ليس هو إشارة إلى ما سيكون بعد ذلك بألوف من السنين وإن أرادوا أن الله قال لابنه الذي هو كلمته وروحه وهذا هو مرادهم فقولهم إنه قال هذا القول يستهزئ بآدم أي أنه طلب أن يصير كواحد منا صار هكذا عريانا مفتضحا ويكون شبهتهم قوله منا لأنه عبر بصيغة الجمع ويكون شبهتم قوله منا شبهتم قوله منا لأنه عبر بصيغة الجمع وكذلك إن أرادوا هذا بقوله نخلق بشرا على صورتنا وشبهنا فاحتجوا على التسليف بصيغة الجمع وهذا مما احتج به نصارى نجران على النبي صلى الله عليه وسلم فاحتجوا بقوله تعالى إن نحن قالوا وهذا يدل على أنهم ثلاثة وكان هذا من المتشابه الذي اتبعوه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وتركوا المحكم المبين الذي لا يحتمل إلا واحدا فإن الله في جميع كتبه الإلهية قد بيّن أنه إله واحد وأنه لا شريك له ولا مثل له وقوله إن نحن لفظ يقع في جميع اللغات على من كان له شركاء وأمثال وعلى الواحد المطاع العظيم الذي له أعوان يطيعونه وإن لم يكون شركاء ولا مضراء والله تعالى خلق كل ما سواه فيمتنع أن يكون له شريك أو مثل والملائكة وسائر العالمين جنوده تعالى قال تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو وقال تعالى ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما فإذا كان الواحد من الملوك يقول إنا ونحن ولا يريدون أنهم ثلاثة ملوك فمالك الملك رب العالمين ورب كل شيء ومليكه هو أحق بأن يقول أنا ونحن مع أنه ليس له شريك ولا مثيل بل له جنود السماوات والأرض وأيضا فمن المعلوم أن آدم لم يطلب أن يصير مثل الله ولا مثل صفاته كعلمه وحياته وأيضا فليس في ظاهر اللفظ أن الله خاطب صفاته بتلك وأيضا فالصفة القائمة بالموصوف لا تخاطب ولا تخاطب وإنما يخاطب الموصوف ولم يكن قد خلق آدم من سوت المسيح ولا غيره من البشر حتى يخاطبه فعلم أن دعواهم أن الله خاطب صفته التي سموها ابنا وروح قدس كلام باطل بل قد يخاطب ملائكته وآدم عليه السلام أراد ما أطمعه الشيطان من الخلد والملك كما قال تعالى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلاء فصل قالوا وقال الله عندما أخسف بسدوم عامورة قال في التوراة وأمتر الرب من عند الرب من السماء على سدوم عامورة نارا وكبريتا أوضح بهذا ربوبية الأب والابن والجواب أن احتجاجهم بهذا من أبطل الباطل الوجوه أحدها أن تسمية الله علمه وحياته ابنا وربا تسمية باطلة لم يسمي موسى في التوراة شيئا من صفات الله باسم الإبن ولا باسم الأبي فدعوى المدعي أن موسى عليه السلام أراد بالرب شيئا من صفات الله أو أن له صفة تسمى ابنه كلام باطل الثاني أنه لو قدر أن صفة الله يسمى بذلك فمعلوم أن الذي أمطر هو الذي كان المطر عنده لم يكن المطر عند أحدهما والآخر هو الممطر كما لا يجوز أن يقال خلق أحدهما من شيء عند الآخر خلق أحدهما من شيء عند الآخر ولا أنزل أحدهما المطر من سحاب الآخر الثالث أن الصفة لا تفعل شيئا ولا عندها شيء بل هي قائمة بالموصوف والذات المتصفة بالصفة هي التي تفعل وعندها يكون ما يكون الرابع أن هذا بمنزلة قوله أمطر الرب من عنده لكن جعل الاسم الظاهر موضع المضمر إظهارا لأن الأمر له وحده في هذا وهذا ومثل هذا في القرآن كقوله الحاقة ما الحاقة القارعة ما القارعة وقال تعالى تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم تنزيل من الرحمن الرحيم والله هو المنزل ولم يقل مني فصل قالوا نذكر ثالثا وقال داود في الزبور في المزمور المئة والتسعة قائلا قال لرب لربي أجلس عن يميني حتى أضع أعدائك تحت موطئ قدميك والجواب من وجوه أحدهما أنه لا يجوز أن يراد بربي شيئا من صفات الله فإنه لم يسمي داود ولا أحد من الأنبياء شيئا من صفات الله ربا ولا ابنا ولا قال أحد لشيء من صفات الله يا رب ارحمني ولا قال لعلم الله أو كلامه أو قدرته يا رب وإذا لم يكونوا يسمون صفات الله ربا ولو كان المسيح صفة من صفاته لم يجز أن يكون هو المراد بلفظ الرب فكيف وناسوته أبعد عن اللهوت أن يراد بذلك فعلم أنهم لم يريدوا بذلك لا اللهوت ولا الناسوت الثاني أنه قال قال الرب لربي فأضاف إليه الثاني دون الأول وأنه هو ربه الذي خلقه وعمت ما عند النصارى من الغلو أن يقولوا إله حق من إله حق ويجعلونه خالقا أما أن يجعلوه أحق من الأب بكونه رب داود فهذا لم يقولوه وهو ظاهر البطلان الثالث أنه ليس في هذا ذكر الأقانيم الثلاثة غايته لو كان كما تأولوه أن يكون فيه ذكر الإبن وأما الأقانيم الثلاثة فلم ينطق بها شيء من كتب الله التي بأيديهم فضلا عن القرآن لا بلفظها ولا معناها بل اكتدعوا لفظ الأكنوم وعبروا به عن ما جعلوه مدلول كتب الله وهي لا تدل على ذلك فكانوا في ذلك مترجمين لكلام الله وهم لم يفهموا معناه ولا عبروا عنه بعبارة تدل على المراد الرابع أنه قال لربي وهذا يراد به السيد كما قال يوسف إنه ربي أحسن مثواي وقال لغلام الملك اذكرني عند ربك وقال تعالى فأنساه الشيطان ذكر ربه ولهذا ذكر الأول مطلقا والثاني مقيدا فيكون المعنى وقال الله لسيدي قال رب العالمين لسيدي وسماه سيدا توضعا من داود وتعظيما له لاعتقاده أنه أفضل منه فصل قالوا نذكر رابعا وقال في المزمور الثاني الذي قال لي أن تبني وأنا اليوم ولدتك والجواب من وجوه أحدها أن هذا ليس فيه تسمية صفات الله علمه وحياته ابنا ولا فيه ذكر الأقانيم الثلاثة فليس فيه حجة لشيء مما تدعونه والثاني أن هذا حجة عليكم حجة عليهم فإنه هو سمى داود ابنه فعلم أن اسم الابن ليس مختصا بالمسيح عليه السلام بل سمى غيره من عباده ابنا فعلم أن اسم الابن ليس اسما لصفاته بل هو اسم لمن رباه من عبيده وحينئذ فلا تكون تسمية المسيح ابنا لكون الرب أو صفته اتحدت به بل كما سمى داود ابنا وكما سمى إسرائيل ابنا فقال أنت ابني بكري وهذا في كتبهم كما ذكر فإن كان ما في كتبهم قول الله فلا حجة فيه لأنه أراد المربى وإن لم يكن قول الله ورسله فلا حجة فيه لأن قول غير المعصوم ليس بحجة الثالث أن قوله وأنا اليوم ولدتك يدل على حدوث هذا الفعل وعندهم تولد الكلمة التي يسمونها الابن من الأب قديم أزلي كما قالوا في أمانتهم وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الأب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق من جوهر أبيه مولود غير مخلوق مساوين الأب في الجوهر الذي به كان كل شيء فهذا الابن عندهم مولود من الأبي قبل كل الدهور وذلك ولد في يوم خاطبه في يوم خاطبه بعد خلق داود فلم يكن في هذا المحدث دليل على وجود ذلك القديم الوجه الرابع أنه إذا كان الأب في لغتهم هو الرب الذي يربي عبده أعظم ما يربي الأب ابنه كان معنى لفظ الولادة مما يناسب معنى هذه الأبوة فيكون المعنى اليوم جعلتك مرحوما مصطفى مختارا والمصارى قد يجعلون الخطاب الذي هو ضمير لغير المسيح يراد به المسيح فقد يقولون المراد بهذا المسيح وهذا باطل لا يدل اللفظ عليه وبتقدير صحته فهو يدل على أن المسيح هو النسوت المخلوق وهو المسمى بالابن لقوله وأنا اليوم ولدتك واللهوت عندهم مولود من قبل الدهور وحينئذ فإن كان المراد به يوم ولدته فالمعنى خلقتك وإن كان يوم اصطفاه فالمراد اليوم اصطفيتك وأحببتك كان كأنه قال اليوم جعلتك ولدا وابنا على لغتهم فصل قالوا نذكر خامسا وفي السفر الثاني من التوراة وكلم الله موسى من العليقة قائلا أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب ولم يقل أنا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب بل كرر اسم الإله ثلاث دفوع قائلا أنا إله وإله لتحقق مسألة الثلاث أقانيم في لهوته والجواب أن الاحتجاج بهذا على الأقانيم الثلاثة من أفسد الأشياء وذلك يظهر من وجوه أحدها أنه لو أريد بلفظ الإله أقنوم الوجود وبلفظ الإله مرة ثانية أقنوم الكلمة وبالثالث أقنوم الحياة لكان الأقنوم الواحد إله إبراهيم والأقنوم الثاني إله إسحاق والأقنوم الثالث إله يعقوب فيكون كل من الأقانيم الثلاثة إله أحد من أحد الأنبياء الثلاثة والأقنومين ليس بإلهين له وهذا كفر عندهم وعند جميع أهل الملل وأيضا فيلزم من ذلك أن يكون الآله ثلاثة وهم يقولون إله واحد ثم هم إذا قالوا كل من الأقانيم إله واحد فيجعلون الجميع إله إله كل نبي فإذا احتجوا بهذا النص على قولهم لازم أن يكون إله كل نبي ليس هو إله النبي الآخر مع كون الآله ثلاثة الوجه الثاني أنه يقال إن الله رب العالمين رب العالمين ورب السماوات ورب الأرض ورب العرش ورب كل شيء أفيلزم أن يكون رب السماوات ليس هو رب الأرض رب كل شيء وكذلك يقال إله موسى وإله محمد مع قولنا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب فتكون الآله خمسة وقد قال يعقوب لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق أفتراه أثبت إلهين أحدهما إلهه والآخر إله الثلاثة الوجه الثالث أن العطف يكون تارة لتغير الزوات وتارة لتغير السفات كقوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى والذي خلق هو الذي قدر وأخرج وكذلك قوله إلهك وإله آبائك وهو سبحانه وهو سبحانه وقال إبراهيم الخليل صلوات الله عليه وسلامه لقومه قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مردت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين والذي خلقه هو الذي يطعمه ويسقيه وهو الذي يميته ثم يحييه فقوله في التوراة إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب هو من هذا الباب ولا يختص هذا بثلاثة بل يقال في الاثنين والأربع والخمسة بحسب ما يقصد المتكلم ذكره من الصفات وفي هذا من الفائدة ما ليس في قوله إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب فإنه لو قيل ذلك لم يفد إلا أنه معبود الثلاثة لا يدل على أنهم عبدوه مستقلين كل منهم عبده عبادة اختص بها لم تكن هي نفس عبادة الأول وأيضا فإنه إذا قيل إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب دل على عبادة كل منهم باللزوم وإذا قال وإله 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 دل على أنه معبود كل من الثلاثة فأعاده باسم الإله الذي يدل على العبادة دلالة باللفظ المتضمن لها وفي ذلك من ظهور المعنى للسامع وتفرعه بصورة له من غير فكر ما ليس في دلالة الملزوم فصل قالوا وكذلك شهد أشعي بتحقق الثالوث بوحدانية جوهره وذلك بقوله رب القوات وبقوله بقوله رب القوات رب القوات وبقوله رب السماوات والأرض ومثل هذا القول في التوراة والمزامير شيء كثير حتى اليهود يقرون هذه النبوات ولا يعرفون لها تأويلا وهم معترفون بذلك ولا ينكرون منه كلمة واحدة وإنما قلوبهم مغلوقة عن فهمه لقساوتها على ما ذكرنا قبل ذلك وأنهم إذا اجتمعوا في كنيستهم كل سبت يقفوا الحران أمامهم ويقول كلاما عبرانيا هذا تفسيره ولا يجحدونه نقدسك ونعظمك ونسلث لك تقديسا مثلثا كالمكتوب على لسان نبيك فيصرح الجميع مجاوبين قدوس 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 رب القوات ورب السماوات والأرض رب القوات ورب السماوات والأرض فما أوضح إقرارهم بالثالوث وأشد كفرهم بمعناه فنحن لأجل هذا البيان الواضح الذي قاله الله في التوراة وفي كتب الأنبياء فاجعلوه ثلاثة أقانين جوهرا واحدا طبيعة واحدة إلها واحدا ربا واحدا خالقا واحدا وهو الذي نقوله أب وابن وروح قدس والجواب أما ما في كتب الأنبياء عليه السلام من تثنية اسم الرب عند إضافته إلى مخلوق آخر فهو من نمط تثنية اسم الإله وهذا لا يقتضي تعدد الأرباب والآلهة ولهذا لا يقتضي جعلهم إثنين وأربعة وإذا ذكر اللفظ مرتين وأربعة فكذلك إذا ذكر ثلاث مرات لا يقتضي أن الأرباب ثلاثة وهم أيضا لا يقولون بثلاثة أرباب وثلاثة ألهة فلو كان هذا يدل على ثلاثة أرباب وثلاثة ألهة لدل على النقيد قولهم بل هم يزعمون أنهم إنما يثبتون إلها واحدا ولكنهم يتناقضون فيصرحون بثلاثة ألهة ويقولون هم إله واحد والكتب لا تدل على قولهم المتناقض بوجه من الوجوه وأما ما ذكروه من اعتراف اليهود بألفاظ هذه النبوات ودعواه أنهم لا يعرفون لها تأويلا فإن أرادوا بالتأويل تفسيرها وما يدل عليه لفظها وما يدل عليه لفظها فهذا ظاهر لا يخفى على الصبيان من اليهود وغيرهم ولكن النصارى إدعوا ما لا يدل عليه اللفظ وإن أرادوا بالتأويل معنى يخالف ظاهر اللفظ فهذا إنما يحتاج إليه إن كان يحتاج إليه إذا كان ظاهره معنى باطلا لا يجوز إرادته وليس ما ذكر هنا من هذا الباب بل الكتب الإلهية بكثير الكتب الإلهية يكثر فيها مثل هذا الكلام عند أهل الكتاب وعند المسلمين ولا يفهم منها ثلاثة أرباب أو ثلاثة آلهة إلا من اتبع هواه بغير هدى من الله وقال قولا مختلفا يؤفك عنه من أفك ومثل هذا موجود في سائر الكلام يقال هذا أمير البلد الفلاني وأمير البلد الفلاني وأمير البلد الفلاني وهو أمير واحد ويقال هذا رسول إلى الأميين ورسول إلى أهل الكتاب ورسول إلى الجن والإنس وهو رسول واحد فصل وأما قولهم نقدسك ونعظمك ونثلث لك تقديسا مثلثا كالمكتوب على لسان نبيك أشعية وقولهم قدوس 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 رب القوات ورب السماوات والأرض فيقال هذا الكلام صريح في أن المثلث هو نفس التقديس لا نفس الإله المقدس وبذلك قولهم قدوس 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 قدسوه ثلاث مرات فإنه قال نقدسك ونثلث لك تقديسا مثلثا فنصب التثليث على المصدر الذي ينصب بفعل التقديس فقال نقدسك تقديسا مثلثا فنصب التقديس على المصدر كما تقول سبحتك تصبيحا مثلثا أي سبحتك ثلاث مرات وقال نثلث لك أي نثلث تقديسا لك لم يقل أنت ثلاثا بل جعل أنفسهم هم الذين يقدسون التقديس المثلث وهم يثلثون له وهذا صريح في أنهم يسبحونه ثلاث مرات ولا يسبحون ثلاثة آلهة ولا ثلاثة أقانيم وهذا كما في السنن عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه قال إذا قال العبد في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثا فقد تم ركوعه وذلك أدناه وإذا قال في سجوده سبحان ربي الأعلى ثلاثا فقد تم سجوده وذلك أدناه والتسبح هو تقديس الرب وأدناه أن يقدسه ثلاث مرات فمعناه قدسوه ثلاث مرات لا تقتصر على مرة واحدة ولهذا يقولون مجاوبين قدوس 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 فيقدسونه ثلاث مرات فعلم أن المرات تثليث التقديس حيث ما دل عليه لفظه وما يفعلونه ممتثلين لهذا الأمر وما يفعل في نظير ذلك من تثليث تقديسه أن يقدس ثلاث مرات لا أن يكون المقدس ثلاث أقانيم فإن هذا أمر لم ينطق نبي من الأنبياء به لا لفظا ولا معنا بل جميع الأنبياء عليهم السلام أثبتوا إلها واحدا له الأسماء الحسنة وأسماؤه متعددة تدل على صفاته المتعددة ولا يختص ذلك بثلاثة أسماء ولا بثلاث صفات وليست الصفات أقنوما هو ذات وصفة بل ليس إلا ذاتا واحدة لها صفات متعددة فالتعدد في الصفات لا في الذات التي يسمونها الجوهر ولا في الذات والصفة التي يسمونها الأنبياء بسم الله الرحمن الرحيم وعنوان الكتاب الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح لشيخ الإسلامي أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني المتوفى سنة 728 هجريا المجلد الثالث الشريط الثالث والخمسون والأخير فصل قالوا فما أعظم إقرارهم في الثالوث وأشد كفرهم بمعناه فيقال هذا من الافتراء الظاهر على اليهود وإن كان اليهود كفارا فلم يكن كفرهم لأجل إنكار الثالوث بل لو أقروا به لكان زيادة في كفرهم يزيد به عذابهم كما أن النصارى لما كفروا لم يكن كفرهم بإقرارهم بأن المسيح المبشر به الذي قد ظهر ليس هو المسيح الدجال الذي تنتظره اليهود وإذا خرج كانوا شيعته ويقتلهم المسلمون معه شر قتله حتى إن الشجر والحجر يقول يا مسلم هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله بل لو كفروا بالمسيح كما كفرت اليهود لكان ذلك زيادة في كفرهم وعند اليهود وعندهم في التوراة من التوحيد المحض الذي يبطل تثليثكم ما لا يخفى إلا عمن أعرض عن ذكر الله الذي أنزله وهداه الذي وهداه الذي هدى به عباده فصل قالوا فمن أجل هذا البيان الواضح الذي قاله الله في التوراة وفي كتب الأنبياء نجعل ثلاثة أقانيم جوهرا واحدا إلها واحدا خالقا واحدا وهو الذي نقوله أب وابن وروح قدس والجواب من وجوه أحدها أن في التوراة والكتب الإلهية من إثبات وحدانية الله ونفي تعدد الألوهية ونفي ألوهية ما سواه ما هو صريح في إبطال قول النصارى ونحوهم وليس فيها ذكر الأقانيم لا لفظا ولا معنا حيث يجعلون الأقنوم اسما للذات مع الصفة والذات واحدة والتعدد في الصفات لا في الذات ولا يمكن أن تتحد صفة دون الأخرى ولا دون الذات فيمتنع اتحاد أقنوم أو حلوله بشيء من المخلوقات دون الأقنوم الآخر ولا إثبات ثلاثة أقانيم ولا إثبات ثلاث صفات دون ما سواها في شيء من الكتب الإلهية ولا كلام الحواريين ولا إثبات إله حق من إله حق ولا تسمية صفات الله مثل كلامه وحياته لا ابنا ولا إلها ولا ربا ولا إثبات اتحاد الرب خالق السماوات والأرض بشيء من الآدميين ولا حلول ذات وصفة دون ذات مع الصفات الأخرى ولا حلول ذات وصفه دون ذات مع الصفات الأخرى بل ولا حلول نفس الصفة القائمة به في غيره لا علمه ولا كلامه ولا حياته ولا غير ذلك بل جميع ما أثبته من التثليث والحلول والاتحاد ليس في كتب الأنبياء التي بأيديهم ما يدل عليه بل فيها أقوال كثيرة صريحة بنقيد ذلك مع القرآن والعقل فهم مخالفون للمعقول وكتب الله المنزلة الثاني أنهم يقولون إنما نثبت إلها واحدا ثم يقولون في أمانتهم وأدلتهم وغير ذلك من كلامهم ما هو صريح بإثبات ثلاثة آلهة فينقضون كلامهم بعضهم ببعض ويقولون من الأقوال المتناقضة من الأقوال المتناقضة ما يعلم بطلانه ما يعلم بطلانه كل عاقل تصوره وهذا لا ينضبط لهم قول مسترد كما يقول من يقول من عقلاء الناس إن النصارى ليس لهم قول يعقله عاقل وليس أقوالهم منصوصة عن الأنبياء فليس معهم فليس معهم لا سمع ولا عقل كما قال الله تعالى عن أصحاب النار لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير وهم أيضا يبطنون خلاف ما يظهرون ويفهم جمهور الناس من مقالاتهم خلاف ما يزعم بعضهم أنه مرادهم فأنه قد تقدم آنفا من استدلالهم بالتوراة وقوله وكلم الله موسى في العليقة قائلا أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب قالوا ولم يقل أنا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب بل كرر اسم إله ثلاث دفوع قائلا أنا إله وإله وإله لتتحقق مسألة الثلاث أقانيم في لاهوته فيقال لهم وإن كان هذا التكرير لا يقتضي إلا إثبات إله واحد فلا حجة لكم فيه كما لو قال أنا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب وإن كان يقتضي إثبات ثلاثة آلهة فقد أثبتهم ثلاثة آلهة وأنتم تقولون لا نثبت إلا إلها واحدا وإن كان المعنى إنه إله واحد موصوف بأنه معبود إبراهيم ومعبود إسحاق ومعبود يعقوب فلا حجة لكم فيه على التسليط والأقانيم بحيث تجعلون الأقنوم إثما للذات مع صفة والذات واحدة فالتعدد في الصفات لا في الزات ولا يمكن أن تتحد صفة دون أخرى ولا دون الذات فيمتنع اتحاد أقنوم وحلوله بشيء من المخلوقات دون الأقنوم الآخر الوجه الثالث قولهم وهو الذي نقوله أب وابن وروح القدس قد تقدم أن هذا القول هم معترفون بأنهم لم يقولوه ابتداء ولا علموا بالعقل التسليث الذي قالوه في أمانتهم ثم عبروا عنه بهذه العبارة بل هذه العبارة منقولة عنهم في بعض الأناجيل أن المسيح عليه الصلاة والسلام أمر أن يعمد الناس بها وحينئذ فالواجب إذا كان المسيح قالها أن ينظر ما أراد بها وينظر سائر ألفاظه ومعانيها فيفسر كلامه بلغته التي تكلم بها تفسيرا يناسب سائر كلامه وهؤلاء حملوا كلام المسيح والأنبياء عليهم السلام على شيء لا يدل عليه كلامهم بل يدل على نقيضه فسموا كلام الله أو علمه أو حكمته أو نطقه ابنا وهذه تسمية اتدعوها لم يسمي أحد من الأنبياء شيئا من صفات الله باسم الإبن ولا باسم الرب ولا باسم الإله ثم لما أحداثوا هذه التسمية قالوا مراد المسيح بالابن هو الكلمة وهذا افتراء على المسيح عليه السلام وحمل لكلامه على معنى لا دليل على لفظه ولفظ الابن عندهم في كتبهم يراد به من رباه الله تبارك وتعالى فلا يطلق عندهم في كلام الأنبياء لفظ الابن قط إلا على مخلوق محدث ولا يطلق إلا على النسود دون اللاهوت فيسمى عندهم إسرائيل ابنا وداود ابنا لله والحواريون كذلك بل عندهم في إنجيل يحنى في ذكر المسيح إلى خصته أي وخصته لم يقبلوه والذين قبلوه أعطاهم ليكونوا أبناء الله الذي ليس من دم ولا من مشبه لحم ولا من مشبه رجل بل من الله ولد فهذا إخبار بأنهم يكونون جميعا أبناء الله وهم معترفون بأنه ليس فيهم لاهوت يتحد بناسوت بل كل منهم ناسوت محظ فعلم أن الكتب ناطقة بأن لفظ ابن الله يتناول الناسوت فقط وليس معهم لفظ ابن الله والمراد به صفة من صفات الله فقولهم إن المسيح أراد بلفظ ابن الله كذب بين عليه والمسيح لا يسمى ابنا بهذا الاعتبار وروح القدس لم يعبر بها أحد يعبر بها أحد من الأنبياء عن حياة الله التي هي صفته بل روح القدس في كتب الله يراد بها الملك ويراد بها الهدى والوحي والتأييد فيقال روح الله كما يقال نور الله وهدى الله ووحي الله وملك الله ورسول الله لم يرد به أحد من الأنبياء بقوله روح الله وروح القدس ما يريده الإنسان بقوله روحي فالإنسان مركب من روح وبدن وفي بدنه بخار يخرج من القلب ويسري في بدنه وله جوف يخرج منه هواء ويدخل فيه فإذا قيل روح الإنسان فقد يراد بها الروح التي بها البخار اللطيف الذي في البدن وقد يراد بها الريح الذي يخرج من جوف البدن ويدخل فيه والله تبارك وتعالى بإجماع المسلمين واليهود والنصارى ليس هو روحا وبدنا كالإنسان وهو سبحانه أحد صمد لا جوف له ولا يدخل فيه شيء ولا يخرج منه شيء ولا بخار ولا هواء متردد وقد يعبر بعض الناس بلفظ الروح عن الحياة والله تعالى حي له حياة لكن لم ترد الأنبياء عليهم السلام بقولهم روح القدس لم ترد الأنبياء عليهم السلام بقولهم روح القدس حياة الله بل أراد به ما يجعله الله في قلوب الأنبياء ويؤيدهم به كما يراد بنور الله ذلك قال الله تعالى الله نور السماوات نور على نور نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم فضرب الله مثلا للمؤمن الذي جعل صدره كالمشكاه وقلبه كالزجاجة في المشكاه ونور الإيمان الذي في قلبه وهو نور الله كالمصباح الذي في الزجاجة وذلك النور الذي في قلبه ليس هو نفس صفة الله القائمة به فتبين أن العارف كلما تدبر ما قالته الأنبياء وما قاله أهل البدع من النصارى وغيرهم لم يجد لهم في كلام الأنبياء إلا ما يدل على نقيض ضلالهم لا ما يدل على ضلالهم فصل قالوا وقد علمنا أنه لا يلزمنا إذا قلنا هذا عبادة ثلاثة آلهة بل إله واحد كما لا يلزمنا إذا قلنا الإنسان ونطقه وروحه ثلاثة ثلاثة أناس بل إنسان واحد ولا إذا قلنا لهيب النار وضوء النار وحرارة النار ثلاثة نيران ولا إذا قلنا قرص الشمس وضوء الشمس وشعاع الشمس ثلاثة شموس وإذا كان هذا رأينا في الله تقدست أسماءه وجلت ألاؤه فلا لوم علينا ولا ذنب لنا إذ لم نهمل ما تسلمناه ولا نرفض ما تقلدناه ونتبع ما سواه ولسيما أن لنا هذه الشهادات والبيانات والدلائل الواضحات من الكتب من الكتاب الذي أتى به هذا الرجل والجواب من وجود أحدها أنكم صرحتم بتعدد الآلهة والأرباب في عقيدة إيمانكم وفي استدلالكم وغير ذلك من كلامكم فليس ذلك شيئا ألزمكم الناس به بل أنتم تصرحون بذلك كما تقدم من قولكم نؤمن بإله واحد أب ضابط الكل خالق ما يرى ما يرى وما لا يرى وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الأب قبل الدهور نور من نور إله حق من إله حق من جوهر أبيه يولد غير مخلوق مساوي الأب في الجوهر وبروح القدس الرب المحي المنبثق من الأب الذي مع الأب المسجود له وممجد مسجود له وممجد فهذا تصريح بالثلاثة أرباب وأن الابن إله حق من إله حق ومع تصريحكم بثلاثة أرباب وتصريحكم بأن هذا إله حق من إله حق تقولون إن ذلك إله واحد وهذا تصريح بتعدد الآلهة مع القول بإله واحد ولو لم تذكروا ما يقتضي أنه جوهر آخر لأمكن أن يحمل كلامكم على عطف الصفة لكن يكون كلامكم أعظم كفرا فتكونون قد جعلتم المسيح هو نفس الإله هو نفس الإله الواحد الأب خالق ما لا ما يرى وما لا يرى وهذا أعظم من كفركم مع أن هذا حقيقة قولكم فإنكم تقولون المسيح هو الله وتقولون هو ابن الله كما ذكر الله القولين عنكم في كلامه وكفركم بذلك وليس هذا قول طائفة وهذا قول طائفة كما يقولون كما يقولون بعض الناس بل القولان جميعا يقولهما فرق النصارى كالنصورية واليعقوبية والملكية ونحوهم وهذا أيضا من تناقضكم فإنه إن كان هو الله لم يكن هو ابن الله سواء عبر بالابن عن الصفة أو غيرها فإن الأب هو الذات والذات ليست هي الصفة وإن عنا بالابن الذات مع صفة الكلام كما تفسرون الأقنون بذلك فهذه الذات متصفة مع ذلك بالحياة والكلام سواء عنو به العلم أو البيان مع العلم هو مع الحياة قائم بالأب والصفة ليست عين الموصوف بل لا يعبر عنها بأنها ابن الموصوف ولا عبر بذلك أحد من الأنبياء عليهم السلام والمقصود أنهم لم يريدوا بقولهم وبرب واحد يسوع المسيح عطف الصفة وأن هذا هو الأب كما قال إله إبراهيم وإله إسحاق وإله عقوب فهذا إله واحد والعطف لتغاير الصفة فلو كان المراد بالابن نفس الأب لكان هذا خلاف خلاف مذهبكم ويكونون قد جعلوا إلها من نفسه فقالوا ويكونون قد جعلوه إلها من نفسه فقالوا إلهان بل ثلاثة وهو واحد فهذا لو أرادوه لكان أعظم في الكفر بل قالوا وبرب واحد بل قالوا وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الأبي قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق من جوهر أبيه مولود غير مخلوق فصرحوا بأنه رب وأنه إله حق من إله حق وصرحوا بإله ثان مع الإله الأول وقالوا مع ذلك إنه مولود من الأب قبل كل الدهور وأنه مولود غير مخلوق فامتنع أن يريد بذلك الناسوت فإن الناسوت مخلوق وهم يقولون إن الكلمة هي المتولدة من الأب والكلمة صفة المتكلم وقائمة به والكلام ليس برب ولا بإله بل هو كلام الرب الإله كما أن سائر كلام الله كالتورا والإنجيل والقرآن ليس هو الرب والإله ثم قلتم مساوي الأب في الجوهر فاقتضى هذا أن يكون المولود الذي هو الكلمة جوهرا وأنه مساوي الأب في الجوهر والمساوي ليس هو المساوي وهذا يقتضي إثبات جوهر ثاني مساوي الجوهر الأول وهو صريح بإثبات إلهين ويقولون مع ذلك إنه إله واحد جوهر واحد ولا يقال الجوهر مع العلم الذي يعبرون عنه بالأقنوم مساوي الجوهر الذي هو الذات فإن الجوهر هو الذات وليس هنا جوهران أحدهما مجرد عن العلم والآخر متصف به حتى يقال إن أحدهما مساوي للآخر بل الرب تعالى هو الذات المتصف بالعلم فإن كان الأب هو الذات المجردة فالابن أكمل من الأب وهو الذات مع العلم والأب بعض الأب وكذلك ألزمهم أن يكون الأب هو بعض روح القدس فإنهم في أمانتهم جعلوا روح القدس هو الرب المحي والرب المحي هو الذات المتصف بالحياة والذات المجردة بعض ذلك فإن كان الأب هو الذات المجردة فالابن بعض روح القدس ثم قلتم في اقنوم روح القدس الذي جعلتموه الرب المحي انه منبثق من الاب مسجود له ممجد ناطق في الانبياء فان كان المنبثق ربا حيا فهذا اثبات اله ثالث وقد جعلتم الذات الحية منبثقة من الذات المجردة وفي كل منهما من الكفر والتناقض ما لا يخفى ثم جعلتم هذا الثالث مسجودا له والمسجود له هو الاله المعبود وهذا تصريح بالسجود لاله ثالث مع ما فيه من التناقض ثم جعلتموه ناطقا بالانبياء وهذا تصريح بحلول هذا الاقنوم الثالث بجميع الانبياء فالزمكم ان تجعلوا كل نبي مركبا من لهوت ونسوت وانه اله تام وانسان تام كما قلتم في المسيح اذ لا فرق بين حلول الكلمة وحلول الروح القدس كلاهما اقنوم وايضا فيمتنع حلول احد الصفتين دون الاخرى وحلول الصفة دون الذات فيلزم ان يكون الاله الحي الناطق باقانيمه الثلاثة حالا في كل نبي ويكون كل نبي هو رب العالمين ويقال مع ذلك هو ابنه وفي هذا من الكفر الكبير والتناقض العظيم ما لا يخفى وهذا لازم للنصارى لزوما لا محيد عنه فان ما ثبت للشيء ثبت لنظيره ولا يجوز التفريق بين المتماثلين وليس لهم ان يقولوا الحلول او الاتحاد في المسيح ثبت بالنص ولا نص في غيره لوجوه احدها ان النصوص لم تدل على شيء من ذلك كما قد تبين الثاني ان في غير المسيح من النصوص ما شابه النصوص الواردة فيه كلفظ الابن ولفظ حلول ولفظ حلول روح القدس فيه ونحو ذلك الثالث ان الدليل لا ينعكس فلا يلزم من عدم الدليل المعين عدم المدلول وليس كل ما علمه الله واكرم به انبيائه وليس كل ما علمه الله واكرم به انبيائه اعلم به الخلق بنص صريح بل من جملة الدلالات دلالة الالتزام واذا ثبت الحلول والاتحاد في احد النبيين بمعنى مشترك بينه وبين النبي الاخر وجب التسوية بين المتماثلين كما اذا ثبت ان النبي يجب تصديقه لانه نبي ويكفر من كذبه لانه نبي فيلزم من ذلك انه يجب تصديقه لنبي وتكفير من كذبه الرابع هب انه لا دليل على ثبوت ذلك في الغير فيلزم تجويز ذلك في الغير اذ لا دليل على انتفائه كما يقولون ان ذلك كان ثابتا في المسيح قبل اظهاره الايات على قولهم وحينئذ فيلزمهم ان يجوزوا في كل نبي ان يكون الله قد جعله الها تاما وانسانا تاما كالمسيح وان لم يعلم ذلك الخامس انه لو لم يقع ذلك لكنه جائز عندهم اذ لا فرق في قدرة الله بين اتحاده بالمسيح واتحاده بسائر الادميين فالزمهم تجويز ان يجعل الله كل انسان الها تاما وانسانا تاما ويكون كل انسان مركبا من لاهوت ونسوت وقد تقرب الى هذا اللازم الباطل من قال بان ارواح بني ادم من ذات الله وانها لاهوت قديم ازلي فاجعلونا نصف كل ادمي لاهوتا ونصفه نسوتا وهؤلاء يلزمهم من المحالات اكثر مما يلزمهم النصارى من بعض الوجوه اكثر مما يلزم النصارى من بعض الوجوه والمحالات التي تلزم النصارى اكثر من بعض الوجوه الوجه الثاني قولهم ولا يلزمنا اذا قلنا هذا عبادة ثلاثة الهة بل اله واحد كما لا يلزمنا اذا قلنا الانسان وروحه ونطقه ثلاث اناسي ولا اذا قلنا النار وحرها وضوءها ثلاث نيران ولا اذا قلنا الشمس وضوءها وشعاعها ثلاث شموس فيقال هذا تمثيل باطل لوجوه احدها ان حر النار وضوءها القائن بها ليس نارا من نار ولا جوهرا من جوهر ولا هو مساوي النار والشمس في الجوهر وكذلك نطق الانسان ليس هو انسانا من انسان ولا هو مساوي الانسان في الجوهر وكذلك الشمس وضوءها القائم بها وشعاعها القائم بها ليس شمسا ولا جوهرا قائما بنفسه وأنتم قلتم إله حق من إله حق فقلتم في الأمانة نؤمن بإله واحد أب ضابط الكل وبرب واحد يسوع المسيح بن الله الوحيد المولود من الأب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق من جوهر أبيه مساو الأب في الجوهر وقلتم في روح القدس إنه رب ممجد مسجود له فأثبتتم ثلاثة أرباب والثاني أن الضوء في الشمس والنار يراد به نفس الضوء القائم بها ويراد به الشعاع القائم بالأرض والجدران وهذا مبين لها ليس قائما بها ولفظ النور يعبر به عن هذا وهذا وكلهما صفة قائمة بغيرها وعرب وقد يراد بلفظ النور نفس النار ونفس الشمس والقمر فيكون النور جوهرا قائما بنفسه وإذا كان كذلك فهم جعلوا الأب ربا جوهرا قائما بنفسه والابن أيضا ربا جوهرا قائما بنفسه وروح القدس ربا جوهرا قائما بنفسه هو معلوم أن ضوء الشمس أن ضوء النار والشمس وحرارتها ليس كل منهما شمسا ونارا قائما بنفسها ولا جوهرا قائما بنفسه فلو أثبتوا حياة الله وعلمه أو كلامه صفتين قائمتين به ولم يجعلوا هذا ربا جوهرا قائما بنفسه وهذا ربا جوهرا قائما بنفسه لكان قولهم حقا وتمثيلهم مطابقا ولكنهم لم يقتصروا على مجرد جعلهما صفتين لله حتى جعلوا كل منهما ربا وجوهرا وخالقا بل صرحوا بأن المسيح الذي يزعمون اتحاد أحدهما به إلها واحدا وخالقا فلو كان نفس كلمة الله وعلمه لم يكن إلها خالقا فإن كلام الله وعلمه ليس إلها خالقا فكيف والمسيح مخلوق بكلمة الله ليس هو نفس كلمة الله الوجه الثالث أن قولهم الشمس وشعاعها وضوءها وإن أرادوا بالضوء ما يقوم به وبالشعاع ما ينفصل عنها فليس هذا مثال النار وحرها ولها بها إذ كلاهما يقوم بها وعلى هذا فالشمس لم تقم بها إلا صفة واحدة لا صفتين فلا يكون التمثيل بها مطابقا وإن أرادوا بالضوء والشعاع كلاهما ما يقوم بها أو كلاهما ما ينفصل عنها فكلاهما صفة واحدة ليس هما صفتان كالحياة والعلم فعلم أن تمثيلهم بالشمس خطأ وبعضهم يقول الشمس وحرها وضوءها كما يقولون مثل ذلك في النار وهذا التمثيل أصح لو ثبت أن في جرم الشمس حرارة تقوم بها فإن هذا لم يقم عليه دليل وكثير من العقلاء يمكره ويزعم أن جرم الشمس والقمر والكواكب لا توصف بحرارة ولا برودة وهو قول أرست وأتباعه وأما تمثيلهم بروح الإنسان ونطقه فإن أرادوا بالروح حياته فليس هذا هو مفهوم الروح وإن أرادوا بالروح التي تفارق بدنه بالموت وتسمى النفس الناطقة فهذا جوهر قائم بنفسه ليس عرضا من أعراضه وحينئذ فيلزم أن تكون روح الله جوهرا قائما بنفسه مع جوهر آخر نظير بدن الإنسان ويكون الرب سبحانه وتعالى مركبا من بدن وروح كالإنسان وليس هذا قول أهل الملل لا المسلمين ولا اليهود ولا النصارى بل هو كفر عندهم فتبين أن تمثيلهم بالثلاثة باطل والوجه الرابع أن التمثيل إما أن يقع بصفات الشمس والنار والإنسان أو النفس القائمة بهذه الجواهر أو بما هو مباين لذلك كالضوء الذي يقع على الأرض والحيطان والهواء وغير ذلك من الأجسام إذا قابلت الشمس أو النار أو الإنسان أو النفس القائمة بهذه الجواهر فإن أريد هذا فهذا شعاع منعكس وضوء منقلب وليس صفة قائمة بالشمس والنار وإذا أريد بما حل في المسيح هذا وهذا يسمى نورا وروحا ويسمى نور الله كما قال تعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقض من شجرة مباركة من زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا فأخبرنا أنه جعل الروح الذي أوحاه نورا يهدي به من يشاء وقال تعالى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه وقال تعالى فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه وقال تعالى ويجعل لكم نورا تمشون به وقال تعالى ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور فإذا أريد ما حل في المسيح من الروح والكلمة بهذا المعنى فلاختصاص للمسيح بذلك فإن هذا يحل في جميع الأنبياء والمؤمنين وإن كانوا متفاضلين فيه بحسب درجاتهم وليس هذا الحال فيهم نفس صفة الله القائمة به وإن كان ذلك حاصلا عنها ومسببا عنها لكن ليس هو نفس صفة الله وإن كان من الناس من يقول بل صفة الله التي اتصف بها حلت في العبد فهذا القول خطأ فإن صفة المنصوف القائمة به يمتنع قيامها بعينها بغيره ولكن الإنسان إذا تعلم علم غيره وبلغ كلام غيره يقال هذا علم فلان وكلامه لأن هذا الثاني بلغه عنه والمقصود هو علم الأول وكلامه مع العلم بأن نفس ما قام بذات الأول ليس هو عين ما قام بذات الثاني وإن كان قد يكون مثله وقد يكون الأول هو المقصود بالثاني مثل من بلغ كلام غيره فكلام المبلغ هو المقصود بالتبليغ فكلام المبلغ هو المقصود بالتبليغ وصفات المبلغ المبلغ كحركته وصوته التي بها يحصل التبليغ ليس هو نفسه المقصود وإذا قيل هذا كلام المبلغ عنه فالإشارة إلى حقيقة الكلام المقصود بالتبليغ لا إلى ما يختص به المبلغ من أفعاله وصفاته ولهذا شبه الناس من قال بحلول صفة الرب في عبده بالنصارى القائلين بالحلول وهو الشبيه بهم من بعض الوجوه لكن النصارى لا يقولون بحلول صفة مجردة بل بحلول الأكنوم الذي هو ذات متصفة بالصفة ويقولون إن المسيح خالق ورازق وهو خالق آدم ومريم وهو ولد آدم ومريم وهو خالق لهما بلهوته ابن لهم بنسوته ويقولون هو ابن الله وهو الله بلهوته ويقولون أيضا باللهوت والنسوت لأجل الاتحاد والله كفرهم بقولهم إن الله هو المسيح ابن مريم ونحو ذلك وإن أرادوا بتمثيلهم بصفات الشمس والنار والنفس التمثيل بنفس ما يقوم بالشمس والنار والنفس من الضوء والحياة والنطق وجعلوا ما يثبتونه من الأب والابن وروح الخدس صفات الله كما أن هذه صفات لهذه المخلوقات قيل لهم أولا لم يعبر أحد من الأنبياء عليهم السلام عن صفات الله باسم الأب والابن وروح القدس فليس لكم إذا فليس لكم إذا وجدتم في كلام المسيح عليه السلام أو غيره من الأنبياء ذكر الإيمان بالأب والابن وروح القدس أن تقولوا مرادهم بذلك صفة الله التي هي الكلمة والعلم ولا حياة الله إذ كانوا لم يريدوا هذا المعنى بهذا اللفظ وإنما أرادوا باسم الابن وروح القدس ما هو بائن عن الله عز وجل والبائن عن الله ليس صفة لله فضلا عن أن يكون هو الخالق فضلا عن أن يكون البشر المتحد به خالقا فقد ضللتم ضلالا بعد ضلال ضلالا حيث جعلتم مراد المسيح وغيره بالابن وروح القدس صفة الرب ثم ضلالا ثانيا حيث جعلتم الصفة خالقا وربا ثم ضلالا ثالثا حيث جعلتم الصفة تتحد ببشر هو عيسى ويسمى المسيح ويكون هو الخالق رب العالمين فضللتم في الحلول ضلالا مثلثا بعض ضلالكم في التسليث أيضا ضلالات أخر حيث أثبتتم ثلاث صفات دون غيرها وجعلتموها جواهرا أربابا ثم قلتم إلها واحدا فضللتم ضلالا مثلثا في التسليث وضلالا مثلثا في الاتحاد وقيل لكم ثانيا إذا جعلتم ذلك صفات لله كما أن الضوء والنطق والحرارة صفات لما تقوم بها امتنع أن تحل بغيرها وامتنع مع الحلول أن تكون فاعلة فعلة فعل النار والشمس والنفس وأنتم جعلتم الكلمة والحياة حالة بغير الله وجعلتم ما يحل به إلها خالقا بل هو الإله الخالق ومعلوم أن أحدا من العقلاء لا يجعل ما يحصل فيه ضوء النار نارا ولا ما يحصل فيه شعاع الشمس شمسا ولا ما يحصل فيه نطق زيد وعلمه هو نفس زيد فكان جعلكم المسيح هو الخالق للعالم مخالفا لتمثينكم وتبين بذلك أن ما ذكرتموه لا يطابقه شيء من الأمثلة إذ كان كاملا باطلا متناقضا يمتنع تحققه فلا تمثيل بشيء من الموجودات الثابتة المعلومة إلا كان تمثيلا غير مطابق ولهذا يشبهون الحلول والاتحاد تارة بحلول الماء في الظرف وتارة بحلول النار في الحديد وتارة بالنفس والبدن وتارة يقولون بأنهما جوهر واحد اختلطا كاختلاط الماء واللبن وكل هذه الأمثال التي ضربوها لله أمثال باطلة فإن الماء في الظرف وغيره من الأوعية محتاج إلى وعائه لو انخرق وعاءه لتبدد وهو محيط به ولا يتصف الظرف بشيء من صفات الماء والرب تعالى يمتنع أن يحتاج إلى شيء من مخلوقاته لا إلى العرش ولا إلى غيره أو يحيط به شيء من الموجودات إذ هو الظاهر فليس فوقه شيء كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء فهو غني عن كل ما سواه وكل ما سواه فقير إليه ولهذا لم يكن ما وصف الله به نفسه مماثلا لصفات المخلوقين كما لم تكن ذاته كذوات المخلوقين فهو مستوى على عرشه كما أخبرنا عن نفسه مع غناه عن العرش والمخلوق المستوي على السرير أو الفلق أو الدابة لو ذهب ما تحته لسقط لحاجته إليه والله غني عن كل ما سواه وهو الحامل بقدرته للعرش ولحملة العرش وفرق النصارى الثلاثة يقولون بالاتحاد فلا ينفعهم التمثيل بحلول الماء في الظرف ولو قدر أنهم قالوا بالحلول المجرد مع أن الرب لا يحتاج إلى الناسوت لا يحويه ولا يمسه بل كما خاطب موسى من الشجرة فهذا يوجب أن الناسوت لا يتصف بشيء من الألوهية كالشجرة ثم إنه معلوم بالضرورة أن الصوت الذي كان يسمع هو صوت الناسوت فالتمثيل بالشجرة أيضا باطل كما بسط في موضعه وأما الحديد والخشب وغيرهما إذا ألقي في النار فإنه يستحيل نارا لاتصاله بالنار لا أن النار الذي استحال إليها كانت موجودة فحلت به فهذا استحالة بلا حلول والنار الذي صارت في الحديد حادثة عن تلك النار ليست إياها ثم تلك الحديد إذا طرقت وقعت تطريق على النار وكذلك إذا ألقيت في الماء فلو كان هذا تمثيلا مطابقا لكان الضرب والصلب والإهانة وقع على اللهوت وكان اللهوت هو الذي يغتسل بالماء وهو الذي يأكل واشرب وهذا من أعظم الكفر ويحكى عن بعض طائفة منهم كاليعقوبية أنه يقول بهذا الكفر وإن كان كثير منهم كالملكية والنصطورية ينكره فهو لازم لهم وكذلك إذا شبهوه بالنفس والبدن فإن النفس تتألم تألم البدن وتستحيل صفاتها بكونها في البدن وتكتسب عن البدن أخلاقا وصفات فلو كان هذا تمثيلا مطابقا لزم تألم اللاهوت بألام البدن وأن يكون متألما بجوع البدن وعطشه وضربه وصلبه وأن يكون مستحيلا لما اكتسبه من صفات الناسوت كالذي هو عندهم بمنزلة البدن للنفس وأما قولهم إذا لم نهمل ما تسلمناه ولم نرفض ما تقلدناه فقولهم في ذلك بمنزلة قول اليهود للمسيح إنا لا نهمل ما تسلمناه ولا نرفض ما تقلدناه من موسى عليه السلام وجواب الطائفتين من وجهين أحدهما أنكم بدلتم وحرفتم الكتاب الذي أنزل إليكم والشرع الذي شرع لكم وتبديل المعاني والأحكام لا ريب فيه عند جميع عقلاء الأنام وما كان عليه اليهود بعد التبديل لم يكن هو الشرع الذي شرعه موسى عليه السلام وما كان عليه النصارى بعد التبديل لم يكن هو الشرع الذي شرعه المسيح عليه السلام والثاني أنكم كذبتم بالكتاب الآخر والرسول الآخر الذي أرسل إليكم ومن كذب ما أنزل إليه من ربه والرسول الذي أرسل إليه كان كافرا مستحقا لعذاب الدنيا والآخرة وإن كان قبل ذلك متبعا لشرع الرسول وكتاب غير مبدل فكيف إذا كان قد بدل ما بدل من أحكامه ومعانيه فصل وأما قولهم ولنا هذه الشهادات والدلائل من الكتاب الذي في أيدي هؤلاء القوم فيقال لا يصح استشهادهم بهذا الكتاب واستدلالهم به بوجه من الوجوه فإن الذي قد جاء به قد تواتر عنه أنه أخبر أنه مرسل إليهم وأنهم كفار إذا لم يؤمنوا به مستحقون للجهاد ومن لم يستحل جهادهم فهو كافر والقرآن مملوء بكفرهم فإن كان هذا رسولا من الله وقد أخبر بكفرهم ثبت أنهم كفار فإن الرسول لا يقول على الله إلا حقا ولا يكذب على الله في شيء ومن كذب على الله ولو في كلمة وحدة فهو من الكذابين المفترين على الله الكذب مستحق لعقوبة الكذبين كما قال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وقال تعالى أم يقولون افترى أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته وقال تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين وقال تعالى وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أذراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمتى كانت كلمة من كلمات هذا الكتاب كذبا على الله لم يكن كتاب الله ولم يكن جاء به رسول الله فإن الكاذب قد يصدق في أكثر ما يقوله في أكثر ما يقوله ما يقوله لكن إذا كذب في بعض ما يقوله كان كاذبا والله تعالى لا يرسل من يكذب عليه فإن المخلوق لا يرضى أن يرسل من يعلم أنه يكذب عليه ولو فعل ذلك دل على جهله أو عجزه فكيف يرسل رب العالمين من يعلم أنه يكذب عليه وحينئذ فمتى كذبوا بكلمة واحدة مما في الكتاب لم يصحوا استشهادهم واستدلالهم بشيء مما في الكتاب وإن صدقوا بالكتاب كله لزمهم الإيمان بما جاء به واتباع شريعته والاعتراف بكفر الذين كذبوه وكفر الذين يقولون إن الله هو المسيح ابن مريم وإن الله ثالث ثلاثة وهذا بخلاف من آمن بالرسول ولم يثبت عنده بعض ما نقل عنه أو لم يعرف معناه فإن هذا لا يقدح في أصل إيمانه بالرسول المسلمون إذا كذبوا ببعض ما نقل عن موسى والمسيح فهو لطعنهم في الناقل لا في النبي المنقول عنه وأما النصارى فيعلمون أن محمدا جاء بالقرآن فطعنهم في بعضه طعن في الرسول نفسه وكفر به وليس هذا بمنزلة ما مثلوا به من الوثيقة التي كتب وفاؤها في ظهرها فإن الذي له الدين أقر بالاستفاء المسقط له فلم يبقى هناك حق له يدعيه بخلاف ما يخبر به الذي يقول إنه رسول الله فإنه يقول إن الله أنزل علي هذا الكتاب كله وأرسلني بكذا وكذا إلى كذا وكذا فإن كذب في شيء مما أخبر به عن الله لم يكن الله أرسله فإن الذي أرسله هو الذي جعله يبلغ عنه ما يقوله بلا زيادة ولا نقص وإرسال الله للرسول يتضمن شيئين إن شاء الله للرسالة والله حكيم وهو أعلم حيث يجعل رسالته لا يجعلها إلا في من هو من أكمل الخلق وأصدقهم ويتضمن إخبار الله عنه بأنه صادق عليه فيما يبلغ عنه مما يقول إن الله أرسله به فكما صدقه بالآيات المعجزات في قوله إنه أرسلني فقد صدقه بما يقول إنه أرسلني به إذ التصديق بكونه أرسله من غير معرفة بصدقه فيما يخبر به لا فائدة فيه ولا يحصب به مقصود الإرسال والله تعالى عليم بما يشهد به لمن أرسله بخلاف المخلوق الذي يبعث من يظنه يصدق فيما يبلغه عنه فيظهر أنه كذب عليه والله يعلم عواقب الأمور والرسالة صادرة من علمه وحكمته وهو عليم حكيم ومن يكذب على الله ولو في كلمة لم يبلغ عنه ما يقوله لم يبلغ عنه ما يقوله على هذا الوجه فلا يكون رسوله ولهذا اتفق أهل الملل على أن الرسل معصومون فيما يبلغونه عن الله لا يكذبون عليه عمدا ولا خطأ فإن هذا مقصود الرسالة فكان تمثيل هذا بالوثيقة تمثيلا باطلا فإن المدعي للإسقاط لم يدع كلاما متناقضا لم يدع كلاما متناقضا بل قال أقررت بهذا الدين ثم وفيتك إياه وأنت تقر بوفائه وإقرارك مكتوب في ظهرها فليس لك أن تحتج بإقراري بالدين دون إقرارك بالوفاء بل إما أن تعتبر ما في الوثيقة من إقراري وإقرارك وإما أن تبطل الأمرين المتعارضين وهذا كلام عدل كالشريكين المتفاوضين مثل شريك العنان إذا قال لصاحبي إن حصل ربح فهو لي ولك وإن لم يحصل ربح فلا لي ولا لك وكذلك البائع والمؤاجر الذي يقول إن كان بيننا معاوضة فعليك تسليم ما بذلته وعليك تسليم ما بذلته لا يستحق هذا إلا بهذا فهذا كله كلام عادل وإنصاف بخلاف الشخص الذي يقال فيه إنه رسول الله والكتاب الذي يقال إنه كلام الله وأن الله أنزله فإن هذا إن كان رسولا صادقا فجميع ما بلغه من الله حق وإن كان كاذبا لم يكن الله أرسله فجميع ما بلغه عن الله كذب على الله فلا يجوز بمجرد خبره أن ينسب إلى الله شيء ولا يحتج بما يخبر به عن الله على شيء ألا ترى أن من ادعى رسالة وعلم أنه كاذب كالأسود العنسي ومسيلم الكذاب وطليح الأسدي والحارث الدمشقي وباب الرومي وغير هؤلاء لا يجوز لأحد أن يحتج بشيء مما ذكروا أن الله أرسلهم به وإن كان ذلك القول قد علم أنه حق من جهة أخرى فإنه قد علم بكاذبهم أن الله لم يرسلهم فأي شيء قالوا إن الله أنزله عليهم كانوا كاذبين فيه ومتى علم أنه كاذب في نفس الخبر المعين لم يجوز أن يحتج بجنس الذي علم أنه كاذب فيه وكذلك لو قال رجل عندي أن موسى أو داود أو المسيح كذبوا على الله في بعض ما يخبرون به عن الله كانوا بمنزلة من لم يرسلهم الله بشيء لكن كذبوا في قولهم إن الله أرسلهم فإذا أراد مع هذا أن يحتج بما ينقل من التورا والزبر والإنجيل عن الله كان متناقضا وكان احتجاجه باطلا غير مقبول بل لو قال أنا أشك في بعض ما أخبر به عن الله هل كذبوا فيه أم لا كان كذلك شكا في أن الله أرسلهم فإن من أرسله الله لا يكذب في شيء لا خطأ ولا عمدا مع شكه في ذلك لا يجوز أن يحتج بشيء مما ينقلونه عن الله لتجويز أن يكونوا كاذبين في نفس ذلك الذي نقله عن الله وليس هذا مثل الرسول الواحد من الآدميين فإنه قد يكون أرسله ثم أن الرسول صدق في بعض ما بلغه عن مرسله وكذب في البعض ويجوز على الآدمي أن يرسل من يكذب عليه لعدم علمه بكذبه أو عدم حكمته في إرساله وأما الرب تعالى فلا يجوز أن يرسل نبيا يكذب عليه لا عمدا ولا خطأ وكذلك الشاهد والمخبر الذي قد علم أنه ثارة يصدق وثارة يكذب يمكن أن يستدل ببعض أخباره الذي يظهر فيها صدقه لذلالات تقترن بذلك بخلاف الرسول فإنه إذا كذب كذبة واحدة امتنع أن يكون الله أرسله فصار جميع ما يبلغه عن الله هو كاذب في أن الله أرسله به فكذبه في كلمة واحدة يجب أنه كاذب في جميع ما بلغه عن الله وأن جميع ما حكاه ورواه عن الله قد كذب فيه وإن قدر أن ذلك الكلام في نفسه حق لكن تبليغه عن الله ونقله وروايته وحكايته عن الله كذب على الله وقد أخبر الله أنه ينسخ ما يلقيه الشيطان مما يناقض مقصود التبليغ بقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوثوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهاد الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم وإن قالوا خبره يناقض بعضه بعضا كان الجواب من وجهين أحدهما أن هذا أيضا إن كان حقا فإنه يقدح في رسالته في رسالته فإن الرسول لا يناقض بعض خبره بعضا ومن كان كذلك لم يصح لكم أن تحتجوا بشيء مما جاء به وإن كان باطلا لم يرد عليه فعلم أن استدلالهم بما في هذا الكتاب على صحة دينهم الذي خالفوا به هذا الكتاب في غاية الفساد وهو جمع بين النقضين واستدلال بما في الكتاب على ما يوجب بطلان الاستدلال بشيء مما في الكتاب وإذا كانت النتيجة تستلزم فساد بعض مقدمات الدليل بطل الاستدلال بذلك الدليل الذي لا يصح إلا بصحة مقدماته فإذا كانت مقدمته لا تصح إلا مع فساد نتيجته ونتيجته مستلزمة لفساد مقدمته كان الجمع بين صحة المقدمة والنتيجة جمعا بين النقضين وكذلك من استدل بشيء من الكتاب على ما يناقض ما في الكتاب كاستدلال النصارى بآيات فيه على صحة دينهم كان تناقضا فإنه إن صح ذلك الدليل بأن مدح دينهم مع زمه كان متناقضا والكتاب المتناقض لا يكون كتاب الله وإن فتد أحدهما إما فساد دينهم وإما فساد مدحه فالكتاب الذي فيه فساد لا يكون كتاب الله فيلزم أن لا يكون كتاب الله على التقديرين فلا يصح الاستدلال به من جهة كونه خبر الله وما الاستدلال به من جهة كون المتكلم به رجلا عالما حكيما وهذا لا يفيد العلم إذ ليس معصوما إلى الأنبياء عليهم السلام والنصارى يجوزون أن يكون معصوما غير الأنبياء فبتقديري أن يكون كذلك فهو حجة عليهم وإن قالوا هو رجل عالم ليس برسول من الله قيل لهم فهذا قوله ليس بحجة لجواز أن يخطئ ولكن يعتضد بقوله وأما إذا ادعى أن الله أرسله وهو لم يرسله بهذا الكتاب كله فهذا كذاب لا يحتج بشيء من كلامه ولا يكون مثل هذا عدلا فضلا عن أن يكون حكيما بل هو من الذين افتروا على الله كذبا ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء والجواب الثاني أن قد بينا أن ما ذكروه لا يناقض شيئا مما أخبر به وأنه ليس في هذا الكتاب تناقض يحتجون به بوجه من الوجوه وأما قولهم وأعظم حجتنا ما وجدناه فيه من الشهادة لنا بأن الله جعلنا فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة فيقال بل ما ذكروه حجة عليهم لا لهم فإن الله أخبر المسيح أنه جاعل الذين اتبعوه فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة وخبر الله حق ووعظ الله صدق والله لا يخلف المعاد فلما اتبع المسيح من آمن به جعلهم الله فوق الذين كفروا به من اليهود وغيرهم ثم لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم بالدين الذي بعث به المسيح وسائل الأنبياء قبله وكان محمد صلى الله عليه وسلم مصدقا لما جاء به المسيح وكان المسيح مبشرا برسول يأتي من بعده اسمه أحمد صارت أمة محمد صلى الله عليه وسلم أتبعوا للمسيح عليه السلام من النصارى الذين غيروا شريعته وكذبوه فيما بشر به فجعل الله أمة محمد صلى الله عليه وسلم فوق النصارى إلى يوم القيامة كما جعلهم أيضا فوق اليهود إلى يوم القيامة والنصارى بعد النسخ والتبديل ليسوا متبعين المسيح لكنهم أتبعوا له من اليهود الذين بالغوا في تكذيبه وسبه فإنهم كذبوه أولا وكذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم ثانيا فصاروا أبعد عن متابعة المسيح من النصارى فكانوا مجعولين فوق اليهود والمؤمنون أمة محمد صلى الله عليه وسلم هم المتبعون للمسيح عليه السلام ومن سواهم كافر به فأمة محمد صلى الله عليه وسلم فوق اليهود والنصارى إلى يوم القيامة ولما جاء المسلمون يقاتلون النصارى غلبوهم وأخذوا منهم خيار الأرض الأرض المقدسة وما حولها من مصر والجزيرة وأرض المغرب ولم يزل المسلمون منتصرين على النصارى ولا يزالون إلى يوم القيامة لم تنتصر النصارى قط على جميع المسلمين وأنما تنتصر على طائفة من المسلمين بسبب زنوبهم ثم يؤيد الله المؤمنين عليهم ولو كان النصارى هم المتبعين للمسيح عليه السلام والمسلمون كفارا به لوجب أن ينتصر على جميع المسلمين لأن جميع المسلمين ينكرون ألوهية المسيح ويكفرون النصارى فعلم أن المتبعين للمسيح هم المسلمون دون النصارى انتهى المجلد الثالث ويليه المجلد الرابع وأوله فصل تفسيرهم لتجسيم كلمة الله تفسيرهم لتجسيم كلمة الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر